بسم الله الرحمن الرحيم الوجه الاول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الاول من كتاب السيرة النبوية في ضوء المصادر الاصلية دراسة تحليلية تأليف الدكتور مهدي رزق الله احمد وهو من مقررات مركز الدراسات الجامعية للبنات جامعة الملك سعود قسم التربية الخاصة يقرأ الكتاب عليكم احمد الزت تقديم شغل المسلمون منذ الايام الاولى للاسلام بسيرة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم فاعتنعوا بتسجيل وقائعها وحرصوا على نقلها دقيقة موثقة سواء في كتب الحديث النبوي او في كتب السيرة او كتب التاريخ العامة وقد اختلفت مناهج العلماء باختلاف عصورهم وتخصصهم فللمحدثين منهج يتسم بالضبط الشديد والتحر الدقيق لكل ما نسب الى الرسول صلى الله عليه وسلم من قول او عمل وللمؤرخين وكتاب السيرة النبوية مناهج مستقى من مناهج المحدثين ولا غربة في هذا فان دراسة التاريخ قد نشأت في بيئة اهل العلم التي كان قوام اهتمامها الحرص على جمع الحديث النبوي وسيرة العطرة ولذا احتكم الاخباريون والمؤرخون الى مناهج المحدثين الى مناهج المحدثين واساليبهم في نقل الوقائع والاحداث التاريخية معتمدين على الاسانيد والروايات ولكن على نحو يختلف في تفاصيله وظروف تطبيقه ودوافعه عن مناهج اهل الحديث ولا شك ان السيرة النبوية من اهم مجالات الدراسة التي عني بها المسلمون قديما وحديثا وستظل موضع عناية المسلمين باذن الله لان سيرته عليه الصلاة والسلام تنفيذ عملي للتشريع الرباني وبيان لاحكامه ومن هنا تعددت المصادر التي نقلت السيرة النبوية وتنوعت مناهجها وظهرت في كل عصر دراسات في السيرة النبوية تتخذ طوابع مختلفة فمنها ما يحرص على اختصار السيرة ومنها ما يعنى بالدروس الدينية والتربوية المستقاة منها ومنها ما يطمح الى التحقق من بعض الوقائع والاقوال الى غير ذلك ان غنى السيرة التي تسجل حياة خير البشرية عليه الصلاة والسلام ذو اثر واضح في تنوع النظرات والمناهج والاستنباطات فكل قارئ للسيرة يجد فيها من جوانب الاعجاز النبوي ما يروقه ولذا فسوف تظل السيرة معينا لا ينضب مهما كثر عليه الواردون ونهل من نبعه الناهلون وهذا الكتاب الذي يقدمه مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الاسلامية وهو السيرة النبوية في ضوء المصادر الاصلية للدكتور مهدي رزق الله احمد يرتبط بسلسلة المؤلفات التي تتخذ من سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام مجالا للدراسة والاستنباط وهدف المؤلف في هذا العمل ان يكتب السيرة النبوية معتمدا على مصادرها الاصيلة المتنوعة مختارا ما كان من الروايات قوية ومناقشا ما كان ما حل نقاش وان كان مشهورا بين الناس وقد حاول كتاب مادة علمية غزيرة استطاع المؤلف من خلال منهجه المتميز ان يجمع شتاتها ويدققها خصوصا ما تنثر منها في المصادر المتعددة ككتب التفسير والحديث والسير والمغازي والتاريخ والطبقات والتراجم والفقه وربما لا يجد القارئ ذكرا لبعض كتب السيرة القديمة شيئا ما او الحديثة وهذا الامر مرده الى منهج المؤلف الذي التزم فيه بالاعتماد على الكتب الاصلية التي عنيت بنقل السيرة عن الرواة الاولين ولم يخلو هذا الكتاب من اشارات تربوية مفيدة او لمسات ايمانية معبرة كما لم يقف عند حدود سرد النصوص بلا تمعن او اشارة الى فقهها ودروسها خصوصا وهي محل الاسوة والاقتداء وقد قام مركز الملك فيصل باعداد فهارس للكتاب كافهرس الايات القرآنية والاحاديث النبوية القولية والاعلام والاماكن والغزوات والسراية والحروب والاشعار والحكم والامثال من اجل تسير الوصول الى موضوعاته وتحقيق مزيد من النفع به وقد بات ذلك ضروريا في النشر العلمي اليوم خصوصا في مصادر العلوم النقلية ذات الصبغة المرجعية نرجو ان ينفع الله بهذا الكتاب وان يسد به ثغرة في المكتبة الاسلامية وان يثيب مؤلفة ولله الحمد اولا واخرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الامين العام الدكتور زيد ابن عبد المحسن آل حسين مقدمة منذ عام سبعة وتسعين وثلاثمائة والف هجرية اوكل الي تدريس مادة السيرة النبوية بقسم الثقافة الاسلامية كلية التربية جامعة الملك سعود بالرياض المملكة العربية السعودية وخلال هذه الفترة واجهتني مشكلة المراجع التي يمكن ان يعتمد عليها المدرس والطالب فلم اعثر على كتاب تحقق فيه معظم المواصفات المطلوبة حسب ما تبلورت في ذهني وبناء على تجربة المحدودة وقلة بضاعتي فقد كنت اتوق دائما الى العثور على كتاب تتحقق فيه معصفات معينة ابرزها غزارة مادته العلمية وشموله ابرز احداث السيرة النبوية اثنان ان يكون مختصرا بحيث لا يتجوز حجمه المجلد الواحد او في نحو ستمائة صفحة ثلاثة ان يكون وفق المنهج الذي سوف اصف اهم ملامحه عندما لم اجد كتابا تحققت فيه هذه المواصفات اقدمت على القيام بهذه المحاولة التي ارى انه قد تحقق فيها جزء كبير من تلك المواصفات واذا كان هناك قصور في بعض الجوانب فهو مني وذلك لان بضاعتي في الحديث مزجاه وكان ينبغي ان يقوم بهذا البحث علم من اعلام الحديث في زماننا هذا ولما لم يفعلوا حتى الان فقد اضطررت للتطفل على موائدهم ومما اغراني بذلك انني وجدتها عامرة بما لذ وطاب من التحقيقات الالمية والاحكام على مرويات السيرة العطرة مما وفر علي كثيرا من الجهد والوقت وارجو من اساتذتنا العلماء ان يسدوا لنا كل ما يستطيعون من نصح وتقويم وتصحيح حتى يخرج هذا البحث في صورة مرضية في طبعته الثانية ان شاء الله ليستفيد منه مؤلفه ومطالعوه ويستعين به مؤلفه بعد الله تعالى على اداء مهمته الاكاديمية والتربوية وينفع الله به ابناء المسلمين وطلاب العلم والله اسأل ان يمنحني اجري المصيب او اجر المخطئ منهج البحث ان مرويات سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا ولذا فقد يلحظ القارئ ان الباحث قد اهمل طائفة من الروايات الضعيفة التي يكثر من روايتها بعض اهل المغازي والسير والتاريخ لان هدف البحث ليس استقصاء جميع مرويات السيرة النبوية بل الهدف رسم هيكل للسيرة يستوعب معظم الصحيح من مرويات السيرة واذا لم ادد الصحيح ذكرت مرويات ضعيفة فيما لا يتعلق بالعقيدة والاحكام ونبهت على ذلك لان بعض العلماء يجوز رواية الحديث الضعيف فيما دون المسائل العقدية والاحكام الفقهية ان من الاهداف الرئيسة لهذا البحث الاعتماد على المرويات الصحيحة واذا اخفق الباحث في شيء من هذا فمرده الى نقص فيه ويرجو من اهل الصنعة الحديثية ان يصححوه ويقوموه لقد حاولت التقليل من حجم الحواشي حتى لا يتضخم الكتاب وعلى الرغم من هذا كادت الحواشي ان تصل الى نحو ثلث الكتاب وذلك لان الضرورة العلمية اقتضت ذلك خاصة ان كثيرا من الاحاديث الضعيفة تتقوى بالشواهد والمتابعات التي لا بد من ذكر بعضها اضافة الى هذا فانني رأيت ضرورة واهمية اثبات كثير من مرويات اهل السير والمغازي الى جانب الروايات الصحيحة وذلك على الرغم من ضعف مرويات اهل المغازي ليتبين للقارئ ان كثيرا من مرويات اهل المغازي والسير لها اصل في الصحيح وان روايات اهل الحديث الصحيحة تؤكدها وتجعل لها قيمة علمية معتبرة من المتعارف عليه بين غالبية الباحثين الاكاديميين ان المصدر او المرجع اذا ذكر لاول مرة ذكرت جميع البيانات المتعلقة به ولكثرة المصادر والمراجع وخشية الاطالة رأيت ان اذكر البيانات الكاملة عن المصادر والمراجع في قائمة ثبت بالمصادر والمراجع ورأيت ان استخدم بعض الرموز والمصطلحات على سبيل الاختصار ايضا وهي صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري لابن حجر البخاري شرطة الفتح صحيح مسلم مع شرح النووي له مسلم النووي الامام احمد بن حمل المسند بترتيب البنة الساعاتي المسمى الفتح الرباني مع شرحه له والمسمى بلوغ الامان من اسرار الفتح الرباني احمد الفتح الرباني كاف كتاب باء باب حاء حديث رقم كذا طاء طبعة صاد صفحة صاد صاد من صفحة كذا الى صفحة كذا جيم جزء ميم مجلد لقد اهملت تعريف بعض الاعلام الذين اذكرهم مكتفيا بالاحالة الى بعض المصادر التي تتناول تعريفهم وذلك للاختصار اذا ورد الخبر في الصحيحين او احدهما اكتفيت بهذا في الغالب ولم اذكر روايات اهل الحديث الاخرين اذا لم يكن بها زيادات مفيدة ولكني كثيرا مما اذكر روايات ضعيفة او ضعيفة جدا لأهل المغازي والسير اما لان كثيرا مما يوجد بها زيادات تتقوى بالشواهد والمتابعات او على اقل تقدير يعرف ان للكثير منها اصلا واذا قلت عن الرواية انها معلقة او بدون اسناد او منقطعة او معضلة او مرسلة لا تنجبر او من رواية الواقدي وغيره من المتركين والضعفاء فهذا يعني ان هذه الرواية ضعيفة او ضعيفة جدا وذلك لتقليل التكرار لقد حرصت ان تكون كل معلوماتي موثقة ليسهل على القارئ التأكد من صحة النقل او الاستزادة من المعلومات التي وردت مختصرة رأيت ان يعتمد هذا الكتاب في معلوماته على اوثق المصادر وعلى رأسها كتاب الله تعالى ثم كتب التفسير والحديث والمغازي والسير وان اذكر درجة الخبر ليعرف ان كان مما يحتج به ام لا وذلك في ضوء اراء اهل الحديث لقد اعطيت الاولوية فلاستشهاد للايات القرآنية ثم روايات الصحيحين ثم الصحيح من الروايات المبثوثة في كتب التفسير والحديث والدلائل والمغازي والسير والتاريخ العام والاداب وغيرها من كتب اهل العلم المختلفة ورأيت ان استنبط من كثير من احداث السيرة بعض رؤوس المسائر الفقهية والحكم والعبر اهداف دراسة السيرة النبوية واحد ان الدارس لسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم يقف على التطبيق العملي لاحكام الاسلام التي تضمنتها الايات القرآنية والاحاديث النبوية الشريفة في مجالات الحياة المختلفة اثنان ان الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم يقتضي معرفة شمائله واحواله صلى الله عليه وسلم في المجالات المختلفة ومن عرف شمائله واحواله واحبه واقتدى به فسينال ما يدخره الله له على ذلك قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا ثلاثة ان الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعه دليل على محبة العبد ربه وسينال العبد محبة الله له وفي هذا يقول الله تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله اربعة يقف الدارس لسيرته صلى الله عليه وسلم على دلائل معجزاته دلائل نبوته مما يقوي ويزيد الايمان خمسة ان معرفة ما حفلت به السيرة من مواقف ايمانية عقدية وقفها الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه لاعلاء كلمة الله تقوي من عزائم المؤمنين السائرين على درب الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبتهم للدفاع عن الدين والحق وتقذف في قلوبهم الطمأنينة ستة في السيرة كثير من العظات والعبر والحكم التي يتعظ ويعتبر بها كل ذي لب من الحكام والمحكومين فيعرف من تحدثه نفسه بالجبروت والكبرياء ما آل من اتصف بهذه الصفات سبعة في سيرته صلى الله عليه وسلم دروس كثيرة لجميع فئات الناس ومواساة لهم في كافة أنواع الابتلاءات التي يتعرضون لها لا سيما الدعاء ثمانية إن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم هي المثل الأعلى للإنسان الكامل في جميع الجوانب تسعة يجد المرء في سيرته ما يعينه على فهم كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عشرة يحصل دارس السيرة على قدر كبير من المعارف الصحيحة في علوم الإسلام المختلفة من عقيدة وشريعة وأخلاق وتفسير وحديث وسياسة وتربية واجتماع إلى آخره حادي عشر يتعرف الدارس لسيرته صلى الله عليه وسلم تطور الدعوة الإسلامية وما كابده الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه لإعلاء كلمة الله وما واجهه هو وأصحابه من مشكلات وكيفية التصرف في تذليل تلك العقبات وحل تلك المشكلات ثاني عشر إن معرفة أسباب نزول الآيات القرآنية ومناسبات أقوال كثيرة للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا تعرف إلا بمعرفة السيرة النبوية ثالث عشر إن علم الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم والسنة لا يتأتى فهمه ومعرفته إلا في ضوء وقائع السيرة رابع عشر إن المعجزات التي أجراها الله تعالى على يد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم لا تفهم جيدا إلا في ضوء معرفة وقائع السيرة التي حدثت خلالها تلك المعجزات مصادر السيرة النبوية واحد القرآن الكريم لقد تناولت كثير من الآيات القرآنية الكريمة حياة الرسول صلى الله عليه وسلم في أطوارها المختلفة قبل البعثة وبعدها وهو ما ستلحظه عند قراءتك هذا الكتاب أو عند إلقاء نظرة سريعة على حواشيه في الصفحات المختلفة ولقد ألف الأستاذ محمد عزة دارروزة كتابا في مجلدين تحت عنوان سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم صورة مقتبسة من القرآن الكريم وإن هذا وذاك يدل على أن المصدر الرئيس لسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يكون القرآن الكريم لأنه نص قطعي الثبوت بل هو أصح نص عرفته البشرية في تاريخها وليس من الإيمان أو من أبجديات المنهج العلمي التغاضي عن هذه الحقيقة التي لا تحتاج مني إلى كثير كلام لإثبات ذلك تناول القرآن في حديثه أمورا كثيرة عن العرب قبل الإسلام وذلك في جميع مجالات حياتهم الدينية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية كما حدثنا القرآن عن الحضارات القديمة التي كانت في الجزيرة العربية وما جاورها لما يلقي الضوء على أحوال المجتمعات الإنسانية قبل وحين ظهور الإسلام وحين تكتمل الاستفادة من القرآن الكريم لمعرفة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد من الرجوع إلى كتب التفسير بالمأثور التي ساقت الأحاديث المسندة لتفسير الآيات المختلفة وبيّنت الناسخة والمنسوخ وأسباب النزول مع مراعاة أن الأحاديث التي يستشهد بها المفسرون ليست كلها على درجة واحدة من حيث القبول فمنها الصحيح والحسن والضعيف والواهي والموضوع فإذن لا بد أن تقوم مروياتها ويختار منها ما ثبتت صحته أو يكون صالحا للاحتجاج به وفقا لمعايير أئمة أهل الجرح والتعديل ورجال الحديث نقول لا بد أن تقوم مروياتها ويختار منها ما تثبت صحته أو يكون صالحا للاحتجاج به وفقا لمعايير أئمة أهل الجرح والتعديل ورجال الحديث ومن أشهر وأوثق كتب التفسير بالمأثور تفسير الإمام الطبري توفي سنة عشر وثلاثمائة حجرية والإمام ابن كثير توفي سنة أربع وسبعين وسبعمائة حجرية وابن الجوزي سنة سبع وتسعين وخمسمائة حجرية وقد لخص الإمام السيوطي الذي توفي سنة إحدى عشر وتسعمائة حجرية هذه التفاسير في كتابه الدر المنثور في التفسير بالمأثور وحفظ لنا نصوصا ما قد فقد أو أهمل من هذه التفاسير اثنان الحديث النبوي الشريف عنيت كتب الحديث بجمع أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته وصفاته الخلقية والخلقية وتناول بعضها طرفا من سيرته ومغازيه وسراياه وبعوثه سواء كانت أبوابا ضمن كتبهم أو روايات مبثوثة في ثنايا كل أبواب كتبهم وتتفاوت درجة الاهتمام بأبحاث السيرة بين كتاب وآخر فنجد البخارية مثلا يهتم بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم فيفرد كتبا وأبوابا من جامعه الصحيح لسيرته صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه وبعده ومغازيه وسراياه وبعوثه ومكاتباته وفضائل أصحابه وزوجاته إضافة إلى ما هو مبثوث من أحداث السيرة ضمن مرويات كتب وأبواب جامعه الصحيح والمتأمل في حواشي هذا الكتاب يقف على حقيقة هامة حول هذا الكتاب وهي أن البخاري كاد أن يغطي أبرز أحداث سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك الإمام مسلم فقد أفرد كتبا وأبوابا من صحيحه للحديث عن سيرته صلى الله عليه وسلم ومثال ذلك كتب الجهاد والسير فضائل النبي صلى الله عليه وسلم فضائل الصحابة رضي الله عنهم الإمارة إضافة إلى المرويات الكثيرة المبثوثة في ثنايا الأبواب الأخرى من صحيحه وهو ما ستلحظه عند قراءة هذا الكتاب أو إذا ألقيت مظرة عاجلة على حواشيه وقد استدرك الإمام الحاكم النيسابوري أحاديث لم يذكرها البخاري ومسلم وهي حسب معياره على شرطهما أو على شرط أحدهما وقد تتبعه الإمام الذهبي فوافقه في كثير منها ولم يوافقه في بعضها وسكت عن بعضها وجاء من بعدهما من تتبعهما ولم يوافقهما في بعض الأحاديث وفي هذا المستدرك قسم خاص بالمغازي والسير إضافة إلى الأحاديث الأخرى المبثوثة في ثناياه ذات العلاقة المباشرة بأحداث كثيرة من السيرة أما كتب السنن الأربعة فأكثرها ذكرا للسيرة جامع الإمام التلمذي خاصة في أبواب المناقب ويليه كتاب سنن أبي داود ثم كتاب سنن ابن ماجة خاصة كتاب الجهاد ثم سنن النسائي ويضاف إلى ما سبق فقد حفل كتاب السنن الكبرى للبيهقي بمادة معتبرة في السيرة أما كتب المسانيد فيتربع على قمتها مسند الإمام أحمد ويبدو لك جليا غزارة مادة السيرة فيه إذا نظرت في كتاب الجهاد منه بالمجلد الثالث عشر وكتاب السيرة النبوية بالمجلدات العشرين والواحد والعشرين والثاني والعشرين وكتاب المناقب بالمجلد رقم اثنين وعشرين بترتيب البن الساعاتي المعروف بالفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني وحسب علمي فإنها أغزر مادة في السيرة وجدت في كتاب حديث والمتأمل في المجلدات المذكورة وفي كتابنا هذا سوف يقف على هذه الحقيقة وليس هذا بغريب في كتاب ضخم قيل إنه ضم بين دفتيه ضم بين دفتيه نحو ثلاثين أو أربعين ألف حديث قيل مع المكرر وقيل من دون المكرر ليست كل كتب الحديث على درجة واحدة من الالتزام برواية الصحيح فكما هو معروف كان على رأس من التزم الصحة في مروياته الإمامان الشيخان البخاري ومسلم ولذا يتعين على المرء أن ينظر في أسانيد كتب السنن والمسانيد والمستدركات وغيرها من كتب الحديث التي التزمت الإسناد فيقبل ما هو صحيح أو حسن فيحتج به وإذا استأنس بالضعيف فيما دون ذلك فعليه أن يكون عالما بذلك منبها عليه ومن نعم الله على عباده أن قيض لهذه الكتب من يقوم بخدمتها قديما وحديثا ولذا ترى أن معظم الأحاديث في السيرة وغيرها قد حكم عليه الأئمة وبيّنوا مرتبته وهو ما ستلمسه عند مطالعتك في هذا الكتاب وقد ألفت كتب خاصة تخدم كتب الحديث وهي كتب التراجم والطبقات والمعاجم والمتتبع لكتب الطبقات التي تناولت تراجم الصحابة والتابعين وتابع التابعين ورواة الأحاديث سيجد فيها كثيرا من الأحاديث التي تتعلق بالسيرة والتي يمكن تقويمها للاحتجاج بالصحيح والحسن منها مثل طبقات ابن سعد والإصابة لابن حجر والاستيعاب لابن عبد البر وأسد الغابة لابن الأثير ومعاجم الطبراني وهو ما ستراه واضحا عند قراءتك في هذا الكتاب ثلاثة كتب الشمائل على الرغم من أن معظم الأحاديث المتعلقة بشمائل الرسول صلى الله عليه وسلم مثبوتة في ثنايا كتب الحديث فقد أفرد لها بعض أهل الحديث كتبا وأبوابا في مصنفاتهم ومثال ذلك أنك تجد في صحيح البخاري ما يسمى بكتاب الأدب وكتاب الاستئذان وكتاب اللباس وتجد في صحيح مسلم كتاب البر والصلة والآداب وكتاب فضائل النبي صلى الله عليه وسلم وكتاب اللباس والزينة وكتاب الزهد والرقائق وتجد في سنن الترمذي أبواب البر والصلة وأبواب الاستئذان وتجد في سنن ابن ماجه كتاب الأدب وكتاب الزهد ومن أهل الحديث من أفرد شمائل رسول صلى الله عليه وسلم بالتصنيف مثل ما فعل الإمام الترمذي حيث ألف كتاب الشمائل عزيز المستمع ومن حسن الطالع أن كتاب شمائل النبي قد انتهى تسجيله منذ دقائق أي قبل أن أبدأ في تسجيل هذا الكتاب فلله الحمد والمنة وكان تسجيله على حوالي ستة أشرطة من نوع الكاسيت وذلك للعلم والإفادة نقول ومن أهل الحديث من أفرد شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم بالتصنيف مثل ما فعل الإمام الترمذي حيث ألف كتاب الشمائل الذي اختصره وحققه الشيخ ناصر الدين الألباني وحققه من قبله الأستاذ الدعاس ومثل كتاب أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه لأبي الشيخ والأنوار في شمائل النبي المختار للبغوي وغيرهم وجمعت هذه الكتب الصحيح والسقيم فعلينا أن نأخذ منها ما تثبت صحته أربعة كتب دلائل النبوة المعجزات لقد تنافرت أحاديث الدلائل والمعجزات في بطون وثنايا كتب الحديث ولكن أراد بعض العلماء أن يفردوها بالتأليف وضع معظمها ولم يسلم من ذلك سوى النزر اليسير وأشهرها دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني ودلائل النبوة للحافظ أحمد بن الحسين البيهقي وعلى الرغم من أن عنوان كتاب البيهقي يشير إلى أن مضمون الكتاب في الدلائل إلا أن الحقيقة غير ذلك إذ أن الكتاب فيه كل شيء استطاع يجمعه مؤلفه عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وقد طبع في سبع مجلدات بتحقيق الدكتور عبد المعطي قلعجي وهو من أنفس الكتب في السيرة عامة والدلائل خاصة فقد استفد مؤلفه من مؤلفات سابقيه في الحديث فجاء مصدرا ومرجعا لا يستغني عنه أي باحث في السيرة وقد جمع السيطي في كتاب الخصائص الكبرى طائفة كبيرة من الدلائل التي ذكرت في كتب سابقيه من رجال الحديث بصفة خاصة وتحتاج هذه الكتب إلى مزيد عناية ودراسة وتمحيص لتمييز الصحيح من السقيم فيستفيد منها ما يريد أن يكتب شيئا في ضوء صحيح السيرة أكثر استفادة خمسة كتب المغازي والسير مما لا شك فيه أن معظم أصل مادة كتب المغازي والسير هي مرويات مبثوثة في كتب السنة حتى إن المحدثين عندما عرفوا السنة جعلوا السيرة جزءا منها فقالوا إنها كل ما أثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة وكما ذكرنا عند الكلام عن كتب الحديث باعتبارها من مصادر السيرة لمسنا ما تكونه مادة السيرة من أجزاء في كتب الحديث وكشأن العلوم الإسلامية المختلفة التي أخذت تنفرد بالتخصص في جوانب معينة فقد أخذ بعض العلماء وهم أصلا محدثون في إفراد السيرة باهتمام خاص وكتب خاصة ولعل أوائل أبرز من اهتموا بالكتابة في السيرة عموما في القرن الأول الهجري عبد الله بن عباس المتوفى سنة 78 هجرية سعيد بن سعد بن عبادة الخزرجي المولود في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو والد شرحبيل بن سعيد وسهل بن أبي حثمة المدني الأنصاري المولود سنة ثلاث من الهجرة والمتوفى في عهد معاوية رضي الله عنه انتهى الوجه الأول الوجه الثاني يبدأ حالا خمسة كتب المغازي والسير مما لا شك فيه أن معظم أصل مادة كتب المغازي والسير هي مرويات مبثوثة في كتب السنة حتى إن المحدثين عندما عرفوا السنة جعلوا السيرة جزءا منها فقالوا إنها كل ما أثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة وكما ذكرنا عند الكلام عن كتب الحديث باعتبارها من مصادر السيرة لمسنا ما تكونه مادة السيرة من أجزاء في كتب الحديث وكشأن العلوم الإسلامية المختلفة التي أخذت تنفرد بالتخصص في جوانب معينة فقد أخذ بعض العلماء وهم أصلا محدثون في إفراد السيرة باهتمام خاص وكتب خاصة ولعل أوائل أبرز من اهتموا بالكتبة في السيرة عموما في القرن الأول الهجري عبد الله بن عباس المتوفى سنة 78 وسعيد بن سعد بن عبادة الخزرجي المولود في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو والد شرحبيل بن سعيد وسهل بن أبي حثمة المدني الأنصاري المولود سنة ثلاث من الهجرة والمتوفى في عهد معاوية رضي الله عنه وعروة بن الزبير بن العوام المتوفى سنة 92 أو 94 هجرية وسعيد بن المسيب المخزومي المتوفى سنة 94 للهجرة وأبان بن عثمان بن عفان توفي ما بين سنة 86 وسنة 500 للهجرة وأبو فضالة عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري توفي سنة 97 هجرية وفي القرن الثاني الهجري برز القاسم بن محمد بن أبي بكر من الصديق توفي سنة 77 للهجرة ووهب بن منبه توفي سنة 14 ومئة للهجرة وشرحبير بن سعيد توفي سنة 123 للهجرة وأبو روح يزيد بن رومان الأسدي توفي سنة 30 ومئة هجرية وأبو الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل الأسدي ويتيم عروة توفي سنة 31 ومئة هجرية وعبد الله بن أبي بكر بن حزم توفي سنة 30 ومئة إلى سنة 35 ومئة هجرية وموسى بن عقبة توفي سنة 41 ومئة هجرية ومحمد بن إسحاق بن يسار المطلبي المدني توفي سنة 51 ومئة هجرية ويونس بن يزيد الأيلي توفي سنة 52 ومئة هجرية ومعمر بن راشد البصري توفي سنة 54 ومئة هجرية وأبو معشر السندي توفي بعد سنة 70 ومئة هجرية وأبو إسحاق الفزاري توفي سنة 86 ومئة هجرية والوليد بن مسلم الدمشقي توفي سنة 95 ومئة هجرية وبرز في القرن الثالث الهجري محمد بن عمر الواقدي توفي سنة 77 ومئتين هجرية وعبد الرزاق بن همام الصنعاني توفي سنة 11 ومئتين هجرية وسعيد بن المغيرة بن الصياد المصيصي توفي سنة 20 ومئتين هجرية وأحمد بن محمد الوراق توفي سنة 28 ومئتين هجرية ومحمد بن سعد بن مانيع الزهري توفي سنة 30 ومئتين هجرية ومحمد بن عائد القرشي سنة 24 ومئتين وسليمان بن طرخان التيمي سنة 45 ومئتين وهشام بن عمار سنة 45 ومئتين وسعيد بن يحيى الأموي 49 ومئتين وعمر بن شبه بن عبيد 62 ومئتين لقد خسم بعض المؤرخين هؤلاء المؤلفين في السيرة إلى طبقات أولى وثانية وثالثة ورابعة فأشهر رجال الطبقة الأولى أبان وعروه وشرحبيل وابن منبه ولم تصلنا كتبهم بل وصلنا كثير من مروياتهم في السيرة مبثوثة في بطون كتب اللاحقين من أهل المصنفات الكبيرة في الحديث والتفسير والسيرة وعثر المستشرق بيكر على قطعة من كتاب المغازي لوهب بين أوراق بردي شتارين هارت المحفوظة الآن بمدينة هيدلبرغ الألمانية برواية عبد المنعم ابن بنت وهب وهو عند المحدثين من الكذابين وقام الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الأعظمي بجمع مرويات عروة في السيرة برواية أبي الأسود ونشرها في كتاب بعنوان مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم لعروة ابن الزبير برواية أبي الأسود يتيم عروة ومن أشهر رجال الطبقة الثانية عبد الله بن أبي بكر وعاصم والزهري وكذلك لم تصلنا كتبهم بل وصلتنا كثير من مروياتهم في كتب اللاحقين وقد قام الدكتور سهيل زكار بجمع مرويات الزهري من بطون الكتب ونشرها في كتاب تحت عنوان المغازي النبوية ومن أشهر رجال الطبقة الثالثة ابن عقبة وابن راشد وابن إسحاق وثلاثتهم من تلاميذ الزهري والفزاري والوليد والواقدي وعبد الرزاق والمصيصي وابن سعد والوراق وابن عائد وابن أبي شيبة وابن طرخان وابن عمار والأموي وقد وصلتنا أجزاء من كتب معظم رجال هذه الطبقة وقد وصلتنا أجزاء من مغازي بن عقبة وهو القطع التي وجدها إدوارد سخاو ونشرها مع ترجمة ألمانية له سنة أربع وتسعمائة وألف ميلادية وأجزاء من سيرة بن إسحاق أهمها الجزء المشهور بسيرة بن هشام ثم الجزء المسمى السير والمغازي وقد صدرت طبعة منه بتحقيق الدكتور محمد حميد الله الحيدر آبادي وأخرى بتحقيق الدكتور سهيل زكار وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للفزاري حيث وجد منها جزءان بمكتبة جامعة القرويين بالمغرب وسينشرها إن شاء الله الدكتور فاروق حمادة ومغازي الواقدي وهو كتاب مطبوع في ثلاث مجلدات بتحقيق المستشرق مارس دين جونز ووصلنا كتاب السيرة لعبد الرزاق ضمن مؤلفه المشهور المصنف وهو مطبوع متداول ووصلنا كتاب ابن سعد المعروف بالطبقات الكبرى وطبع في سبعة مجلدات المجلد الأول والثاني في السيرة النبوية ومعظم مروياته في السيرة عن طريق شيخيه الواقدي فقد نقل عنه في ثلاثة وأربعين ومئة موضع ووصلنا كتاب ابن عائذ ولكنه ما زال مخطوطا بالمتحف البريطاني بلندن ووصلنا كتاب ابن أبي شيبة المعروف بتاريخ ابن أبي شيبة وهو مخطوط ومنه نسخة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ويلاحظ أن من قسم مؤرخ السيرة إلى هذه الطبقات أهمل ذكر أسماء كثيرة ممن ذكرنا ولم يضعها في مكانها المناسب من الطبقات يتفاوت حجم المادة في السيرة بين مؤلف وآخر كما ستراه واضحا من خلال المستشهد به في هذا الكتاب ومن خلال نظرتك للمطبوع والمخطوط والمتناثر في بطون الكتب فنجد مثلا مادة غزيرة في السيرة عند ابن إسحاق والواقدي وابن سعد والفزاري وعروه ابن الزبير والزهري وابن أبي شيبة وابن عقبة والأموي بينما نجد مادة أقل نسبيا عند الوليد وابن طرخان وابن عائث وابن عمار ولم يكن كل هؤلاء المصنفين في السيرة على درجة واحدة من حيث توثيق علماء الجرح والتعديل فبينما نجدهم يعدلون بعضهم ويضعونهم في طبقات الثقات نجدهم يجرحون بعضهم ويضعونهم في طبقات المدلسين أو الضعفاء أو المتركين والقائمة الآتية توضح لنا مكانة مشاهير هؤلاء المؤرخين في السيرة عند كبار أهل الجرح والتعديل وكيفية وصول مروياتهم في السيرة النبوية إلينا سنذكر العلم وتاريخ وفاته بالتقويم الهجري ثم كيفية وصول مروياته إلينا ثم تقويمه من كتاب تقريب التهذيب لابن حجر وإذ ذكرنا غيره أشرنا إلى ذلك واحد سهل بن أبي حثمة ولد سنة ثلاث للهجرة وتوفي في عهد معاوية بين سنة إحدى وأربعين إلى سنة ستين هجرية بقيت من كتابه في المغازي نصوص عديدة لدى البلاذوي في أنساب الأشراف وابن سعد في الطبقات والطبري في تاريخه والواقدي صحابي صغير انظر تقريب التهذيب لابن حجر اثنان سعيد بن سعد بن عبادة الخزرجي توفي لم تذكر سنة وفاته بقيت من كتابه في المغازي نصوص محدودة في مسند الإمام أحمد بن حنبل وتاريخ الطبري ومسند أبي عوانة صحابي صغير انظر تقريب التهذيب لابن حجر عبد الله بن عباس توفي سنة ثمان وسبعين للهجرة مروياته مبثوثة في كتب الحديث والتفسير والسير المطبوعة والمخطوطة صحابي والصحابة كلهم عدول بتعديل الله ورسوله أربعة عروة بن الزبي توفي سنة أربع وتسعين هجرية روت عنه الكتب الستة وغيرها مثل كتب ابن إسحاق وابن سيد الناس وابن كثير وابن حجر وابن عبد البر إلى آخره ثقة فقيه مشهور في الصفحة التاسعة والثمانين بعد الثلاثمائة من التقريب خمسة سعيد بن المسيب المخزومي توفي سنة أربع وتسعين هجرية من شيوخ الزهري كتب شيئا عن حياة الرسول صلى الله عليه وسلم والفتوح رواه عنه الطبري في تاريخه أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار تابعي في الصفحة الواحدة والأربعين بعد المائتين من التقريب ستة أبو فضالة عبد الله بن كعب بن مالك توفي سنة سبع وتسعين هجرية روى عنه ابن إسحاق في كتبه والطبري في تاريخه ثقة في الصفحة التاسعة عشر بعد الثلاثمائة من التقريب سبعة أبان بن عثمان بن عفان توفي بين سنة إحدى ومئة وسنة خمس ومئة للهجرة روى عنه الإمام مالك بن أنس في الموطأ وابن سعد في الطبقات والطبري في تاريخه واليعقوبي في تاريخه ثقة في الصفحة السابعة والثمانين من التقريب ثمانية عامر بن شراحيل الشعبي توفي سنة ثلاث ومئة هجرية روى عنه أبو إسحاق السبيعي وسعيد بن مسروق الثوري والأعمش وقتاده ومجالد بن سعيد وخلق كثير محدث ثقة مشهور فقيه فاضل في الصفحة السابعة والثمانين بعد المائتين من التقريب تسعة القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق توفي سنة سبع ومئة هجرية حفظ لنا الطبري في تاريخه العديد من مروياته ونجد بعضها عند البلاذري في أنسابه والواقدي في مغازيه ثقة في الصفحة التاسعة عشر بعد ثلاثمائة من التقريب عشرة وهب بن منبه توفي سنة أربع عشرة ومئة هجرية وجدت قطعة مخطوطة من مغازيه بمدينة هيلدربرغ الألمانية وأخذ عنه ابن إسحاق وابن قتيبة والمسعودي والمقدسي والطبري والكسائي وثعلب ثقة في الصفحة الخامسة والثمانين بعد الخمسمائة من التقريب أحد عشر عاصم بن عمر ابن قتادة توفي سنة أشرين ومئة هجرية نقل لنا عنه ابن إسحاق والواقدي والطبري ونقل عنه ابن سعد خبرا واحدا عن سقوط عين قتادة على وجنتيه في معركة أحد ثقة في الصفحة السادسة والثمانين بعد المائتين اثنى عشر شرح بير بن سعيد بن سعد بن عبادة توفي سنة ثلاث وعشرين ومئة هجرية روى عنه يحيى بن سعيد الأنصري وابن إسحاق ومالك وغيرهم من أهل الحديث والمغازي مقبول في الصفحة الخامسة والستين بعد المائتين ووثقه آخرون كابن حبان وابن خزيمة ثالث عشر محمد بن مسلم الزهري توفي سنة أربع وعشرين ومئة هجرية مروياته في الكتب الستة وغيرها وممن اقتطف من سيرته الطبري في تاريخه متفق على إمامته وإتقانه وتوثيقه في الصفحة السادسة بعد الخمسمائة رابع عشر أبو إسحاق السبيعي توفي سنة سبع وعشرين ومئة هجرية روى عنه الجماعة وغيرهم أمثال الأعمش وشعبة والثوري وابن عيينة وإسرائيل بن أبي إسحاق حفيده وعبد الغفار بن القاسم وعبد الكريم بن دينار ونوح بن أبي مريم ويونس بن أبي إسحاق وهذه المرويات منثورة في كتب الحديث والسير لم يذكر له مؤلف ثقة مكثر عابد اختلط بآخرة في الصفحة الثالثة والعشرين بعد الأربع المئة خامس عشر يعقوب بن عطبة بن المغيرة المدني توفي سنة ثمان وعشرين ومئة هجرية روى عنه ابنه محمد ومحمد بن إسحاق وإبراهيم بن سعد وغيرهم ثقة في الصفحة الثامنة بعد الستمئة سادس عشر أبو روح يزيد بن رومان الأسدي المدني توفي سنة ثلاثين ومئة هجرية اقتبس من كتابه في المغازي الواقدي وابن سعد والطبري في كتبهم المعروفة ثقة في الصفحة الواحدة بعد الستمئة سابع عشر أبو الأسود المدني محمد بن عبد الرحمن بن نوفل توفي سنة إحدى وثلاثين ومئة أو سبع وثلاثين ومئة هجرية روت عنه الكتب الستة وغيرها نقل عنه ابن سعد والطبري والبلاذري وابن حجر وابن كثير وابن القيم وابن سيد الناس وغيرهم ولابن حجر في الإصابة ثمان واربعون قطعة من كتابه في المغازي والسير ثقة في الصفحة الواحدة بعد الستمئة ثامن عشر عبد الله بن حزم توفي بين سنتي ثلاثين ومئة وخمس وثلاثين ومئة هجرية توجد مروياته في أغلب كتب الحديث مثل مسند الإمام أحمد ونقل عنه ابن إسحاق والواقدي والطبري وابن كثير ثقة في الصفحة السابعة والتسعين بعد المائتين تاسع عشر داود بن الحصين الأموي توفي سنة خمس وثلاثين ومئة هجرية روى عنه مالك وابن إسحاق وغيرهما ثقة إلا في أكرمة في الصفحة الثامنة والتسعين بعد المئة عشرون موسى بن عقبة توفي سنة أربعين ومئة أو سنة إحدى وأربعين ومئة هجرية مروياته في الكتب الستة وغيرها ونقل عنه ابن سعد والطبري وابن حجر وابن كثير والعصفري والزرقاني ونشر قطعة منه إدوارد سخاو سنة أربعين وتسعمائة وألف ميلادية بعنوان المنتقى من مغازي موسى بن عقبة عن مخطوطة وجدها ببرلين وتوجد قطعة منه ضمن أمال بن الصاعد كما ذكر الدكتور الأعظمي في دراسات وجمع الدكتور العمري كثيرا من مروياته ونشرها في بحث بمجلة كلية الدراسات الإسلامية ببغداد في العدد الأول عام سبعة وثمانين وثلاثمائة وألف بعد الهجرة ثقة في الصفحة الثانية والخمسين بعد الخمسمائة واحد وعشرون سليمان بن طرخان التيمي توفي سنة ثلاث واربعين ومئة هجرية كتب كتاب السيرة الصحيحة وفقدت إلا سبع وسبعين صفحة منها نشرها المستشرق فون كريمر في ختام كتاب المغازي للواقدي الذي طبع بكالكوتة عام ستة وخمسين وثمانمائة وألف ميلادية وتوجد مروياته في الكتب الستة وغيرها برواية ابنه معتمر وعند الإشبيلي الذي توفي سنة خمس وسبعين وخمسمائة هجرية والسهيلي في الروض الأنف وابن حجر في مؤلفاته المختلفة ثقة عابد في الصفحة الثانية والخمسين بعد المائتين اثنان وعشرون محمد بن إسحاق توفي سنة خمسين ومئة أو إحدى وخمسين ومئة هجرية نشرت قطعة من مروياته بتهذيب ابن هشام وهي المشهورة بسيرة ابن هشام برواية البكائي ونشر الدكتور سهيل زكار ومحمد حميد الله قطعة منها برواية يونس بن بيكير وأخرى برواية محمد بن سلمة وسينشر إن شاء الله عن طريق محمد حميد الله قطعة أخرى ومنها مقتبسات منثورة في كتب الحديث والتاريخ والأدب صدوق يدلس فإذا صرح بالتحديث وإسناده متصل ورواته ثقات فإذا صرح بالتحديث وإسناده متصل ورواته ثقات فحديثه حسن لذاته نعيد صدوق يدلس فإذا صرح بالتحديث وإسناده متصل ورواته ثقات فحديثه حسن لذاته ثلاثة وعشرون يونس بن يزيد الأيلي توفي سنة اثنتين وخمسين ومئة من رواة علم الزهري روى له الجماعة وغيرهم ثقة إلا أن في روايته عن الزهري وهما قليلا وفي غيره خطأ في الصفحة الرابعة عشرة بعد الستمئة الرابع والعشرون معمر بن راشد توفي سنة خمسين ومئة إلى سنة ثلاث وخمسين ومئة هجرية اقتبس منها أهل الحديث والمغازي والتاريخ أمثال الواقدي والبلاذري وابن سعد والطبري توجد نسخة من مغازيه بالمعهد الشرقي بشيكاغو نشرته نبيها عبود وما تزال قطعة منه مخطوطة في إسلامبول والرباط ودمشق ثقة ثبت فاضل بل ثقة ثبت فاضل في الصفحة الواحدة والأربعين والخمسمائة الخامس والعشرون أبو محمد عبد الرحمن بن عبد العزيز الحنيفي توفي سنة اثنتين وستين ومئة هجرية روى عنه فليح بن سليمان وسعيد بن أبي مريم والقعنبي والواقدي صدوق يخطئ في الصفحة الخامسة والأربعين بعد الثلاثمائة ووثقه آخرون ستة وعشرون محمد بن صالح ابن دينار توفي سنة ثمان وستين ومئة روى عنه في السيرة الواقدي والدراوردي وغيرهما صدوق يخطئ في الصفحة الرابعة والثمانين بعد الأربع مئة ووثقه أحمد وابن حبن سبعة وعشرون عبد الله بن جعفر المخرمي المدني توفي سنة سبعين ومئة وردت له مرويات في السيرة عن كثير من أهل الحديث والمغازي ليس به بأس ووثقه أحمد والعجلي في الصفحة الثامنة والتسعين بعد المئتين ثمانية وعشرون أبو معشر السندي توفي سنة سبعين ومئة اقتبس منه الواقدي وابن سعد والطبري وابن حجر احتج بتاريخه الأئمة ولكنهم ضعفوه في الحديث ضعفه ابن معين والنسائي ووثقه أحمد التقريب الصفحة التاسعة والخمسون والخمسمائة تذكرة الحفاظ الجزء الأول الصفحة الخامسة والثلاثون بعد المئتين تسعة وعشرون عبد الملك أبو بكر ابن محمد بن عمر بن حزم المدني توفي سنة ست وسبعين ومئة او سبعة وسبعين ومئة روى عنه ابن إسحاق وابن وهب وشريح بن النعمان والجوهري وعبد الله بن صالح العجلي ثقة كما في التهذيب في الجزء السادس الصفحة السابعة والثمانين بعد الثلاثمائة والثامنة والثمانين بعد الثلاثمائة ثلاثون علي بن مجاهد ابن مسلم القاضي الكابلي توفي بعد سنة اثنتين وثمانين ومئة له مرويات في بعض الكتب الحديث فهو من شيوخ الامام احمد ومن رجال الترمذي متروك ليس في شيوخ احمد اضعف منه ثقة عند الترمذي عندما يروي عن ثعلبه عن الزهري انظر التهذيب في الجزء السابع الصفحة السابعة والثمانين بعد الثلاثمائة الواحد والثلاثون زياد البكائي توفي سنة ثلاث وثمانين ومئة من رواة سيرة بن إسحاق وروى عنه جماعة منهم الامام احمد واحمد بن عبده الضبي أبو غسان النهدي وإسماعيل بن توبة وسهل بن عثمان ويوسف بن حماد وعمر بن زرارة وابن هشام صاحب السيرة صدوق ثبت في المغازي أو ثبت في المغازي التهذيب الجزء الثالث الصفحة الخامسة والسبعون بعد الثلاثمائة الثاني والثلاثون أبو إسحاق الفزاري إبراهيم بن محمد بن الحارث توفي سنة ست وثمانين ومئة اقتبس من سيرته الإشبيلي في الفهرست ومنها جزآن مخطوطان بالقرويين سيخرجهما إلى النور أحد الباحثين قريبا إن شاء الله ثقة في صفحة الثانية والتسعين الثالث والثلاثون سلمة ابن الفضل الأبرش الأنصاري توفي سنة إحدى وتسعين ومئة هجرية من رواة سيرة بن إسحاق روى عنه الطبري كثيرا له كتاب في السيرة لم يصلنا بعد صدوق كثير الخطأ ضعيف عند المحدثين وثقه ابن معين في المغازي وابن حبان التهذيب الجزء الرابع الصفحة الثالثة والخمسون والمئة والرابعة والخمسون والمئة الرابع والثلاثون يحيى بن سعيد الأموي توفي سنة أربع وتسعين ومئة ذكر حاجي خليفة في كشف الظنون أنه ممن صنفوا في المغازي روى عنه ابنه سعيد وأحمد وإسحاق وابن معين صدوق يغرب وثقه ابن سعد وابن معين التقريب في الصفحة التسعين بعد الخمسمائة التهذيب في الجزء الحادي عشر في الصفحة الثالثة عشر بعد المائتين والرابعة عشر بعد المائتين الخامس والثلاثون الوليد ابن مسلم الدمشقي توفي سنة خمس وتسعين ومئة أو ست وتسعين ومئة هجرية روى مغازيه ابن خير الإشبيلي في الفهرست ثقة ولكنه كثير التدليس في الصفحة الرابعة والثمانين بعد الخمسمائة يونس بن بكير هذا هو رقم ستة وثلاثون يونس بن بكير توفي سنة تسعين وتسعين ومئة هجرية من رواة سيرة ابن إسحاق وله ذيل عليها روى عنه ابنه عبد الله وابن معين وأبو بكر ابن أبي شيبة وغيرهم صدوق يخطئ انظروا التهذيب في الجزء الحادي عشر في الصفحة الخامسة والثلاثين بعد الأربعمائة السابع والثلاثون أبو حذيفة إسحاق بن بشر ابن محمد البخاري توفي سنة ست ومئتين هجرية ذكر ابن النديم أن له كتاب المبتدأ وصل منه إلينا قسما الرابع والخامس عن السيرة بالمكتبة الظاهرية مجموع واحد وسبعين الأوراق من مئة وخمسين إلى مئة وثلاث وستين انظر تاريخ التراث العربي لفؤاد سيزكين المجلد الأول الجزء الثاني في الصفحة التاسعة والتسعين وهناك مقتبسات منه في الإصابة لابن حجر ضعيف في الحديث أي أبو حذيفة كذبه ابن المديني وابن حبان والدار قطني وابن حجر انظر لسان الميزان في الجزء الأول الصفحة العبيعة والخمسين بعد الثلاثمائة الثامن والثلاثون أبو العباس وهب بن جرير ابن حازم الأزدي توفي سنة ست ومئتين هجرية روى سيرة ابن إسحاق ورؤيت عنه بعض الأخبار في السيرة وأشهر من روى عنه ابن حنبل وعلي بن المديني ويحي بن معين وابن راهوي إلى آخره ثقة حافظ في الصفحة الخامسة والثمانين بعد الخمسمائة التاسع والثلاثون محمد بن عمر الواقدي توفي سنة سبع ومئتين هجرية طبع كتابه بتحقيق مارسدين جونز ونقل إلينا الطبري وابن سيد الناس وغيرهما طرفا من رماروياته الأخرى في السيرة متروك مع سعة علمه محمد بن عمر الواقدي في الصفحة الثامنة والتسعين بعد الأربعمائة الأربعون الهيثم بن عدي ابن عبد الرحمن الثعلي توفي سنة سبع ومئتين هجرية له كتاب التاريخ وغيره لم يصل من مروياته في السيرة سوى ما نقله عنه الطبري والبلاذري وابن قتيبة والمسعودي قال ابن حجر في اللسان في الجزء السادس الصفحة التاسعة بعد المئتين كذبه البخاري ويحيا وأبو داود والنسائي وقال كان إخباريا علامة الواحد والأربعون عبد الرزاق الصنعاني توفي سنة إحدى عشر ومئتين هجرية توجد مروياته في الكتب الستة وغيرها وقد طبع مصنفه وفيه السيرة ثقة حافظ في الصفحة الرابعة والخمسين بعد الثلاثمائة الثاني والأربعون ابن هشام عبد الملك ابن هشام ابن أيوب الحميري توفي سنة ثلاث عشر ومئتين بين سنة ثلاث عشر ومئتين وسنة ثماني عشر ومئتين هجرية لخص سيرة ابن إسحاق وله عليها زيادات قليلة وقد اشتهرت باسم سيرة ابن هشام قال السيوطي وثقه القفطي انباه الرواه أو انباه الرواه في الجزء الثاني الصفحة الثانية الحادية عشر بعد المئتين وثقه أبو سعد ابن يونس بغية الوعاه في الصفحة الخمسة عشر بعد الثلاثمائة وغيرها الثالث والأربعون سعيد بن المغيرة المصيصي توفي سنة مئتين وعشرين وجدت له مرويات في سنن النسائي ثقة في الصفحة الواحدة والأربعين بعد المئتين الرابع والأربعون الأزرقي أبو الوليد محمد بن عبد الله توفي سنة ثلاث وعشرين ومئتين هجرية تناول سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم في كتابه المطبوع أخبار مكة الخامس والأربعون علي بن محمد المدائني توفي سنة خمس وعشرين ومئتين له مؤلف في السيرة انظر ترجمته في لسان الميزان للعسقلاني تناول موضوعات من السيرة أفردها في مصنف تناولت جوانب اقتصادية واجتماعية ضعفه بن عدي والعسقلاني في الحديث ورد في ترجمته ما يدل على صدقه في الأخبار السادس والأربعون صالح بن إسحاق الجرمي النحوي توفي سنة خمس وعشرين ومئتين هجرية له كتاب في السيرة والأخبار عجيب كما ذكر الخطيب في تاريخ بغداد في الجزء التاسع صفحة الرابعة عشر بعد ثلاثمائة روى عنه أحمد بن ملاعب المخرمي وأبو خليفة الجمحي وغيرهما الخطيب الجزء التاسع صفحة الرابعة عشر بعد ثلاثمائة ذكر الخطيب أنه كان جليلا في الحديث والأخبار السابع والأربعون أحمد بن محمد الوراق توفي سنة ثمانين وعشرين ومئتين في سنن أبي داود ومسند أبي يعلى ومصنف يعقوب بن أبي شيبة صدوق في الصفحة الثالثة والثمانين الثامن والأربعون محمد بن ساعد توفي سنة ثلاثين ومئتين هجرية نشر كتابه الطبقات في ثماني مجلدات الأول والثاني منها في السيرة وتأتي معلومات كثيرة في السيرة في ثناية راجم من ترجم لهم صدوق في الصفحة الثالثة والثمانين بعد الأربعمائة التاسع والأربعون محمد بن عائذ القرشي توفي سنة أربع وثلاثين ومئتين هجرية يوجد منها في سنن أبي داود والنسائي صدوق في الصفحة الثالثة والثمانين بعد الأربعمائة الخمسون عبد الله بن محمد بن علي بن نفيل الحراني توفي سنة أربع وثلاثين ومئتين له كتاب المغازي روى عنه أبو داود فأكثر والباقون سوى مسلم بواسطة الذهلي ثقة حافظ التقريب في الصفحة الواحدة والعشرين بعد الثلاثمائة التهذيب في الجزء السادس الصفحة السادسة عشرة والثامنة عشرة انتهى الشريط الأول من السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية وله بقيها على الشريط الثاني الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الثاني من كتاب السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية نتابع القراءة في القائمة المطولة لمشاهير المؤرخين في السيرة عند كبار أهل الجرح والتعديل وكيفية وصول مروياتهم في السيرة النبوية إلينا وصلنا إلى رقم 51 من هؤلاء الأعلام ابن أبي شيبة أبو بكر عبد الله بن محمد توفي سنة 35 ومائتين جاءت مروياته في الصحيحين وصنع أبي داود والنسائي وينسب له كتاب أوائر الإسلام الذي نقحه مؤلف آخر سنة 300 هجرية ومنه نسخة محفوظة في مكتبة برلين رقم 49 وتسعة آلاف كما قال الدكتور شاكر في الصفحة الثامنة بعد المائتين ثقة حافظ سبت في الصفحة الأشرين بعد الثلاثمائة الثاني والخمسون هنشام بن عمر توفي سنة 45 ومائتين هجرية توجد في صحيح البخاري وسنن أبي داود وسنن النسائي صدوق في الصفحة الثالثة والسبعين بعد الخمسمائة الثالث والخمسون سعيد بن راحية الأموي توفي سنة 49 ومائتين هجرية توجد في الكتب الستة أي مروياته ما عدا ابن ماجة ثقة ربما أخطأ في الصفحة الثانية والأربعين بعد المائتين الرابع والخمسون الزبير المذكر توفي سنة 56 ومائتين هجرية من كتبه ذات الصلة بالسيرة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهو مطبوع وصغير الحجم ثقة في الصفحة الرابعة عشر بعد المائتين الخامس والخمسون أحمد بن الحارث الخراز توفي سنة 58 ومائتين هجرية له كتاب في مغازي النبي صلى الله عليه وسلم عوسى رعيه وأزواجه الطاهرة السادس والخمسون عمر بن شبه توفي سنة 62 ومائتين هجرية روى السيرة العهد المدني في كتابه تاريخ المدينة المنورة وقد طبع بعناية الشيخ حبيب محمود أحمد وأخيرا بتحقيق الشيخ عبدالله دويش صدوق في الصفحة الثالثة عشر بعد الأربعمائة السابع والخمسون عبد الملك ابن محمد الرقاشي البصري توفي سنة 76 ومائتين هجرية له كتاب في المغازي روى عنه ابن ماجه والصنعاني وهو من أقرانه وابن خزيمة وابن جرير وآخرون صدوق يخطئ في الصفحة الخامسة والستين بعد الثلاثمائة الثامن والخمسون إسماعيل ابن جميع توفي سنة 77 ومائتين هجرية ذكر ابن النديم في الصفحة الثانية عشر بعد المئة أن له كتابا في أخبار النبي صلى الله عليه وزل وسلم ومغازيه وسرعياه لم أقف على تقويمه التاسع والخمسون ابن أبي خيثمة أبو بكر أحمد بن زهير ابن حرب توفي سنة 79 ومائتين من أهم كتبه التاريخ الكبير وهو من مصادر الطبري والذهبي والخطيب أورد السيرة بإيجاز وعلى ترتيب السنين بقيت منه قطعات مخطوطة بالقراويين كما ذكر الدكتور شاكر مصطفى في الصفحة الثالثة والعشرين بعد المائتين قال ابن أبي حاتن كان صدوقا الجرح والتعديل الجزء الأول المجلد الأول الصفحة الثانية والخمسون ووثقه الخطيب كما ذكر ابن حجر في اللسان في الجزء الأول الصفحة الرابعة والسبعين بعد المائة الستون أبو زرعة عبد الرحمن ابن عمر ابن عبد الله بن صفوان النصري الدمشقي توفي سنة 81 ومائتين هجرية أو سنة سنتين وثمانين ومائتين له كتاب في التاريخ ويتضمن سيرة النبي الكريم وتاريخ الخلفاء الراشدين ثقة حافظ مصنف الواحد والستون الثقفي إبراهيم بن محمد ابن سعيد ابن هلال توفي سنة 83 ومائتين له كتاب في السيرة كما ذكر الصفدي في الوافي في الجزء السابس الصفحة العشرين والمائة والتوصيل في الفهرست في الصفحة الثامنة والعشرين لم يذكر من ترجم له أسماء من أوصل علمه في السيرة إلينا لم نقف على توثيق له كان إخباريا من مشهور الإمامية وله تصانيف كثيرة الثاني والستون الحربي أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم ابن بشير توفي سنة 85 ومائتين هجرية له كتاب في السيرة كما جاء في ترجمته عند الخطيب في الجزء السادس في الصفحة الثامنة والعشرين إلى الأربعين روى عنه موسى بن هارون الحافظ ويحيى بن صعيد كما ذكر الخطيب والثقه الدار قطني كما ذكر الخطيب في الجزء السادس الصفحة الأربعين كان إماما في العلم ويقاس بابن حنبل في زهده وعلمه وورعه ملاحظة ولا يفوتنا أن نذكر هنا أن المحدثين أمثال البخاري ومسلم وبقية الجماعة والإمام أحمد والحاكم وغيرهم قد أسهموا بجهد وافر في التاريخ في السيرة من المراجع التي أفادتنا في وضع هذه القائمة ألف الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الأعظمي دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه والمغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم لعروه ابن زبير باء الأستاذ الدكتور فاروق حمادة مصادر السيرة النبوية وتقويمها جين الأستاذ الدكتور شاكر مصطفى التاريخ العربي والمؤرخون دال المستشرق هارفتش المغازي الأولى ومؤلفوها هاء أحمد أمين ضحى الإسلام الجزء الثاني الفصل السابع التاريخ والمؤرخون واو مارسدين جونز مقدمة تحقيقه لمغازي الواقدي زي كتب الحديث والتفسير والمغازي والتاريخ العام التي طالعناها هاء الأستاذ الدكتور أكرم ضياء العمري المجتمع المدني في عهد النبوة خصائصه طالعا الأستاذ الدكتور فؤاد سيزكين تاريخ التراث العربي المجلد الأول الجزء الثاني التدوين التاريخي على رغم من شهرة هؤلاء الذين ذكرناهم عند المحدثين وتوثيقهم لمعظمهم كما ترى إلا أنه لم يشتهر منهم عند بعض المؤرخين سوى العدد القليل وهم ابن إسحاق والواقدي وابن ساد وخاصة ابن إسحاق الذي تميز على غيره بأن اشتهرت سيرته بين عامة الناس وخاصتهم وقد علمت حكم علماء الرجال فيهم من حيث الحديث أما من حيث معرفتهم بالمغازي والسير فلم تنكر إمامتهم في هذا الميدان وحتى ما لحق بعضهم من تجريح في ميدان الحديث لم يكن مجمعا عليه بين علماء الرجال كما سترى بعد قليل ويرجع السبب في شهرة سيرة ابن إسحاق بين العامة إلى عدة أمور منها واحد اتباعه أسلوب التسلسل الزمني في إيراد الأحداث وقد استفاد في هذا من شيخي الزهري الذي صنف سيرته على الحوليات والأبواب وكان هذا التسلسل المنهجي مبتكرا في عصره اثنان كان يجمع كل ما يصله من مرويات عن الواقعة الواحدة ويسوقها مساقا واحدة دون الالتزام الصارم بتمييز رواية كل شخص على حدة وهو ما عابه عليه أهل الحديث وبذلك جعل السيرة قصة متكاملة شاملة فأضحت قريبة إلى قلب المستمع وأيسر للفهم والتلقين والحفظ لا سيما ندع طلاب العلم المبتدئين ثلاثة ساعة علم ابن إسحاق ومكانته العلمية في عصره وفصاحته في الإيراد أربعا أعطاها تهذيب ابن هشام بهاء وجلاء وفتح للعلماء باب الاهتمام بها فتناولوها بالدراسة والشرح والتعليق ووصل رواياتها المنقطعة وغير ذلك أما شهرة الواقدي وتلميذه ابن سعد عند المؤرخين المحدثين فيرجع إلى ذات الأسباب واحد واثنين وثلاثة أي التسلسل الزمني جمع كل ما يصل من مرويات عن الواقع الواحدة ساعة العلم والتي أدت إلى شهرة سيرة ابن إسحاق مع مراعاة تفوق ابن إسحاق في الفصاحة وقبوله لدى بعض المحدثين ولأهمية هؤلاء الأعلام الثلاثة في ميدان السيرة سوف نلقي بعض الضوء على مكانتهم العلمية ليقف بعض زملائنا المؤرخين والقراء على ذلك ابن إسحاق هو أبو بكر محمد بن إسحاق ابن يسار المطلبي كان ولائه لقيس بن مخرمة ابن المطالب ابن عبد مناف القرشي سبى خالد بن الوليد جده يسار من بلده عين التمر قرب الأنبار العراقية سنة 12 هجرية نشأ في المدينة المنورة وهتم بالجلوس إلى العلماء لحفظ الحديث فقد تتلمذ على القاسم بن محمد بن أبي بكر وأبان بن عثمان وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ونافع مولى عبد الله بن عمر وابن شهاب الزهري ورأى أنس بن مالك وسعيد بن المسيب وتنقل بين كثير من الأمصار الإسلامية المشرقية ولذا تفرد بأحاديث عن شيوخ من تلك الأمصار واختلف أهل الحديث في عدالته فقد وصفه الإمام مالك بن أنس بأنه دجال من الدجاجلة واتهمه هشام بن عروى بن زبير بالكذب لأنه كان يروي عن زوجته فاعطمه بنت المنذر بن زبير وكان هشام يمكن سماع ابن إسحاق عنها ويقول هو كان يدخل على امرأتي ورمي بالقدر والتشيع ولم يروي له الإمام مسلم في صحيحه إلا مقرونا بآخر أي روى له في المتابعة وكذلك لم يروي له الإمام البخاري في صحيحه إلا في المعلقات ووثقه جماعة منهم شعبة بن الحجاج إمام علم الرجال في عصره حيث قال عنه محمد بن إسحاق أمير المؤمنين يعني في الحديث وقال لو كان لي سلطان لأمرت ابن إسحاق على المحدثين وكان أصحاب الزهري يلجأون إليه فيما شكوا فيه من حديث الزهري ثقة منهم بحفظه ووثقه يحيى بن معين إذ قال عنه ابن إسحاق ثابة في الحديث وسئل عنه فقال قال عاصم بن عمر ابن قتادة لا يزال في الناس علم ما عاش محمد بن إسحاق وأثقه يحيى بن سعيد القطان وابن حمل واحتج هؤلاء الأئمة بحديثه وروى له أصحاب السنن والمسانيد والمستدركات وغيرهم وروى عنه الأئمة الكبار أمثال يحيى بن سعيد الأنصري شيخ الإمام مالك والسفيانان ومما قاله عنه سفيان بن عيينة ما أدركت أحدا يتهم ابن إسحاق في حديثه وروى عنه الحمادان حماد بن سلمة بن دينار حماد بن زيد بن درهم والثوري وشعبة وابن جريج وقال أبو زرع قد أجمع الكبراء من أهل العلم على الأخذ منه وقال عنه الذهبي حسن الحديث صالح صدوق ومن فرد به ففيه نكارة قد احتج به أئمة وذكره البخاري في تاريخه ووثقه ولم يذكره في كتاب الضعفة وقال ابن عبي فتشت أحاديثه الكثيرة فلم أجد ما تهيأ أن يقطع عليه بالضعف وربما أخطع واتهم في الشيء بعد الشيء كما يخطئ غيره وقال من وثقه من العلماء إن جريح لم تتوفر فيه شروط الجرح المقبول ولذا ردوا ذلك التجريح واعترفوا بمنزلة ابن إسحاق وثق ابن سيد الناس والخطيب البغدادي جميع الأقوال فيه تقريبا جرحا وتعديلا ثم فنداها وجنحا إلى توثيقه أما إمامته في المغازي والسير فقد اتفق عليها الجميع وخلاصة رأي المحدثين في حديثه أنه في مرتبة الحسن لذاته إذا صرح بالتحديث وروا بإثناد متصل رجاله ثقات وذلك لأنه من المدلسين أثر ابن هشام في سيرة ابن إسحاق جمع ابن هشام سيرة ابن إسحاق برواية البكائي ثم تعقب ابن إسحاق في بعض ما أورده بالتحرير والاختصار والنقد أو بذكر رواية أخرى فات ابن إسحاق ذكرها ويبدو لنا أثر ابن هشام جليا في سيرة ابن إسحاق عندما نقف على منهجه في نقلها إلينا إذ يقول وأنا إن شاء الله مبتلئ هذا الكتاب بذكر إسماعيل بن إبراهيم ومن ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يعرض من حديثهم وتارك ذكر غيرهم من ولد إسماعيل على هذه الجهة للاختصار إلى حديث سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتارك بعض ما يذكره ابن إسحاق في هذا الكتاب مما ليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ذكر ولا نزل فيه من القرآن من شيء وليس سببا من هذا الكتاب ولا تفسيرا له ولا شاهدا عليه لما ذكرت من الاختصار وأشعارا ذكرها لم أرى أحدا من أهل العلم بالشعر يعرفها وأشياء يشنع الحديث بها وبعض يسوء بعض الناس ذكره وبعض لم يقر لنا البكائي بروايته ومستقص إن شاء الله تعالى ما سوى ذلك بمبلغ رواية له والعلم به ولهذا العمل الذي قام به ابن شام كاد الناس ينسون مؤلفها الأول ابن إسحاق الواقدي هو محمد بن عمر بن واقد أبو عبد الله الواقدي المديني نزيل بغداد مولى عبد الله ابن بريدة الأسلمي ضعفه في الحديث أكثر النقاد من المحدثين الأوائل فقد قال عنه البخاري والرعزي والنسائي والدار قطني إنه متروك الحديث وأسقه الدراء وردي ويزيد بن هارون وأبو عبيد القاسم بن سلام وأبو بكر الصنعاني ومصعب الزبيري ومجهد بن موسى والمسيب وإبراهيم الحربي وأصبح المعول على رأي البخاري وجماعته ولها قال ابن حجر في التقريب متروك مع ساعة علمه ولم يخرج له من الجماعة سوى ابن ماجه وقد ساق ابن سيد الناس جميع الأقوال فيه تقريبا جرح وتعديل ودافع عنه وقوى من أمره وما أن أغلب العلماء يضاعفونه في الحديث إلا أن إمامته في المغازي والسير لا تنكر إن من أهم السمات التي تجعل الواقدية في منزلة خاصة بين أصحاب السير والمغازي تطبيقه المنهج العلمي الفني فقد كان يرتب التفاصيل المختلفة للحوادث بأسلوب منطقي لا يتبدل فهو مثلا يبدأ مغازيه بذكر قائمة طويلة من الرجال الذين نقل عنهم تلك الأخبار ثم يذكر المغازي واحدة واحدة مع تحديد لتاريخ الغزوة وغالبا ما يذكر تفاصيل جغرافية عن موقع الغزوة أو السرية ثم يذكر المغازي التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم وأسماء الذين استخلفهم على المدينة أثناء غزواته وأخيرا يذكر شعار المسلمين في القتال وإذا كان قد نزل كثير من الآيات القرآنية بمناسبة الغزوة أو السرية المعينة فإنه يفردها بمبحث خاص في نهاية الحادثة ويفسرها ابن سعد ومحمد ابن سعد ابن منيع الهاشمي مولاهم أبو عبد الله البصري المعروف بابن سعد وبكاتب الواقدي لكونه لازم شيخه الواقدي زمانا طويلا وكتب له وكاد ابن سعد يسلم من جرح النقاد لولا أن ابن معين انكذبه واخذ ذكر زياد منصور أقوال النقاد فيه وناقشها ومما قاله في مناقشته يتضح انفراد يحيى ابن معين في تكذيب ابن سعد ودفاع الخطيب البغدادي والسمعاني وابن تغري بردي يبعد عنه ذلك بالإضافة إلى أن الحصاظ عد ابن معين في طبقة المتشددين من بين طبقات النقاد فلا يقبل قوله إذا انفرد بالجرح وخالفه بقية النقاد وقال ويظهر من أقوال النقاد أنهم لم يلمزوه في عدالته بل عاب بعضهم عليه روايته عن الضعفاء واتضح ذلك في قول ابن الصلاح الذي توفي سنة ثلاثة عشر ومائتين هجرية وهو ثقة غير أنه كثير رواية في الطبقات عن الضعفاء ومنه الواقدي محمد بن عمر وممن وثقه أبو حاتم الرازي وهو من المتشددين أيضا والذهبي وابن حجر الذان عليهم التعويل في الموازنة والترجيح بين أقوال قدام النقاد والوصول إلى الأحكام المتجنة والأقوال المعتدلة كما لا تعتبر رواية ابن سعد عن الواقدي وغيره من الضعفاء سللا في الطعن عليه فقد شاركوا في هذا كبار الحصاظ ومن أثند فقد أحال وابن سعد يسوق روايات عن الضعفاء والثقات بالأسانيد ويبرأ من العهدة ولم يقل إن شرطه ذكر الروايات الصحيحة فلا حجة عليه في ذلك ستة المؤلفات في تاريخ الحرمين الشريفين أفرد بعض العلماء كتبا خاصا في تاريخ مكة والمدينة وما يتعلق بهما من أخبار وآثار قبل الإسلام وبعده ومن أهم الكتب المطبوعة في هذا تاريخ مكة لأبي الوليد محمد بن عبد الله الأزرقي توفي سنة 250 وقد قال بتحقيقه الشيخ رجد الصالح من الحسن أما الكتب غير المطبوعة في تاريخ الحرمين فمثل كتاب بن النجار أبي عبد الله البغدبي محمد بن محمود بن الحسن ابن هذة الله تاريخ مكة وما جاء فيها من الآثار أما كتابه الدرر الثمينة في أخبار المدينة فقد نشره محققا صالح محمد جمال بمكة عام 66 ألف ميلادية بعنوان أخبار مدينة الرسول وتاريخ مكة للفاكهي توفي سنة 80 و 200 هجرية وقد طبع ويستن فيلد زياداته على الأزرقي وله مخطوطة في بعض الخزائن تبع مصورا في بيروت سنة 64 و 900 و ألف وقد حققه عبد الملك بن دهيش عام 47 و 400 و ألف هجرية وتاريخ المدينة لابن زبالة توفي قبل سنة 200 هجرية وتاريخ المدينة لابن بكار توفي سنة 56 و 200 هجرية وتاريخ المدينة لعمر بن شبه توفي سنة 62 و 200 هجرية وقد طبعه الشيخ السيد حبيب محمود أحمد ناظر أوقاف المدينة المنورة بتحقيق فهين شلتوت سنة 99 و 300 و ألف هجرية الموافق لسنة 79 و 900 و ألف ميلادية وفيه مادة غزيرة في السيرة النبوية وشفاء الغرام بأخبار بلد الله الحرام لمحمد بن أحمد الفاسي توفي سنة 82 و 800 هجرية نزيل مكة وقد حققه في مجلدين الدكتور عمر عبد السلام تيد موري سنة 45 و 400 و ألف هجرية الموافق لسنة 85 و 200 و ألف ميلادية وله أيضا العقد السمين في تاريخ البلد الأمين ووفاء الوفا بأخبار دار المصطفى للسامهودي توفي سنة 22 و 200 هجرية وقد طبع أخيرا في ثلاث مجلدات بتحقيق محمد نحي الدين عبد المجيد وتثم الاستفادة من هذه المؤلفات بعد النظر في أسانيدها وتمييز صحيحها من سقيمها فيعتمد الصحيح ويحتج به في مسائل العقيدة والأحكام وما سوى ذلك مثل الخطط والأوصاف والآثار فلا ضير من الاستئناس به على ضعفه سبعة كتب التاريخ العام إن هذا الصنف من المؤلفات يتناول تاريخ الأمم والدول والأفراد بشكل عام من قبل الإسلام وبعده إلى زمان المؤلف وكثيرا ما تبدأ من بدء الخلق وهي كثيرة أهمها ألف تاريخ الأمم والرسل والملوك مكتوب هنا بالقلم الرصاص عزيز المستمع لم يتحقق كتابه بعد ربما يقصد الذي كتب لم يحقق لابن جرير الطبري المشهور بتاريخ الطبري والطبري محدث واسع الرواية وقد ضمن تاريخه قسما كبيرا من السيرة ولكنه يروي الصحيح والضعيف والواهي ولذا كان مرتعا خصبا لكثير من أهل الأهواء لتشويه الإسلام وتاريخه إذ يأخذون الواهي فيحتجون به ويحيلون القارئ إلى الطبري ولذا لا بد من النظر في أسانيده في ضوء منهج النقد الحديثي لأن جل الحفاظ الأقدمين ومنهم الطبري يرون في مصنفاتهم الروايات الضعيفة والواهية مع سكوتهم عليها في الغالب لأنهم يرون أنه متى أبرز الإسناد فقد برئوا من العهدة وأسندوا أمره إلى النظر في إسناده والطبري نفسه يقول في مقدمة تاريخه فما يكن في كتابي هذا من خبر ذكرناه عن بعض المعضين ممن يستنكره قارئه أو يستشنعه سامعه من أجل أنه لم يعرف له وجها في الصحة ولا معنى في الحقيقة فليعلم أنه لم يؤت في ذلك من قبلنا وإنما أتي من قبل بعضنا قنيه إلينا وأنه إنما أدينا ذلك على نحو ما أدي إلينا والطبري فيما منثقة باء تاريخ خليفة ابن خياط العصفري توفي سنة أربعين ومائتين هجرية أرتب ابن خياط كتابه على الحوليات سنة فسنة وبدأه بالكلام على كيفية بدء التاريخ الهجري ثم كتب عن السيرة فصلا قصيرا في نحو الخمسين صفحة اعتمد فيه بالدرجة الأولى على محمد بن إسحاق من رواية بكر بن سليمان ووهب بن جرير ابن حازم وشملت مادة ابن إسحاق عنده سائر الأحداث الهامة المتعلقة بالسيرة بإيجاز إذ اختصر روايات ابن إسحاق فأعطى هيكل السيرة دون تفصيل وبما أن العصفري كان من المحدثين ثقات الذين أخرج لهم البخاري في الصحيح وغيره فقد ظهر أثر ذلك في تاريخه وفي قسم السيرة منه كان يروي بأساميده عن شووخه وفيهم طائفة كبيرة من ثقات المحدثين وآئمتهم كابن عيينة ويزيد ابن زرية وغندر وإسماعيل ابن علية وفيه أساميد في غاية الصحة والثقة قال عنه ابن حجر في التهذيب صدوق ربما أغطأ إخباري جيم كتب أخرى ومن كتب التاريخ العام الأخرى الهامة كتاب البدء والتاريخ لابن طاهر المقدسي توفي سنة 55 و300 هجرية وكتاب فتوح البلدان لأحمد بن يحيا البلاذري توفي سنة 79 و200 هجرية وله كثير من الأسانيد الصحيحة وتميز بنقل عدد من نصوص العهود والمعاهدات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتبها للمعاهدين وكتاب تاريخ اليعقوبي لأحمد بن جعفر بن وهب توفي سنة 92 و200 هجرية وقد أهمل الإسناد واهتم بإيراد نماذج من خطب الرسول صلى الله عليه وسلم وكتب أبي الحسن علي بن الحسين المسعودي توفي سنة 46 و300 هجرية مثل مروج الذهب والتنبيه والإشراف وفيها يسوق الأحداث المختصرة وبدون إسناد وربما يعظوا إلى من نقل عنهم أنثال الواقدي وأبي عبيدة معمر بن المثنى وأبي عبيد القاسم بن سلام وكتاب تاريخ دمشق الكبير لأبي القاسم علي بن الحسن بن عساكر توفي سنة 71 و500 هجرية حافظ عصره وفي قسم السيرة منه ينقل رواياته بالأسانيد وفي أحاين كثيرة يقوم أسانيده وكتاب المحبر لابن حبيب البغدادي توفي سنة 45 و200 ولكنه لم يهتم بالإسناد والمعرفة والتاريخ للفسوي أبي يوسف يعقوب بن سفيان توفي سنة 27 و200 هجرية وعيون الأخبار والمعارف لابن قتيبة الديناوري توفي سنة 70 و200 هجرية والأخبار الطوال للديناوري أحمد بن داود توفي سنة 82 و200 هجرية وتاريخ الإسلام للحافظ الذهبي توفي سنة 48 و700 هجرية والبداية والنهاية للحافظ ابن كثير توفي سنة 74 و700 هجرية وهذه الكتب تروي الصحيحة والحسنة والضعيفة بأنواعه فلا تعتمد رواياتها إلا بعد النظر في أسانيدها ثمانية كتب الأدب اهتم المؤلفون الأقدمون بالشعر المتعلق بالأحداث على رأسهم ابن إسحاق وابن هشان وتابعهم في هذا الأئمة بمن فيهم أمثال البخاري ومسلم إلا أنهم ساقوا الشعر للاستشهاد وينبلي الاستيثاق من نسبته إلى قائله ومن بين أهم كتب النفر التي تضمنت نصوصا نبوية كتب الجاحظ توفي سنة 55 و200 هجرية مثل البيان والتبيين والحيوان وبعض هذه النصوص صحيح وبعضها مكذوب وكتب عبد الله بن مسلم ابن قتيبة توفي سنة 76 و200 هجرية مثل المعارف والشعر والشعراء وقد كان محدثا كبيرا ومن علماء القرآن والتفسير وأديبا عظيمة وقد عاصر أصحاب الكتب الستة واشترك معهم في عديد من الشيوخ وكتاب الكامل في اللغة والأدب لمحمد بن يزيد المعروف بالمبرد وكتاب أبي بكر محمد بن القاسم بن الأنباري توفي سنة 17 و300 هجرية مثل كتابه الوقف والابتداء والأضداد وأهم كتب الأدب الأغاني لأبي الفرج علي بن حسين بن محمد القراشية الأصفهاني توفي سنة 56 و300 هجرية والعقد الفريد لأبي عمر شهاب الدين أحمد بن محمد ابن عبدربه ابن حبيب القرطبي توفي سنة 27 و300 هجرية وفي كتاب الأغاني يسوق أبو الفرج الأخبار بالإسناد في غالب الأحوال فاطمأن كثير من الباحثين إلى رواياته دون النظر في تقويمها ولذا كان مرتعا خصبا لأهل الأهواء من المستشرقين ومن تأثر بهم من أبناء المسلمين أو من جهل المنهج العلمي لتقويم المصادر لقد أعدت دراسات معتبرة حول كتاب الأغاني ومؤلفه نبهت إلى خطورة الثقة بهما ومن أبرز هذه الدراسات واحد جولة في آفاق الأغاني بقلم الأستاذ نذير محمد مكتبي البصائر الصفحة العاشرة من الصفحة السابعة إلى الصفحة التاسعة بعد المئة اثنان دراسة الدكتور داود سنلوم في شخصية أبو الفرج الأدبية والفكرية من خلال كتابه وفيه دراسة لمصادره وأساميده ونصوص رواياته وأخباره ثلاثة دراسة شوكي أبي خليل في كتابه هارون الرشيد الفصل الذي عنوانه من شوه سيرة الرشيد في الصفحات من الثالثة والعشرين والمئة إلى الثالثة والثلاثين والمئة أربع الدكتور زكي مبارك النصر الفني في القرن الرابع الهجري في الصفحات من الثانية والثمانين والمئتين إلى التسعين بعد المئتين فقد تناول جانبا من شخصية أبو الفرج وأبدى رأيه في خلقه الشخصي وفي كتابه من حيث هدف مؤلفه ونبه إلى فكرة خاطئة ويقتران العبقرية بالنزق والطيش والخروج على ما ألفت الجماهير من رعاية العرف والدين ونبه إلى أن الخطر كل الخطر أي طمئن الباحثون إلى أن لرواية الأغاني قيمة تاريخية وأن يبنوا على أساسها ما يشاءون من حقائق التاريخ لقد نقل ابن كثير رأي ابن الجوزي فيه وهو ومثله لا يوثق به فإنه يصرخ في كتبه بما يوجب العشق ويهون شرب الخمر وربما حكى ذلك عن نفسه ومن تأمل كتابه رأى فيه كل قبيح ومنكر وقد روى الحديث عن محمد بن عبد الله بن بطيت وخلق وروا عنه الدار قطني وغيره أما العقد الفريد ففيه ثوائد عن السيرة ينبغي أن تنحص كسائر كتب الأدب التي تجري على منواله كلمة أخيرة عن المصادر إن من أنف في السيرة النبوية بعد هؤلاء الذين ذكرنا قد اعتمد عليهم اعتمادا كبيرا في تأليفه وعلى الباحث والمؤلف الحديث أن ينظر في أسانيدهم ويمحصها فيحتج بالصحيح منها ويستأنس بالضعيف فيما لا يتعلق بالعقيدة والأحكام ويدع ألواه وينبه إلى كل ذلك ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه وتقويمنا لكل ما ألف في عصرنا هذا والعصول التي سبقت يعتمد على النظر في أسانيدهم ومن ثم تقويمها فالمؤلفات التي تبين درجة مروياتها وتعتمد الصحيح وتحتج به فهي الجديرة عندنا بالاهتمام الوجه الثاني يبدأ حالا كلمة أخيرة عن المصادر إن من ألف في السيرة النبوية بعد هؤلاء الذين ذكرنا قد اعتمد عليه معتمادا كبيرا في تأليفه وعلى الباحث والمؤلف الحديث أن ينظر في أسانيدهم ويمحصها فيحتج بالصحيح منها ويستأنس بالضعيف فيما لا يتعلق بالعقيدة والأحكام ويدع الواهي وينبه إلى كل ذلك ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه وتقويمنا لكل ما ألف في عصرنا هذا والعصور التي سبقته يعتمد على النظر في أسانيدهم ومن ثم تقويمها فالمؤلفات التي تبين درجة مروياتها وتعتمد الصحيحة وتحتج به فهي الجديرة عندنا بالاهتمام وما دامت نادة السيرة النبوية أي موجودة في المصادر المحترمة التي أشرنا إليها غزيرة جدا وصحيحة فينبغي الاعتماد عليها إذ لا توجد ضرورة للاعتماد على الروايات الضعيفة مع وجود الروايات الصحيحة وفي الصفحات التالية سوف نتناول باختصار جوانب من تاريخ الجزيرة العربية قبل الإسلام لمعرفة البيئة التي ظهر فيها الإسلام ونشأ فيها الرسول محمد صلى الله عليه وسلم الجزيرة العربية قبل الإسلام عنوان نشأة مكة هجر إبراهيم عليه السلام من العراق إلى الشام ثم من الشام إلى مصر وكان يحمل معه في طرحاله هذا رسالة التوحيد وكانت ترافقه زوجته سارة وكانت امرأة جميلة وكان من عادة ملك نصر أن يستأثر لنفسه بكل امرأة جميلة وشاء الله أن يصرفه عن سارة وتنقلب منه بجارية لتخدمها وهي هاجر أم إسماعيل عليه السلام ولما كانت سارة عقيما وعطانا إبراهيم عليه السلام في السن وبيض شعره رأت أن تهب له الجارية هاجر ليتزوجها لعل الله يرزقه منها ذبية صالحة وشاء الله أن تلد له هاجر ابنها الأول فسماه إسماعيل واشتدت الغيرة بسارة عندما ولدت هاجر إسماعيل فحلفت لتقطعن منها ثلاثة أعضاء فاتخذت هاجر منطقا له ذيل فشدت به وسطها وهربت مع زوجها وهي تجر ذيلها لتخفي أثرها عن سارة ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترضعه حتى وضعهما عند مكان البيت الحرم عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء وعضى عندها جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء ثم قفل راجع فتبعته هاجر فقالت يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه أنيس ولا شيء فقالت له ذلك مرارا وهو لا يلتفت إليها فقالت له الله الذي أمرك بهذا قال نعم قالت إذن لا يضيعنا ثم رجعت فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرى استقبل بوجهه مكان البيت ثم دعا قائلا ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرعا حتى بلغ يشكرون لم يلبث أن نفد ما عند هاجر من ماء فعطشت هي وابنها فكرهت أن تنظر إلى ابنها وهو يتلوى من العطش فانطلقت حتى قامت على أقرب جبل منها وهو الصفا ثم استقبلت الوادي لتنظر هل ترى أحدا فلما لم ترى أحدا هبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي ثم أتت المروة فقامت عليها ونظرت هل ترى أحدا فلم ترى أحدا ففعلت ذلك سبع مرات وذلك سعي الناس بينهما كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وفي نهاية المرة السابعة جاءها الملك جبريل وأخذ ابحث بعقبه أو بجناحه عند موضع زمزم حتى ظهر الماء فجعلت تحوضه ثم تغرف منه في سقائها وهو يفور بعدما تغرف منه وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم أو قال لو لم تغرف من زمزم لكانت زمزم عينا معينا فشربت وأرضعت ولدها فقال لها الملك لا تخاف الضيعة فإن هذا بيت الله يبنيه هذا الغلام وأبوه وإن الله لا يضيع أهله وبينما هي على هذا الحال مر بهم أهل بيت من قبيلة جرهم اليمانية القخطانية وعندما وجدوا الماء استأذنوها في النزول عندها فأذنت لهم بشرط أن لا يكون لهم حق في الماء فوافقوا وأرسلوا إلى بقية أهليهم فنزلوا معهم وشب الغلام بينهم تعلم اللغة العربية منهم وأعجبهم حين شب فلما كبر زوجوهم رأة منهم وعندما ماتت هاجر جاء إبراهيم ولم يجد حينها ولده إسماعيل بالبيت فأخبرته زوجه أنه خرج في حاجتهم وعندما سألها عن عيشتهم شكت إليه مر الشكوى مما يلاقيانه من شدة فعصاها أن تقرئه السلام وتقول له بأن يغير عتبة بيته فعندما عاد إسماعيل أخبرته زوجته بالذي حدث فعرف من وصفها أنه أبوه وفهم الوصية وفهم أن العتبة تعني زوجته فطلقها وتزوج امرأة أخرى وبعد فترة من الزمان عاد إبراهيم مرة أخرى فلم يجد إسماعيل بالمنزل وسأل زوجه عن عيشتهم فحمدت الله وأثنت عليه بما وسى عليهم في الرزق فأعصاها بأن تقرئه السلام وتقول له أن يثبت عتبة بيته فعندما عاد إسماعيل وأخبر بما حدث عرف أباه وفهم وصيته فأمسك عليه زوجه ثم غاب إبراهيم ما شاء الله ثم عاد ووجد ابنه من وراء زمزم يصلح نبلا له تحت دوحة عظيمة قريبة من زمزم فلما رآه قام إليه فصنع كما يصنع الوالد مع الولد فطلب إبراهيم من ابنه أن يعينه بما أمره الله به وهو بناء الكعبة على مكان مرتفع قرب زمزم فكان إبراهيم يبني ويأتيه إسماعيل بالحجارة حتى ارتفع البناء فجاءه بحجر المقام فوضعه له فقام عليه وكان يقولان وهما يبنيان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ليست هذه هي المرة الأولى التي يعين فيها إسماعيل أباه على طاعة الله وتنفيذ أمره فقد ثبت أن إبراهيم عاد إلى مكة عندما شب إسماعيل وقد أوحى الله إليه مناما أن يذبحه قربانا لله تعالى فاستشار إبراهيم ابنه إسماعيل في ذلك قائلا يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى فأجاب إسماعيل قائلا يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين وخرج به إلى منا لتنفيذ أمر ربه ولما تله للجبين والسكين بيده ناداه ربه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤية وفداه الله بذبح عظيم وفديناه بذبح عظيم أي بكبش أملح كبير فترك الولد وذبح الكبش وفاز الوالد والولد برضى الله تعالى وعندما فرغ إسماعيل وإبراهيم من بناء البيت أمر الله نبيه إبراهيم أن يؤذن في الناس بالحج وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق فقيل صاعد عليه السلام جبل أبي قبيس أو الحج أو الصفة ونادى بسم الله تعالى قائلا أيها الناس إن ربكم بنى لكم بيتا فحدوه فأسمع الله نداءه كل مخلوق ومن كتب الله أنه يحد إلى يوم القيامة فلبى قائلا لبيك اللهم لبيك سبحان الله ودعا إبراهيم وإسماعيل ربهما بما حكاه عنهما القرآن الكريم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يطلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم قال الطبري وهذه دعوة إبراهيم وإسماعيل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاصة وهي الدعوة التي كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول عنها أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى وعش إسماعيل بجوار البيت الحرام مع أصحاره جرهم إلى أن بعثه الله رسولا إليهم وإلى كافة من بالحجاز من قبيلة العماليق وأهل اليمن قال تعالى واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وأنجب 12 ولدا ذكر وقد سماهم محمد بن إسحاق ونقل ذلك عنه ابن كثير وأولهم نابت وكذار ونابت والذي اختير لأن يكون من آداء دعوة إبراهيم وإسماعيل واختفت حلقات السلسلة الذهبية فيما بين نابت وعدنان لظروف غامضة غير معروفة وكان عدد الآباء ما بين نابت وعدنان يقدر بستة آباء وقد عاشوا جميعا بالحرم المكي ومع هذا لم تضبط أسماء هؤلاء الآباء الستة وقد جزم الرسول صلى الله عليه وسلم بنسبه إلى عدنان أما أجدادهما بين عدنان وإسماعيل فمختلف فيهم وعندما نات إسماعيل دفن مع أمه في الحجر وكان عمره 137 سنة وينتسب كل عرب الحجاز إلى ولديه نابت وكذار هذا وتجدر الإشارة هنا إلى أن عهد إبراهيم عليه السلام كان في القرن التاسع عشر قبل الميلاد تعدد بناء الكعبة المرة الأولى أي مرة الملائكة كما عروى الأزرقي المرة الثانية أي مرة آدم عليه السلام كما عروى البيهقي وغيره المرة الثالثة أي مرة أولاد آدم عليه السلام كما عروى الأزرقي وغيره عن وهب بن منبه وذكر السهيلي أن الذي بناها شيث ابن آدم عليه السلام المرة الرابعة أي مرة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام التي ذكرناها وجزنته كثير لأن هذا كان أول بناء قال ولم يجئ في خبر صحيح عن معصوم أن البيت كان مبنيا قبل الخليل عليه السلام ومن تمسك في هذا بقوله مكان البيت التي وردت في الآية فليس بناهض ولا ظاهر لأن المرد مكانه المقدر في علم الله المقرر في قدرته المعظم عند الأنبياء موضعه من لدى آدم إلى زمان إبراهيم وقال الشامي معلقا على كلام ابن كثير هذا وفيه نظر لما ذكر من الآثار السابقة واللاحقة المرة الخامسة والسادسة أي مرة العماليق ثم جرهم كما نقل الشامي من رواية ابن أبي شيبة وإسحاق ابن راهوي في مسنده وابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي في الدلائل عن علي رضي الله عنه قال السهيلي وقد قيل إنه بني في أيام جرهم مرة أو مرتين لأن السيل كان قد صدع حائطه ولم يكن ذلك بنيانا على نحو ما قدمنا إنما كان إصلاحا لما وهى منه وجدارا بني بينه وبين السيل بنه عامر الجارود وقد قدم هذا الخبر المرة السابعة عمارة قصي ابن كلاب جد النبي عليه الصلاة والسلام قال الشامي نقله الزبير بن بكار في كتاب النسب وجزم به الإمام أبو إسحاق المعوردي في الأحكام السلطانية المرة الثامنة عمارة قريش حين كان للرسول عليه السلام خمسة وثلاثون عاما كما سيأتي ذكره هنا في المبحث الخاص لمشاركة الرسول عليه السلام في بناء الكعبة المرة التاسعة عمارة عبد الله بن الزبير كما روى الشيخان وغيره ماء وسيأتي ذكره في الفصل الأول المبحث رقم ثلاثة وعشرين الأسلوب الثامن من أساليب المشركين في الصد عن سبيل الله آخر فقرة منها في الصفحة السابعة والسبعين والمئة المرة العاشرة عمارة الحجاج بن يوسف بأمر عبد الملك بن مروان الأموي كما روى الإمام مسلم وعندما شكك عبد الملك في سماع بن الزبير من خالته عائشة رضي الله عنها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية أو قال بكفر لهدمتها وجعلت لها غلقا وألصقت بابها بالأرض وأدخلت فيها الحجر أو أدخلت فيها الحجر أكده له الحارث بن عبد الله بن أبي ربيع المعروف بالقباع وأخو عمر بن أبي ربيع الشاعر المشهور أنه سمعه منها فندم على نقضه وإعادته وروا أن الرشيد العباسي روي أن الرشيد العباسي عزم على نقضها وإعادتها كما بنها بن الزبير فقال له مالك بن أنس أنشدك الله يا أمير المؤمنين ألا تجعل هذا البيت ملعبة للملوك بعدك لا يشاء أحد منهم أن يغيره إلا غيره فتذهب هيبته من قلوب الناس فصرفه عن رأيه فيه دلت الآيات القرآنية التي نزلت في شأن بناء الكعبة والأحاديث الصحيحة التي رواها البخاري وغيره على أن أول من بنى الكعبة هو إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام قد كان مكان البيت ربوة عالية مشرفة على ما حولها معروفة للملائكة ولمن سبق من الأنبياء وبقعة مشرفة معظمة من قديم الزمان حتى جاء الخليل فأسس قواعده وبناه أما الروايات التي تقول ببناء الكعبة قبل هذا فأغلبها موقوفة على بعض الصحابة أو التابعين ورواها أهل التاريخ والسير كالأزرقي والفاكهي وبعض المفسرين والمحدثين الذين لا يلتزمون إخراج بوايات الصحيحة أو الحسنة وقد مر بك قول ابني كثير ولم يجئ في خبر صحيح عن معصوم أن البيت كان مبنيا قبل الخليل عليه السلام ويقول أبو شهبة بعد ترجيحه كلام ابني كثير ولا ينافي ما رجحناه وذهبنا إليه ما روي أنه ما من نبي إلا وقد حج البيت ما رواه أبو يعلى في مسنده بسنده عن ابن عباس قال حج رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أتى وادي عسفان قال يا أبا بكر أي واد هذا قال هذا وادي عسفان قال لقد مر بهذا نوح وهوذ وإبراهيم على بكرات لهم حمر البكرات جمعوا بكرة وهي الناقة الفتية القوية خطمهم الليف وأزرهم العباء وعرضيتهم النمار يحضون للبيت العتيق ومره الورام أحمد في مسنده بسنده عن ابن عباس قال لما مر نبي صلى الله عليه وسلم بوادي عسفان حين حج قال يا أبا بكر أي واد هذا قال وادي عسفان قال لقد مر به هود وصالح عليهما السلام على بكرات حمر خطمها الليف وأزرهم العباء وعرضيتهم النمار يلبون يحضون البيت العتيق إسناده حسن لأن المقصود الحج إلى محله وبقصته المعروفة وإن لم يكن ثم بناء عمل ابن الزبير وغيره في عمارة الكعبة عندما قرر ابن الزبير تجديد الكعبة باشر المسلمون نقضها حتى بلغوا بها الأرض فأقاموا أعمدة من حولها وعرخوا عليها الستور ثم باشروا في رفع بنائها وزادوا فيها الأذرع الستة التي أنقصتها منه القريش وزادوا في طولها إلى السماء عشرة أذرع وجعلوا لها بابين من الشرق والغرب أحدهما يدخل منه والآخر يخرج منه وذلك استنادا إلى قول رسول صلى الله عليه وسلم الذي رواه الشيخان يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم فأدخلت فيه ما أخرج منه وألزقته بالأرض وجعلت له بابا شرقية وبابا غربية فبلغت به أساس إبراهيم أو في معنى هذا وذكر الأزرقي أن إبراهيم عليه السلام جعل طول بناء الكعبة في السماء تسعة أذرع وطولها في الأرض اثنين وثلاثين ذراعة وعرضها في الأرض اثنين وعشرين ذراعة وكانت بعيد سقف وحكى السهيلي أن طولها في السماء كان تسعة أذرع من عهد إسماعيل فلما بنتها قريش قبل الإسلام زادوا فيها تسعة أذرع فكانت ثمانية عشر ذراعة ورفعوا بابها عن الأرض فكان لا يصعد إليها إلا في درج أو سلم وقد ذكرنا أن أول من عمل لها غلقا هو تبع ثم لما بناها ابن الزبير زاد فيها تسعة أذرع فكانت سبعا وعشرين ذراعة وعلى ذلك هي الآن لم يكن للمسجد الحرام سور وكانت تحيط به الدور من كل الجهات وعندما رأى ابن الخطاب أن المسجد قد ضاق بالحجاج والزوار اشترى الدور التي حوله من أهلها فأسعه وجعل له سورا على قامة الرجل وأناره وعندما رأى عثمان وضيباه عنه أن المسجد أيضا قد ضاق بالحجاج والمعتمرين اشترى دورا أخرى فأسع بها الحرم وكذلك فعل ابن الزبير ولم يزل الخلفاء والأمراء منذ ذلك الزمان يتعهدون الحرم بالتوسعة إلى زماننا هذا الذي يشهد فيه أضخمة توسعة على يد الحكومة السعودية مقام إبراهيم عليه السلام المقام هو الحجر الذي كان يقف عليه إبراهيم عليه السلام لما ارتفع البناء عن قامته كما ذكرنا وقد تركت قدمه آثارا فيه وظل هذا الأثر إلى أول الإسلام غير أنه أذهبه مسح الناس بأيديهم وفي هذا يقول أبو طالب وموطئ إبراهيم في الصخب رطبة على قدميه حافيا غير ناعلي وقد رؤيا أن المقام كان ملصقا بحاعة الكعبة على ما كان عليه من قديم الزمان إلى أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأخره عن البيت قليلا توسعة على الطائفين والمصلين عند المقام ووافق الصحابة على عمل الفاروق وقد سبق وأن وافق الله تعالى على قوله لرسوله صلى الله عليه وسلم لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فأنزل الله تعالى اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وتجدر الإشارة هنا إلى أن إبراهيم عليه السلام بنى أيضا المسجد الأقصى وقيل إن يعقوب عليه السلام هو الذي أسسه وقد كان بين البنائين أربعون عاما كما قال رسول صلى الله عليه وسلم أما الحديث الذي رواه مسائي وفيه أن سليمان بن داود عليهما السلام هو الذي بنى المسجد الأقصى فالمقصود بالبناء هنا هو التجديد كما ذكره السيوطي وابن القيم وابن حجر واستعمال البناء بمعنى التجديد وارد في اللغة العربية كما قال الدكتور أبو شهبة حالة العالم حين بعث محمد صلى الله عليه وسلم لقد عشت البشرية في ظلام من الجاهلية في القرنين السادس والسابع الميلاديين إذ سادت الوثنيات والخرافات والعصبيات والقبليات والطبقيات والمفاسد الاجتماعية والسياسية وحرفت معظم الأفكار الإصلاحية السليمة سواء التي جاء بها أنبياء الله المرسلون أو الحكماء الذين استقامت فطرهم عن الحق وقد عبر رسول صلى الله عليه وسلم عن هذه الحقيقة في قوله إن الله نظر إلى سكان العالم فمقتهم عربهم وعجمهم جميعا إلا بقايا من أهل الكتاب وفي الصفحات القنيلة التالية نذكر باختصار ما كانت عليه البشرية في تلك الفترة لبيان ضرورة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وما تضمنته من أسس ومعايير كانت وما زالت وستظل عوامل رئيسة في بناء الحضارة الإنسانية واحد في الجزيرة العربية ألف الحالة السياسية الملك بليمن إن من أقدم الشعوب التي عرفت بليمن من العرب العاربة قوم سبأ الذين ورد ذكرهم في القرآن الكريم ويبدأ ازدهار حضارتهم ونفوذ سلطانهم بأحد عشر قرن وفي سنة ثلاثماء ميلادية غلبت على ملكهم قبلة حينير ثم بدأت اليمن في دور الحطاط وأخذت القبائل القحطانية في الهجرة إلى البلاد المختلفة وتوالت عليهم الاضطرابات والحروب الأهلية في المائتين والسبعين سنة التي سبقت دخول الإسلام اليمن مما أتاح للأجانب القضاء على استقلالهم فدخلت الرومان عدن وبمعاونتهم احتلت الأحداش اليمن لأول مرة سنة أربعين وثلاثمائة ميلادية مستغلين التنافس بين قبيلتي همدان وحمير واستمر احتلالهم إلى سنة ثمان وسبعين وثلاثمائة ميلادية ثم نالت اليمن استقلالها ولكن صلت الله عليهم سيل العرم سنة خمسين وأربع مئة ميلادية أو إحدى وخمسين وأربع مئة ميلادية فهدم سد مأرب الذي جعله الله مصدر نعمة ورخاء لهم وكل ذلك بسبب عطوهم وفسادهم وانحرافهم وهذه سنة الله في ذلك وفي سنة ثلاث وعشرين وخمسمائة ميلادية قام ملكهم ذو نواس بحملة ضد النسيحيين لصرفهم عن دينهم فلما أبوا حفر لهم أخدودا وأوقد فيه نارا فقذفهم فيها وهم الذين حكى الله تعالى خبرهم في الآيات قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود وكان ذلك سببا في تحريض الروم الأحباش يحتل اليمن للمرة الثانية بقيادة أرياط سنة خمس وعشرين وخمسمائة ميلادية وظل حاكما على اليمن إلى أن اغتاله أبره أحد قواد جيشه وحكم مكانه بعد أن نال رضا ملك الحبشة وقام أبرهته محاولة هدم الكعبة بمكة ولكن الله رده بقوته كما حكى ذلك القرآن الكريم في سورة الكفيل واستنجد اليمانيون بالفرس فأعانوهم على إجلاء الأحباش سنة خمس وسبعين وخمسمائة ميلادية بقيادة معدي كرب ابن سيف ابن ديازن الحميري وملكوه عليهم وكان قد أبقى جمعا من الحبشة لخدمته فاغتالوه وبموته انقطع الملك عن بيته وولى كسر عاملا فارسيا على صنعاء وجعل اليمن ولاية فارسية وكان آخر ولااتهم باذان الذي اعتنق الإسلام وبإسلامه انتهى نفوذ الفرس في بلاد اليمن وكان إسلام باذان في جماد الأولى سنة سبع من الحجرة سنة ثمان وعشرين وستمائة ميلادية الملك بالحيرة حكمت الفرس العراق وما جاورها منذ أن جمع شملهم قروش الكبير بين سنة سبع وخمسين وخمسمائة إلى سنة تسع وعشرين وخمسمائة قبل الميلاد ثم فرق شملهم الإسكندر النقدوني سنة ست وعشرين وثلاثمائة قبل الميلاد عندما هزم ملكهم دار الأول ودخلت البلاد في حكم الطوائف إلى سنة ثلاثمائة ميلادية نقول حكمت الفرس العراق وما جاورها منذ أن جمع شملهم قروش الكبير بين سنة سبع وخمسين وخمسمائة وتوفي سنة تسع وعشرين وخمسمائة قبل الميلاد ثم فرق شملهم الإسكندر النقدوني سنة ست وعشرين وثلاثمائة قبل الميلاد عندما هزم ملكهم دار الأول ودخلت البلاد في حكم الطوائف إلى سنة ثلاثين وثلاثمائة ميلادية وفي عهد هؤلاء الملوك هاجر القحطانيون وسكنوا جزءا من ريف العراق ثم لحقهم من هاجر إلى العدمانيين فزاحموهم حتى سكنوا جزءا من الجزيرة الفراتية وجمع عردشير الفارسي مؤسس الدولة الساسانية منذ سنة ست وعشرين ومائتين ميلادية شمل الفرس وسيطر على العرب المقيمين على تخوم مملكته وكان ذلك سببا في رحيل قضاعه إلى الشم ودان له أهل الخيرة والأنبار ولصعوبة حكم المناطق البعيدة رأى أن ينصب عليه الملك منهم اسمه دذينه الوضاح ويعينه بكتيبة من الفرس ليقفوا جميعا في وجه مطامئ الروم وعرب الشام الذين اصطنعهم الروم واشتهر من ملوك الحيرة النعمان بن منذر وهو الذي خاض حربا ضد ملك الفرس وهزم جيش الفرس في موقعة ذيقار بعد ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أول يوم انتصرت فيه العرب على العجم وقيل إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عنه هذا أول يوم انتصف العرب فيه من العجم وبي مصر الملك بالشام في العهد الذي ناجت فيه العرب بهجرات القبائل صارت بطول من قضاعه إلى مشارف الشام وسكنت بها وكانوا من بني سليح ابن حلوان الذين منهم بنوا ضجعا ابن سليح المعروفون باسم الضجعنا فاصطنعهم الرومان ليمنعوا عرب البرية من العبث وليكونوا عدة ضد الفرس وولوا منهم ملكة ثم تعاقب الملك فيهم زمانا إلى أن غلبهم عليه الغساسمة وظل الغساسمة في الملك من قبل الروم إلى أن كانت وقعة اليوموك سنة 13 هجرية الموافق لسنة 34 و600 ميلادية ودخل في الإسلام آخر ملوكهم جبلة ابن الأيهم في عهد عمر رضي الله عنه انتهى الشريط الثاني من السيرة النبوية وله بقية على الشريط الثالث الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الثالث من كتاب السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية في الجزيرة العربية الحجاز لم يقم بالحجاز كيان سياسي موحد يمكن أن يسمى بالدولة وإنما قامت بها مدن لكل منها نظامها السياسي الذي هو أقرب إلى المشيخة منه إلى نظام الملك ومن أشهر المدن مكة ويثرب والطائف ألف مكة تناولت فيما سبق طرفا من تاريخ نشأة مكة وذكرنا أصل سكانها وهم جرهم وقيل كان قبلهم العماليق الذين كانوا يسكنون خارجها أي من حولها لم تخافض جرهم على حرمة الحرم بعد إسماعيل فكثر في أيامهم البغي والفساد واغتصب كثير منهم مال الكعبة الذي كان يهدى إليها ويقال إن ماء زمزم نضب في عهدهم كما إن البئر نفسها ما زالت معالمها وعندما تفرق بعض عرب اليمن بعد سيل العرم هاجر ثعلبة بن عامر مع قومه إلى مكة ولم تقبلهم جرهم ودارت بينهم حرب امتهت بهزيمة جرهم وعندما مرض ثعلبة رحل إلى الشام وولي أمر مكة وحجابة الكعبة ابن أخيه ربيعة بن حارثة ابن عمر وهو لحي وعرف قومه بخزاعة وقد انحاز إليهم بن إسماعيل ابن إبراهيم وكانوا قد اعتزلوا الحرب التي دارت بين جرهم وثعلبة وظلت خزاعة تلي أمر البيت الحرام نحو من ثلاثمائة سنة وقيل خمسمائة سنة وكانت قريس إذ ذاك متفرقة في بني كنانة حتى تزعمها قصي بن كلاب ووحد بطونها وخاض حربا ضد خزاعة حول ولاية البيت وأعانته قضاعة في حربه وتدخلت قبائل العرب وانتهت الحرب بالتحكيم الذي نتج عنه أحقية قصي بولاية الكعبة ومنذ ذلك اليوم ارتفعت مكانة قريش بين العرب قام قصي بتقطيع مكة رباعا بين قومه فأنزل كل قوم من قريش منازلهم من مكة وكانت له جميع الرئاسات من حجابة وسقاية وسدانة ولواء وبنى دارا لإزاحة الظلمات وفصل الخصومات سماها دار الندوة وكان يرأس اجتماعاتها ويدير شؤونها وفرض على قريش خرجا سنويا يؤدونه إليه لينفق منه على إطعام فقراء الحجاج وعندما كبر قصي فوض أمر هذه الوظائف والرئاسات إلى أكبر أبنائه عبد الدار ولما مات عبد الدار وإخوته عبد مناف وعبد شمس اختلف أبناؤهم في هذه الرئاسات وافترقوا إلى فرقتين ففرقة بايعت بني عبد الدار وفرقة بايعت بني عبد مناف ووضع حلف بين بني عبد مناف عند الحلف في جفنة فيها طيب ثم لما قاموا مسحوا أيديهم بأركان الكعبة فسموا حلف المطيبين أما بني عبد الدار ومن حالفهم فقد أخرجوا جفنة مملوئة دمى وفعلوا ما فعله بني عبد مناف عند الكعبة وسموا الأحلاف ثم أخيرا اصطلح الفريقان على أن تكون الرفادة والسقاية لبني عبد مناف وأن تستقر الحجابة واللواء والندوة في بني عبد الدار وقسمت الرئاسات التي نالها بني عبد مناف بين هاشم وأخيه عبد شمس فكانت السقاية والرفادة لهاشم والقيادة لعبد شمس وعندما علت مكانة هاشم بين قومه حسده ابن أخيه أمية بن عبد شمس وحاول أن ينافسه في إطعام الحجاج فعجز فشمت به بعض قومه فزاد حسده وحقده على عمه وولي السقاية والرفادة المطلب بعد وفاة أخيه هاشم ثم عندما مات المطلب خلفه ابن أخيه عبد المطلب ابن هاشم ثم عندما مات خلفه ابنه العباس بن عبد المطلب وقد أبقى هما الرسول صلى الله عليه وسلم في يده بعد فتح مكة أما بنو عبد الدار فقد توارث الحجابة واللواء ورئاسة دار الندوة وقد أبقى الرسول صلى الله عليه وسلم الحجابة بأيديهم عندما فتح مكة ودفع بمفتاح الكعبة إلى عثمان بن طلحة وهي فيهم إلى اليوم وقيل إن الآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها قد نزلت بهذا الخصوص ولم يستبعد الطبري ذلك وساق أقوالا أخرى في ذلك يثرب كان أول من سكنها العمالقة ثم تغلبت عليهم بعض القبائل اليهودية فأقاموا بها خاصة في القرنين الأول والثاني الميلاديين إثر الحروب التي شنها الرومان ضد اليهود بسوريا فتفرقوا في البلاد فلجأت قبائلهم وعلى رأسهم بن النظير وبن القريضة إلى يثرب وأقاموا بها حتى نزح إليهم من بلاد اليمن قبائل الأوس والخزرج عندما تهدم سد مأرب عاش اليهود والأوس والخزرج في وئام فترة من الزمان وتحالفوا ليأمن بعضهم بعضا وعندما قويت شوكة الأوس والخزرج تنمر اليهود عليهم ونقضوا الحلف الذي بينهم فاستنجد العرب ببني عممتهم الغساسنة فأنجدوهم أنفة من تصلط اليهود عليهم وكذلك عاش الأوس والخزرج في وئام في بداية أمرهم ثم وقعت بينهما حروض طويلة كان النصر في أغلب الأحيان للخزرج ولهذا حاولت الأوس محالفة قريش ضد الخزرج فلم تفلح فلجوا إلى الحلف مع بني قريضة والنظير سمعت الخزرج بهذا فاسترث تستوضح الموقف فأفادتهم يهود بأنها لا ترغب في الحرب فأرادت الخزرج أن تتأكد من هذا فطلبت منهم أربعين غلاما ليتخذوهم رهائن لديهم وعندما استجابوا لهم خيروهم بين الجلاء عن يثرب أو قتل الغلمان فآثروا الخروج من ديارهم غير أن كعب بن أسد القرضي أقنعهم بالبقاء والتضحية بالرهائن فقتل الخزرج الغلمان فغضب يهود وجاهروا بحلفهم مع الأوس ووقفوا معهم في موقعة بوعاث فانتصر الأوس بعد أن أوقعوا في الخزرج مقتلة عظيمة ثم تصالح الفريقان واتفق على إقامة حكومة تعمل على استقرار الأمور بيثرب برئاسة عبد الله بن أبي بن سلول الخزرجي وبينما كانوا يستعدون لذلك قدم الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا فدان الجميع لسلطان الإسلام ولم يجد ابن أبي سلول بدا من الدخول في الإسلام ظاهرا بعد موقعة بدر ودلت ما وقفه بعد ذلك على نفاقه كما سيأتي بيانه وهو ممن اتفق على نفاقه أهل الحديث والتفسير والمغازي والسير أما زعيم الأوس أبو عامر بن صيفي ابن النعمان والد أبي حنظلة الغسيل فقد أبى إلا الكفر فخرج إلى مكة ثم إلى الطائف ثم إلى الروم بالشام محاولا في كل أطوال حياته القضاء على الإسلام وكان قد ترهب في الجاهلية فسموه الراهب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقول الراهب ولكن قول الفاسق الطائف كانت الطائف كانت الطائف تعرف باسم وج نسبة إلى وج بن عبد الحي أحد العمالقة الذين سكنوها رحلت إليها قبيلة هواز من وادي القرى وتزوج زعيمها قسب بن منبه ابن بكر بن هواز بابنة زعيم وج عامر العدواني واشتهر قسب باسم ثقيف فيما بعد وعندما تكاثروا بنوا سورا يكونوا حصنا وأطلقوا عليه الطائف لإطافته بهم ومن ثم عرفت هذه المدينة بالطائف بدلا من وج وعندما ظهر الإسلام كانت ثقيف تنقسم إلى فرقتين الفرقة الأولى هم بن مالك والثانية الأحلاف وكانت بينهم شحناء أدت إلى حرب بينهما انتصر فيها الأحلاف وأخرجوا بن مالك إلى واد وراء الطائف ثم رأى بن مالك أن يعززوا موقفهم العسكري بالتحالف مع بعض القبائل فحلفوا دوسا وخثعما وغيرهما على الأحلاف ولكن لم تقع بينهم بعد ذلك حروب ذات بال باء الحالة الدينية عند العرب في الجزيرة العربية استمرت خزاعة على ولاية الكعبة نحوا من ثلاثمائة وقيل خمسمائة سنة وكانوا قوم سوء في ولايتهم وذلك لأنه كان في زمانهم أول عبادة الأوثان بالحجاز بسبب رئيسهم عمر بن لحي الذي زار الشام ووجد العماليقة بمؤواب من أرض البلقاء يعبدون الأصنام وقالوا له إنهم يعبدونها لأنهم يستنطرونها فتمطرهم ويستنصرونها فتنصرهم فطلب صنما فأعطوه صنم هبل فجاء به مكة ونصبه وأمر الناس بعبادته وتعظيمه لأنه كان سيدا مطاعا فيهم وعندما بدأ بن إسماعيل يتفرقون في البلاد أخذوا يحملون معهم من حجارة الحرم تعظيما للحرم فحيثما نزلوا وضعوه فطافوا به كطوافهم بالبيت حتى سلخ ذلك بهم إلى أن كانوا يعبدون ما استحسنوا من الحجارة وأعجبهم وخلفت الخلوف ونسوا ما كانوا عليه من دين إبراهيم وكثرت فيهم الأصنام فكان ود لبني كلب ابن مره بدومة الجندل وسواع لبني هذيل بمكان يسمى رهاط على ثلاث ليان من مكة ويغوث لبني أنعم من طيء ولأهل جرش من مذحج اليمنية وكان منصوبا بجرش ويعوق لبني خيوان الهمدانيين ونس لقبيلة ذي الكلاع الحميرية وهذه الأصنام هي التي عبدها قوم نوح وحكى خبرها القرآن الكريم قائلا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا فعندما فارق ولد إسماعيل وغيرهم دين إبراهيم عبدوا هذه الأصنام وكان لخولان صلم يدعى عم أنس وقيل عم يانوس يقسمون له من أنعامهم وحروثهم قسما بينه وبين الله فيما يزعمون وفيهم أنزل الله تعالى وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا وكان لبني ملكان ابن كنانه صنم يقال له سعد وكان لدوس صنم لعمر ابن حمم الدوسي وكان لقريش مع هبل صنم إساف ونائلة على موضع زمزم ينحرون عندهما قالت عائشة رضي الله عنهما ما زلنا نسمع أن إسافا ونائلة كانا رجلين وامرأة من جرهم أحدثا في الكعبة فمسخهم الله عز وجل حجرين واتقذ أهل كل دار في دارهم صنما يعبدونه وكان آخر ما يفعلونه عند الشروع في السفر وأول ما يفعلونه عند العودة منه التمسح بالصنم فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالتوحيد عابوا عليه ذلك وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وفي الصحيح عن أبي الرجاء العطار دي قال كنا في الجاهلية إذا لم نجد حجرا جمعنا جثوة من التراب وجئنا بالشاه فحلبناها عليه ثم طفنا بها وروا ابن كثير عدة أحاديث صحيحة تدل على ما ابتدعه عمر بن الحي في الدين واتبعه العرب في ذلك فضلوا ضلالا بعيدا من ذلك رواية الشيخين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت عمر بن عامر الخزاعي أي عمر بن لحي يجر قصبه في النار كان أول من سيب السوائب ورواية ابن إسحاق الأكثر تفضيلا وبإسناد صحيح ولبطها إنه كان أول من غير دين إسماعيل فنصب الأوثان وبحر البحيرة وسيب السائبة ووصل الوصيلة وحمى الحامي وقد أنكر الله تعالى عليهم ذلك في أكثر من آية فقد قال عز وجل ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب قال ابن عباس إذا سرك أن تعلم جهل العرب فقرأ ما فوق الثلاثين والمئة من سورة الأنعام ففيها خلاصة عبادة العرب وما نتج عن ذلك من ممارسات اجتماعية ضارة ولم يبق من دين إبراهيم إلا القليء مثل تعظيم البيت والطواف به والحج والعمرة والوقوف بعرفات والمزدرفة وإهداء البدن مع إدخالهم في هذا ما ليس منه فكانت كنانة وقريش إذا أهلوا بالحج أو العمرة قالوا لبيك اللهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك فيوحدونه بالتلبية ثم يدخلون معه أصنامهم ويجعلون ملكها بيده وكانوا يطوفون بالبيت عراتا وهم يصرخون واتخذت العرب طواغيت مع الكعبة وهي بيوت تعظمها كتعظيم الكعبة لها سدنة وحجاب ويهدى لها ويطاف بها وينحر عندها فكانت لقريش وبني كنانة العزة بنخلة وكان سدنتها وحجابها من بني شيبان من سلين حلفاء بني شيبان حلفاء بني هاشم وكانت اللات لثقيف بالطائف وكان سدنتها وحجابها من بني معتب من ثقيف وكانت مناه للأوس والخزرج ومن دان بدينهم بناحية المشلل بقديد وهذه الأصنام هي التي أشار إليها القرآن الكريم في الآية أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى وكان ذو الخلصة لدوس وخفعم وبجيلة ومن كان ببلادهم من العرب بتبالة وكان يقال له الكعبة اليمانية ويقال لبيت مكة الكعبة الشامية وكان فلس لطي ومن يليها بجبلي طي بين أجا وسلمة وكان رئام بيتا لحمير وأهل اليمن وكانت رضاء بيتا لبني ربيعة ابن كعب وكان ذو الكعبات لبكر وتغلب ابن يوائل وإياد بسندات وكان العرب أصنام أخرى غير التي ذكرنا حفلت بذكرها المصادر المختلفة وهناك روايات طريفة عن موقف بعض العرب من أصنامهم من ذلك ما رؤيا من أن السائب ابن عبد الله كان له حجر نحته بيده ليعبده فيجيء باللبن الخائر الذي ينفسه على نفسه فيصبه عليه فيجيء الطلب فيلحسه ثم يشفر فيبول الحديث وما يروا من أن بني حنيفة اتخذوا في الجاهلية إلها من حيس فعبدوه دهرا طويلة ثم أصابتهم مجاعة فأكلوه فقال رجل من بني تميم يعيرهم بذلك أكلت ربها حنيفة من جوع قديم بها ومن إعوازي وقال فيهم آخر أكلت حنيفة ربها زمن التقحم والمجاعة لم يحذروا من ربهم سوء العواقب والتباعة وهناك قصة الرجل الذي قال شعرا في صنمهم عندما رأى ثعلبين يابولان عليه وقصة عمر بن الخطاب الذي أكل صنمه من العجوة عندما جاع إلى آخره وهي قصة وإن لم يثبت بعضها حديثية إلا أنها تصور الحالة التي كان عليها العرب في جاهليتهم ظهرت في بلاد العرب إلى جانب عبادة الأصنام عبادة النجوم والكواكب خاصة في حران والبحرين والبادية ويقال إنه كان بمكة رجل يدعى أبو كبشة عبد نجما اسمه الشعر ودعى قريشا إلى عبادته وانتشرت هذه العبادة بين بعض قبائل لخم وخزاعة وقريش وعندما دعى الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عبادة الله وحده سموه ابن أبي كبشة لمخالفته إياهم في العبادة كما خالفهم في عبادته من قبل ابن أبي كبشة وعبدت الشمس في بلاد اليمن وفي ذلك قال تعالى في قصة ملكة سبأ إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون وتسربت بعض فرق المجوسية الفارسية إلى بلاد العرب وفي ذلك يقول ابن قتيبة وكانت المجوسية في تميم منهم زرارة وحاجب ابن زرارة وكانت الزندقة في قريش أخذوها من الحيرة وكان الأقاع بن حابس وأبو سود جد وكيع بن حسان ممن دان بالمجوسية وتسربت إلى هجر من البحرين وكانوا يقولون إن قتل عدوهم على أرضهم ينجسها عليهم ودخلت اليهودية بلاد العرب بصفة عامة والمدينة وخيبر ووادي القرى وفدك وتيماء بصفة خاصة عندما نزح إليها اليهود وعصلت إلى اليمن ودان بها ذو نواس الملك الحميري وحاول حمل النصارى على اعتناقها كما ذكرنا سابقا وانتشرت في بني كنانة وبني الحارث ابن كعب وكندة وربما وصلتهم من يهود يثرب وخيبر وتسربت المسيحية إلى الغساسنة والمناذرة ومن أشهر الأديرة في الحيرة دير هند الأقدم ودير اللج ودير حارة مريم وتسربت إلى جنوب الجزيرة العربية وانشئت كنيسة بظفار وأخرى بعدن ولنصارى نجران قصة مع الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة وأخرى بالمدينة سيأتي ذكرها ودانت بعض قبائل قريش بالمسيحية منهم بن أسد ابن عبد العزة كما اعتنقها بن مرئ القيس من تميم وبن تغلب من ربيعة وبعض قبائل قضاعة وكأنهم تلقوا ذلك عن الروم وممن تنصر بنصرانية محرفة من العرب عادي بن حاتم الطائي لم تنتشر اليهودية والنصرانية انتشارا واسعا في بلاد العرب كما هو واضح من تاريخهما وسيرتهما وسط القبائل والأفراد ولم تندثل تماما ديانة إبراهيم عليه السلام بل تمسك بها نفر قليل جدا وسط دياجير ظلام الجاهلية وعبادة الأوثان وعرف هؤلاء النفر بالحنيفيين أو الحنفاء فقد كانوا يؤمنون بالله ويوحدونه توحيد ألوهية وتوحيد ربوبية وينتظرون النبوة وكان من هؤلاء الحنفاء قص بن ساعدها الإيادي وزيد بن عمر بن نفيل وأمية بن أبي الصلت وأبو قيس بن أبي أنس وخالد بن سنان والنابغة الدبياني وزهير بن أبي سلمى وكعب بن الأي بن غالب أحد أجذال النبي صلى الله عليه وسلم وقد سموا بالحنفاء نسبة إلى ما وصف به دين إبراهيم في القرآن الكريم إني وجهت وجهيا للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين و ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين و قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين ولنقف وقفة قصيرة مع أشهر هؤلاء الحنفاء لإلقاء بعض الضوء على سيرهم ومعتقداتهم واحد زيد بن عمر بن نفيل روى ابن إسحاق بإسناده إلى أسماء بنت أبي بكر قالت لقد رأيت زيد بن عمر بن نفيل مسندا ظهره إلى الكعبة يقول يا معشر قريش والذي نفس زيد بيده ما أصبح أحد منكم على دين إبراهيم غيري ثم يقول اللهم إني لو أعلم أحب الوجوه إليك عبدتك به ولكني لا أعلم ثم يسجد على راحلته وكان يصلي إلى الكعبة ويقول إلهي إله إبراهيم وديني دين إبراهيم وكان يحيي الموؤودة ويقول للرجل إذا أراد أن يقتل ابنته لا تقتلها ادفعها إلي أكفلها فإذا ترعرعت فخذها وإن شئت فادفعها وروا البخاري عن ابن عمر أن زيد بن عمر بن نفيل خرج إلى الشام يسأل عن دين صحيح يتبعه فلقي عالما من اليهود فسأله عن دينهم لعله يتبعه فقال له اليهودي إنك لا تكون على ديننا حتى تأخذ نصيبك من غضب الله قال زيد وما أفر إلا من غضب الله تعالى ولا أحمل من غضب الله شيئا ولا أستطيع فهل تدلني على غيره قال ما أعلمه إلا أن تكون حنيفا قال زيد وما الحنيف قال دين إبراهيم عليه السلام لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد إلا الله فخرج زيد فلقي عالما نصرانيا فدار بينهما مثل ما دار بينه وبين اليهودي فلما رأى زيد قولهم في إبراهيم خرج فلما برز رفع عليه فقال اللهم إني أشهدك أني على دين إبراهيم وكان زيد يرفض الأكل من ذبائح قريش ويقول إني لست آكلا مما تذبحون على أنصابكم ولا آكل إلا ما ذكر اسم الله عليه ويعيب على قريش ذبائحهم ويقول الشات خلقها الله وأنزل لها من السماء ماء وأنبت لها من الأرض ثم تذبحونها على غير اسم الله إنكارا لذلك وإعظاما له ورؤيت أحاديث أخرى من طرق ضعيفة لكنها تتعتضض وتتقوى بعضها ببعض وبأحاديث البخاري فترتفع إلى درجة الحسن لغيره دلت على أن زيدا كان يبحث عن الدين الصحيح وأخيرا استقر على دين إبراهيم عليه السلام ولهذا قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم يحشر ذاك أمة وحدة بيني وبين عيسى بن مريم وقال دخلت الجنة فرأيت لزيد بن عمر دوحتين لقد لقيا زيد بن نفيل الرسول صلى الله عليه وسلم ومات قبل أن يبعث الرسول صلى الله عليه وسلم اثنان ورقة بن نوفل رؤي أنه خرج مع زيد بن نفيل يبحث عن دين صحيح يتابعه وبعد البحث تنصر ورقة ولم يرتضي زيد سوى دين إبراهيم عليه السلام قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما لخديجة رضي الله عنها إنه يرى ضوءا ويخشى أن يكون به جنا فطمأنته ثم أتت به ورقة وذكرت له ما يقع له فقال ورقة إياك صادقة فإن هذا ناموس مثل ناموس موسى فإن بعث وأنا حي فسأعززه وأنصره وأؤمن به وسيأتي خبره والآثار الواردة في إسلامه عند الكلام على بداية نزول الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين الأوائل وله أبيات شعرية رائعة في التوحيد والبعث ثلاثة قس بن ساعدة الإيادي رؤي عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه وغيره أنه عندما قدم وفد إياد على الرسول صلى الله عليه وسلم سألهم عن قس بن ساعدة رؤي عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه وغيره أنه عندما قدم وفد إياد على الرسول صلى الله عليه وسلم سألهم عن قس بن ساعدة فذكروا له أنه هلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد شهدته يوما بعكاظ على جمل أحمر يتكلم بكلام معجب مؤنق لا أجدني أحفظه فذكر أحد أفراد الوفد أنه يحفظه فهو يا معشر الناس اجتمعوا فكل من مات فات وكل شيء آت آت ليل داج وسماء ذات أبراج وبحار عجاج نجوم تزهر وجبال مرساه وأنهار مجراه إن في السماء لا عبرة ما لأرى الناس يذهبون فلا يرجعون أرضوا بالإقامة فأقاموا أم تركوا فناموا أقسم قس بالله قسما لا ريب فيه إن لله دينا هو أرضى من دينكم هذا وأنشد في ذلك شعرا وراء ابن عباس أنه عندما قدم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم سألهم عن قس فقالوا هلك قال فذكر كلاما بنحو ما جاء في رواية ابن الصامت وروا ابن كثير والبيهقي وأحاديث أخرى بهذا المعنى في قصة قس وتعبده بالحنيفية وأقواله وأشعاره في ذلك ودلت على أن لقصته أصلا تاريخية كما ذكر ابن كثير والبيهقي أمية بن أبي الصلت هو الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم كاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم وفي رواية فلقد كاد أن يسلم في شعره ويقال إنه ممن دخل في النصرانية وأكثر في شعره من ذكر التوحيد والبعث يوم القيامة فقد كان من فحول الشعراء عاش إلى زمان البعثة ولم يؤمن تكبرا عن أن يكون تابعا للرسول صلى الله عليه وسلم وفيه نزل قول الله تعالى وَاتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا قيل إنه مات سنة ثسع وقيل سنة اثنتين وله شعر في رثاء قتلى قريش يوم بدر للكبرى خمسة لبيد بن ربيعه العامري ثم الكلابي ثم الجعفري كان من فحول شعراء الجاهلية ومن شعراء المعلقات قال الرسول صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد ألا كل شيء ما خل الله باطل وله قصة مع عثمان بن مضعون سنذكرها في الكلام عن أساليب حرب المشركين للدعوة في الأسلوب العاشر وقد أسلم لبيد ومات في خلافة عثمان بعد أن عاش 150 عاما وقيل أكثر وممن ذكر من الحنفاء غير هؤلاء أرباب بن رئاب والشاعر سويد بن عامر المصطلقي وأسعد أبو كرب الحميري ووكيع بن سلمة بن زهير الإيادي وعمير بن حيثب الجهني وعدي بن زيد العبادي تنصر وأبو قيس صرة بن أبي أنس البخاري وسيف بن ذيزن الحميري وعامر بن الضرب العدواني والشاعر عبد الطانجة بن ثعلب بن وبره بن قضاعة وعلاف بن شهاب التميمي والملتمس بن أميها الكناني والشاعر زهير بن أبي سلمة وخالد بن سنان بن غيث العبسي وعبد الله القضاعي وعبيد بن الأبرس الأسدي وكعب بن لؤي بن غالب القرشي أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم وعثمان بن الحويرث الذي رحل في طلب الدين فاستقر به المقام عند قيصر فتنصر وأقام عنده بأحسن مقام وعمر بن عبسة السلمي الذي أكرمه الله بالإسلام وأكثم بن صيفي بن رباح وعبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم جيم الحياة الاجتماعية عند العرب في الجزيرة العربية إن الحياة الاجتماعية في أي مجتمع من المجتمعات لا تكاد تنفصل عن الحياة الدينية والاقتصادية ولأن الوثنية التي سادت بين العربي كانت ضد الفطرة والمنطق فقد ندت عن ذلك مظاهر اجتماعية ضد الفطرة والمنطق ومن بين تلك المظاهر الانحطاط الأخلاقي الذي تمثل في ممارسة كثير من الرذائل مثل شرب الخمر ولعب الميسر والزواج بغير عدد وقتل بعضهم الأولاد خشية الفقر أو بسبب الفقر وقتل بعضهم الإناث بالذات خوف العار وإثارة الحروب لأتفاه الأسباب وأخذ الثأر وقد حكى عنهم الله كل هذه الرذائل في القرآن الكريم وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وعابها عليهم وظل الرسول صلى الله عليه وسلم يحاربها طوال حياته كما هو معروف ومثال ذلك ما قاله ابن عباس إذا سرك أن تعلم جهل العرب فقرأ ما فوق ثلاثين ومئة من سورة الأنعام وقوله تعالى وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت وقوله تعالى وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم وقوله تعالى وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون وقوله إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون وقوله ولا تقتلوا أولادكم من إملاق وقوله ولا تقتلوا أولادكم خشة إملاق وسادت في بعض أوصات غير الأشراف أنواع من الأنكحة التي لا تختلف عن الدعارة فقد روى البخاري وأبو داود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء فكان منها نكاح الناس اليوم ونكاح الاستبضاع وهو أن يصيب الرجل الأجنبي امرأة غيره في طهر لم يجامعها فيه زوجها ولا يقربها زوجها حتى يتبين حملها ونكاح الرهد وهو أن يجتمع الرهد دون العشرة فيصيب كل منهم امرأة غيره فعندما تضع حملها ترسل إليهم فيجتمعون عندها فتلحق المولود بمن تريد منهم ونكاح الرابع وهو أن يجتمع رجال الكثير على المرأة التي تنصب راية على بيتها فإذا حملت فوضعت حملها جمعوا لها ودعوا لهم القافة ثم ألحقوا ولدها بالذي يرونه أكثر شبها به وقد أبطل الإسلام كل هذه الأنكحة ما عدا نكاح الناس اليوم ولم يكن يحس بعضهم بعار هذه الممارسات فقد روى الشيخان أن رجلا قام فقال يا رسول الله إن فلان ابني عاهرت بأمه في الجاهلية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا دعوة في الإسلام ذهب أمر الجاهلية الولد للفراش وللعاهر الحجر وسيأتي ذكر قصة اختصام سعد بن أبي وقص وعبد بن زمعة في ابن أمت زمعة وهو عبد الرحمن بن زمعة في فقه عمرة القضاء وكانوا يجمعون بين الأختين ويتزوجون بزوجات آبائهم إذا طلقت أو ماتوا عنهن وفي ذلك يقول الله تعالى وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفْ وَلَا تَنْكِحُوا كذلك في آيات أخرى وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاءُكُمْ مِنَ النِّسَاءُ ولم يكن للطلاق عدد معين فحدده الإسلام باثنتين كما في قوله تعالى الطلاق مرة وعلى الرغم من وجود هذه الأمراض الخلقية عند عرب الجاهلية إلا أن هناك جوانب مضيئة في حياتهم السياسية والاجتماعية لا يمكن إنكارها ولعلها كانت سببا في اختيار الله لهم لحمل رسالته إلى العالمين ومثال ذلك أن جاهليتهم لم تكن مركبة تقوم على فلسفة معقدة يصعب إزالتها كما كان الحال في المجتمعات الأخرى المجاورة كانوا أصحاب عزيمة قوية يصدقون عندما يؤمنون وقد وصفهم القرآن بهذا في قوله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبة ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا وكان كثير منهم يتمسك بالفضائل ويقدرون من يتصف بمكارم الأخلاق كما كان موقفهم من الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب بالذات وهو موقف عبر عنه أبو سفيان في حديثه المشهور لهرق كما سيأتي الوجه الثاني يبدأ حالا وكانوا أي العرب في الجاهلية من أصف الناس ذهنة وتحكي في ذلك حقائق وغرائب التاريخ الأشياء الكثيرة فقد ذكر ابن عبدالبر أن ابن شهاب بن الزهري كان يقول إني لأمر بالبقيع فأسد آذاني مخافة أن يدخل فيها شيء من الخنى فوالله ما دخل أذني شيء قط فنسيته وقال ابن عبدالبر أيضا كان أحدهم يحفظ أشعار بعض في سمعة واحدة وقد جاء أن ابن عباس رضي الله عنه حفظ قصيدة عمر بن أبي ربيعة أمن آل نعم أن تغاد فمبكروا غدا تغد أم رائح فمهجروا في سمعة واحدة على ما ذكروا وليس أحد اليوم على هذا ولولا الكتاب لضع كثير من العلم وليس بعد هذا يستغرب عدد الأحاديث التي رواها ابن عباس وأبو غريرة وابن مسعود وعائشة رضي الله عنهم فقد روى ابو غريرة خمسة آلاف حديث وثلاثماء وأربعة وسبعين حديثا وروا عبدالله بن عمر ألف حديث وستماء وثلاثين حديثا إلى آخره وكانوا يعشقون الحرية ولم يعرفوا الخضوع إلا لذوي الأسنان منهم ممن تتوافر فيهم شروط النجدة والبسالة والرجولة والصبر والحلم والأناه وكل خصال الخير وعلى الرغم من عبادتهم الأوثان إلا أنهم كانوا لا ينكرون وجود الله وبذلك يقول الله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا يقولن الله ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها لا يقولن الله وكانوا أصحاب لغة واحدة ذات سحر وبيان عبرت عن الإسلام أحسن تعبير اثنان في خارج الجزيرة العربية ألف جوانب من الحياة الدينية والسياسية والاجتماعية في ظل اليهودية أولا جوانب من الحياة الدينية لقد تعرضت الديانتان السماويتان اليهودية والنصرانية إلى تحريف وتبديل ومن ثم فقدتها الروح ولم تعود تمثلان دورهما الأساسي في إصلاح الناس الذين جاءت من أجلهم فاليهودية بالإضافة إلى التحريف الذي حدث في أصولها كانت ديانة أراد الله أن تكون لبني إسرائيل خاصة ويرى أنها أصيبت في عقيدة التوحيد التي فضل الله بها بني إسرائيل على أهل زمانهم إذا اقترس اليهود كثيرا من العقائد والتقاليد الوثنية الجاهلية للأمم التي جاوروها أو سيطروا عليها أو عاشوا وسطها وقد اعترف بهذه الحقيقة مؤرخ اليهود المنصفون ومثال ذلك ما جاء في دائرة المعارف اليهودية ما معناه؟ إن سخط الأنبياء وغضبهم على عبادة الأوثان تدل على أن عبادة الأوثان والآلهة كانت قد تسربت إلى نفوس الإسرائيليين ولم تستأصل شأفتها إلى أيام رجوعهم من الجلاء والنفي في بابل وقد قبلوا معتقدات خرافية ومشركة وإن التلمود أيضا يشهد بأن الوثنية كانت فيها جاذبية خاصة لليهود هذا بالإضافة إلى أن توراتهم وتلمودهم قد طفح بأوصاف ونعوت لا تليق بذات الله ووحيه وأنبيائه ورسالاتهم فتراهم في توراتهم المحرفة وعهدهم القديم مثلا يذكرون أن الله قد تعب في اليوم السادس وهو يخلق الكون واستراح في اليوم السابع وبرك الله اليوم السابع وقدسه لأنه استراح فيه من جميع أعماله ولذلك كان تحريم اليهود للعمل يوم السبت وجاء في عهدهم القديم في قصة آدم وزوجه حوى عليهم السلام وسمعنا صوت الرب الإله ماشيا في الجنة عند هبوب رياح النهار فاختبى آدم وامرأته من وجه الرب الإله في وسط شجر الجنة فنادى الرب الإله آدم وقال له أين أنت فقال سمعت صوتك في الجنة فخشيت لأني عريان فاختبأت فقال ومن أعلمك أنك عريان هل أكلت من الشجرة التي أوصيتك أن لا تأكل منها وهكذا يصورون الله وكأنه بشر لا يعرف ما يحدث في حديقة منزله وقد أعقب هذا قولهم إن آدم عندما أكل من الشجرة المعرفة ارتفع بهذا العصيان إلى مراتب الآلهة وأدرك الخير والشر على الرغم من أن الرب عندما خلقه كان حريصا على بقائه جاهلا بهما وعندما خشي الرب على ازدياد تمرد آدم واستفحال أمره أخرجه وزوجه من الجنة حتى لا تمتد أيديهما إلى شجرة الحياة فيكتب لهم الخلود ولم ترضه أيضا سيرة آدم وأبنائه في الأرض لأنه فوجئ بهم يملؤونها بالشرور والآثام نعوذ بالله من ذلك سبحان الله سبحان الله سبحان الله فحزن وتأسف على خلقهم والله في كتابهم المقدس يندم على إغراق الأرض بالطوفان ويقبل ضيافة نبيه إبراهيم ويأتي إلى منزله بصحبة اثنين من ملائكته ويأكلون من مائلة إبراهيم الدسمة والله في طوراتهم المحرفة يدخل في عراك ومصارعة مع عبده ونبيه يعقوب دامت ليلة كاملة وعندما أوشك يعقوب أن ينتصر عليه لجأ إلى خدعة مكنته من كسب الجولة والغلبة وهي أنه ضرب حق فخد يعقوب حتى انخلع وعلى الرغم من ذلك لم يترك يعقوب إلا بعد أن باركه ونال منه لقب إسرائيل والله في طوراتهم إله خاص بهم لا يحب غيرهم لأنهم شاعبوه المختار وأن الأمم الأخرى فهي كالأغنام لا يأبه بها الإله ويبنون كراهيتهم للأجناس الأخرى وعلى رأسهم العرب على أساس من دينهم المحرف فتراهم يذكرون في طوراتهم قصة يزعمون فيها أن نوح النبي الله ساكر حتى استلقى وانكشفت سوأته ولما رأاه ابنه حام أبو كنعان ضحك منه وفضحه عند أخويه سام ويافث الذين ستراه دون النظر إلى عورته وعندما أفاق نوح من سكرته وعلم بما حدث من ابنه الأصغر حام استنزل عليه لعنة الله قائلا ملعون كنعان عبد العبيد يكون لإخوته مبارك الرب إله سام وليكن كنعان عبدا لهم ليفتح الله ليافث فيسكن في مساكن سام وليكن كنعان عبدا لهم وظاهر في آل القصة إرادة اليهود استعباد الكنعانيين أبناء حام وهم لا ذنب لهم وتزكية الإسرائيليين أبناء سام وكما صور اليهود نوحا سكيرا ليصلوا إلى هداف المعينة فرهم أيضا يصورون لوطا سكيرا وعاهرا يزني بابنتيه نعوذ بالله من ذلك يزني بابنتيه في حالة سكر وتحبلان منه وتلدان نعوذ بالله من ذلك اللهم إني أعتذر إليك وزعموا أن ابن البنت البكر عرف بمؤواب أبو المؤوابيين إلى اليوم ليصلوا بذلك إلى هدف واضح أيضا وهو تجريح أعدائهم الموابيين وكل ذلك باسم الوحي وصدق الله العظيم الذي قال في القرآن الكريم وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون وفويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وتدعي توراتهم أن كل النساء غير اليهوديات ممسات ويستحق القتل كل الجوييم غير اليهود حتى ذو الفضل منهم وأن من يقتل غير اليهودي يخدم قربانا للرب هل يمكن أن يكون هذا كتابا إلهيا مقدسا لتعريف البشر بالله وهدايتهم إلى طريقه إن هذا الاعتقاد الباطل والذي جعلهم لا يبالون بكل القيم في سبيل الوصول إلى أهدافهم كما هو واضح من بروتوكولات حكماء الصهيون ولا يبالون في وصف أنبياء الله بأوصاف لا تليق بهم كما قلنا فهاهم مثلا يصورون إبراهيم عليه السلام ديوثا في سبيل حرصه على الحياة والمنافع الدنيوية فيذكرون في طوراتهم أنه أغرى زوجته سارة بالذهاب إلى بيت فرعون بصفتها أخت إبراهيم من أجل حصول على حضيرة من الغنم والحمير قال لها قولي إنك أختي ليكون لي خير بسببك وتحيا نفسي من أجلك ويصورون يعقوب عليه السلام بأنه محتال سرق النبوة من أخيه البكر بأسلوب قذر ويصورون ابنة يعقوب المسمى دينة بأنها زانية زنى بها ابن رئيس المدينة المجاورة ويقولون في تلموديهم بأن عيسى بن مريم عليه السلام ابن غير شرعي حملته أمه سفاحا وهي حائض نعوذ بالله من ذلك من العسكري باندارا وأنه كذاب ومجنون ومضلل وساحر ومشعوذ ووثني اللهم إني أعتذر إليك ووصف تلمودهم المسيحيين بأنهم ليسوا أكثر من خرق حيض المرأة التي ترمى في القاذورات وأنهم وثنيون وقتله وفسقه وحيوانات قدرة وحمير وخنازير وكلاب ويصورون نبيهم داود يزني بامرأة أحد ضباطه وتحبل منه عزيز المستمع كما أعردت كتبهم اسمها على أنها بفشيبع امرأة أوريا الحثي قبح الله من دانا وعصف الأنبياء بذلك ويصورون نبيهم داود يزني بامرأة أحد ضباطه وتحبل منه وذلك عندما رآها على السطوح فأعجبه جمالها وأرسل الضباط إلى ميادين الختال ليهلك الضابط زوجها ومن ثم يتزوج هو زوجته أي بشاعة هذه إن هذا الكلام لا يمكن أو يعقل أن يكون من عند الله إن هذا الكلام لا يمكن أو يعقل أن يكون من عند الله وبالتالي لا يمكن أن يكون صالحا لهداية البشرية لقد حكى القرآن الكريم عن جوانب كثيرة من تفكير اليهود الديني وموقفهم من كتابهم ورسلهم ومن ذلك ما حكاه عن ميلهم إلى الوثنية على الرغم من وجود نبيهم موسى عليه السلام بينهم فقد قالوا له إجعل لنا إلها كما لهم آلهة وعندما عاد إليهم موسى بعد ملاقات ربه وجدهم عاكفين على عبادة عجل قائلين له لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى أعزيز المستمع يقصد هنا قائلين لهارون أخي موسى والله أعلم وعدم تخليهم عن شغفهم بالوثنية بعد موسى كما قال تعالى ونقل جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وقال وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم وذكر القرآن نوعا من تعنتهم مع موسى ويتمثل ذلك في قولهم له آلنا الله جهرة وذكر نوعا من سوء أدبهم مع الله فقال وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم المائدة الآية الرابعة والستون ونسبهم بنوة البشر لله تعالى قال تعالى وقالت اليهود وعزير ابن الله وألهوا أحبارهم بل ألهوا أحبارهم كما قال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وعدم تورائهم في تحريف كلام الله كما حكى عنهم القرآن في الآية فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وفي الآية أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون ومما حكاه القرآن عن موقفهم من رسلهم قوله تعالى أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقوله تعالى كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق وقوله فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ويطضح لك مما سقناه من أدلة من كتب اليهود ومن كتاب الله سبحانه إلى أي درك وصلت هذه الديانة على أيدي هؤلاء البشر ثانيا جوانب من الحياة السياسية والاجتماعية في المجتمعات اليهودية إن الله تعالى لا يرضى لدينه أن يكون عنصريا بعيدا عن الإنسانية ولكن اليهود بدلوا دين الله وجعلوه عنصرية لا يحمل للإنسانية رحمة وافتروا على أنبياء الله تعالى وعصفوهم بكل النقائص والرذائل البشرية كما رأينا ولهذا فلا غرابة أن يعيشوا في صراع وفتن مع الشعوب غير اليهودية إلى يومنا هذا ففي القرن السابع الميلادي بالذات أوقعوا بين المسيحيين في أنطاكيا والقائد الفارسي فوكاس مما ترتب عليه وقوع مذابح فضيعة في نصارى أنطاكيا وسعادوا جيوش الفرس في محاربة نصارى الشام وقتلوا بأنفسهم النصارى في الشام مثل ما حدث في صور وكان جزاؤهم أن عاقبهم هرقل ملك الروم عقوبة قاسية عندما علم بما ارتكبوه من مآس في حق النصارى بالشام لقد وصفهم القرآن الكريم وصفا دقيقا بصور تبين ما كانوا عليه في القرنين السادس والسابع الميلاديين من تدهور خلقي وانحطاط نفسي وفساد اجتماعي جعلهم غير أهل لإمامة الأمم وقيادتها ومن ذلك قول الله تعالى فيهم ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون وقد ذاق العرب في يثرب الويلات نتيجة لحرص اليهود على إثارة الفرقة والحروب بين الأوس والخزرج واحتكارهم التجارة وتسخير العرب في مصالحهم الاقتصادية وعادوا الرسول صلى الله عليه وسلم وكادوا له كيدا عظيما ومكروا به كثيرا ولكن الله مكر بهم وكانت مشيئة الله أن أجلاهم الرسول صلى الله عليه وسلم عن المدينة وأجلاهم عمر رضي الله عنه عن الجزيرة العربية تنظيفا للمجتمع الإسلامي من شعورهم وآثامهم با جوانب من الحياة الدينية والسياسية والاجتماعية في ظل المسيحية أولا الحياة الدينية وكذلك المسيحية فبالإضافة إلى ما لحق بها من تحريف فقد شابتها ألوان شتى من الوثنية والخرافات اليونانية والرومانية إضمحلت في جانبها تعاليم المسيح الميسرة وأصبحت على تعاقب العصور ديانة وثنية تحول بين الإنسان والعلم والفكر والمنطق ومن الأدلة الواضحة على ذلك ما ذكره باكستر الأوروبي والذي ترجمته لقد انتهت الوثنية ولكنها لن تلقى إبادة كاملة بل إنها تغلغلت في النفوس واستمر كل شيء فيها باسم المسيحية وفي ستارها فالذين تجردوا عن آلهتهم وأبطالهم وتخلوا عنهم أخذوا شهيدا من شهدائهم ولقبوه بأوصاف الآلهة ثم صنعوا له تمثالا وهكذا انتقل هذا الشرك وعبادة الأوثان إلى هؤلاء الشهداء المحليين ولم ينتهي هذا القرن حتى عمت فيهم عبادة الشهداء والأولياء وتكونت عقيدة جديدة وهي أن الأولياء يحملون صفات الألوهية وصار هؤلاء الأولياء والقديسون خلقا وسطا بين الله والإنسان ويحمل صفة الألوهية على أساس عقائد الأريسيين وأصبحوا رمزا لقدسة القرون الوسطى وعيها وطهرها وغيرت أسماء الأعياد الوثنية بأسماء جديدة حتى تحول في عام أربعين ميلادي عيد الشمس القديم إلى عيد ميلاد المسيح وما ذكره الدكتور أبو الغيط في كلامه عن الوثنية في المسيحية ختمه بقوله وهكذا كانت عبادة الأوثان في عصور الاضطهاد هذه يرتفع سوقها وينخفض تبعا لتأييد النصارى للحكام الرومانيين وإقبالهم على تلبية رغباتهم في الولاء لتمثال قيصر ومن يتباطع عن ذلك كان مصيره الحرق والهدم والتدمير كما يقول بذلك التاريخ المسيحي كله حتى تأطعت المسيحية رأسها أخيرا للوثنية وغطرستها بعد طول التجاذب والصراع بينهما فحيثما دخلت المسيحية بلدا ووجدت أهلها مقيمين على الوثنية أقروهم على عبادتهم بالإضافة إلى المعتقدات المسيحية وابتدع النصارى الرهبانية وأدخلوا في أناجيلهم ماذا تستسيقه الأفهام فابن حزم أحد رواد علم مقارنة الأديان انتهى إلى نتائج خطيرة عندما درس المصادر الأصلية للمسيحية ومن مناقشاته للنصارى في عقيدتهم قوله وقالت أي لعقوبية إن المسيح هو الله تعالى نفسه وإن الله تعالى عن كفرهم مات وصلب وقتل وإن العالم بخي ثلاثة أيام بلا مدبر والفلك والفلك بلا مدبر بل والفلك بلا مدبر ثم قام ورجع كما كان وإن الله تعالى عاد محدثا وإن المحدث عاد قديما وإنه تعالى هو كان في بطن مريم محمولا به ولولا أن الله تعالى وصف قولهم في كتابه العزيز إذ يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وإذ يقول الله تعالى حاكيا عنهم إن الله ثالث ثلاثة وإذ يقول الله تعالى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله لولا ذلك لما انطلق لسان مؤمن بحكاية هذا القول العظيم الشنيع السمج السخيف وتالله لولا أننا شاهدنا النصارى ما صدقنا أن في العالم عقلا يسعى هذا الجنون ونعوذ بالله من الخذلان ويقول في ضحض هذا القول ويلزم هؤلاء القوم أن يعرفون من دبر السماوات والأرض وأدار الفلك هذه الثلاثة الأيام التي كان فيها ميتا ثم يقال للقائلين بأن البارئ تعالى ثلاثة أشياء أب وابن وروح قدس أخبرونا إذ هذه الأشياء لم تزل كلها وأنها مع ذلك شيء واحد إن كان ذلك كما ذكرتم فبأي معنى استحق أن يكون أحدهم يسمى أبا والثاني ابن وأنتم تقولون إن الثلاثة واحد وإن كان منها هو الآخر فالأب هو الابن والابن هو الأب وهذا هو عين التخليط وإن جيلهم يبتل هذا بقولهم فيه سأقعد عن يمين أبي وبقولهم إن القيامة لا يعلمها إلا الأب وحده وإن الإبن لا يعلمها فهذا يجب أن الإبن ليس هو الأب وإن كانت الثلاثة متغيرة وهم لا يقولون بهذا فألزمهم أن يكون في الابن معنى من الضعف أو من الحدوث أو من النقص به واجب أن ينحط عن درجة الأبي والنقص ليس من صفة الذي لم يزل وخلاصة قول ابن حزم في عقيدتهم التي جاءت في أناجيلهم فهذه سبعون فصلا من أناجيلهم من كذب بحث ومناقضة لا حيلة فيها ومنها فصول يجمع الفصل من ثلاث كذبات فأقل على قلة مقدار أناجيلهم وجملة أمرهم في المسيح عليه السلام أنه مرة بنص أناجيلهم ابن الله ومرة هو ابن يوسف وابن داود وابن الإنسان ومرة هو إله يخلق ويرزق ومرة هو خروف الله ومرة هو في الله والله فيه ومرة هو في تلاميذه وتلاميذه فيه ومرة هو علم الله وقدرته ومرة لا يحتكم على أحد ولا ينفذ إرادته ومرة هو نبي وغلام الله ومرة أسلمه الله إلى أعدائه ومرة قد انعزر الله له عن الملك وتوله هو وصار يولي أصحابه خطة التحليم والتحليل في السماوات والأرض ومرة يجوع ويطلب ما يأكل ويعتش ويشرب ويعرق من الخوف ويلعن الشجرة إذا لم يجد فيها تينا يأكله ويفشل فيركب حمارة ويأخذ ويلطم وجهه ويضرب رأسه بالقصبة ويزق في وجه ويضرب ظهره بالصياط ويميته الشرط ويتهكمون به ويسخ الخل في الحنظل ويصلب بين سارقين ويسمر يداه ومات الساعة ودفن ثم يحيا بعد الموت ولم يكن له هم إذا حيا بعد الموت واجتمع بأصحابه إلا طلب ما يأكل فأطعمه الخبز والحوت المشوي وسقوه العسل ثم انطلق إلى شغوله ثم أخذ ابن حزم في بيان الكذب والكفر والهوس الذي جاء في كتبهم غير الأناجيل إن هذا المآل الذي آلت إليه المسيحية واليهودية اقتضى أن يرسل الله رسولا آخر ومحمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام لإنقاذ البشرية من هذا الضلال ويكون الدين الخاتم لكل البشرية بعد أن أعدت لتلقيه هو هذا الدين ثانيا الحياة السياسية والاجتماعية في المجتمعات النصرانية حل القرن السادس الميلادي والحرب قائمة بين نصارى الشام والدولة الرومانية وبين نصارى مصر أو بين الملكانية التي يمثلها حزب الدولة والمنوفيسية التي يمثلها حزب القبط بعبارة أخرى وذلك لاختلافهم حول حقيقة وطبيعة المسيح عليه السلام إذ يعتقد الملكانية في ازدواج طبيعة المسيح بيننا يعتقد المنوفيسيون أن للسيد المسيح طبيعة واحدة وأصبح العالم المسيحي في شغل بنفسه عن محاربة الفساد والإصلاح ودعوة الأمم إلى الخير وابطلي القبط بالنصر لاعتقادهم المخالف لاعتقاد الدولة وفي الدولة الرومانية الشرقية بالذات ساءت أحوال الناس حتى فضلوا الحكومات الأجنبية على حكوماتهم وقامت فتن وثورات وقد هلك في عام 32 وخمسمائة ميلادية مثلا في الطراب واحد 30 ألف شخص في القسطنطينية وأمعنوا في أساليب التسليح التي وصلت إلى حد الوحشية وفي مصر البيزنطية ساد للطهاد الديني والاستبداد السياسي والبؤس والفقر إذ كانت شاتهم الحلوب التي يحسنون حلبها ويسيئون علفها مصر ولم ينقذ المصريين من هذه الحال إلا المسلمون كما يعترف بذلك من ينتسبون إلى النصرانية أمثال جوستاف لوبون وفي سوريا البيزنطية سادت المظالم إلى الحد الذي اضطر كثيرا من السوريين لبيع أبنائهم ليوفوا ديونهم أما الأمم الأوروبية في الغرب والشمال فكانت تعيش حروبا دامية وجهلا مطبقة وغلوا في الدين وكانوا يبحثون في قضايا مثل هل المرأة حيوان أم إنسان وهل لها روح خالدة أم لا وهل لها حق الملكية والبيع والشراء إلى آخره جيم جوانب من الحياة الدينية والسياسية والاجتماعية في ظل المجوسية أولا الحياة الدينية لقد شع في إيران قبل ظهور زرادشت الاعتقد بألوهية ميثرا وييما وآشا وظل ذلك حتى بعد الظهور الزرادشتية التي تأثرت بهذه الديانة الوثنية القديمة التي تقدس بعض عناصر الطبيعية مثل النار والكواكب ويعبد فيها آلهة متعددة أما الزرادشتية في أصلها فقد كانت حربا على عقيدة ميثرا وييما وآشا تلك العقيدة الوثنية إذ كان من أبرز مبادئ الزرادشتية دعوة الناس إلى عبادة إله واحد وهجر الوثنية والصابئية التي كانت تتمثل في عبادة بعض الكواكب وغيرها من القوى الطبيعية والدعوة إلى تقديس عنصر الشمس والنار على أنهما رمزان تلك القوة الواحدة التي لا تفتأ تفيض رحمة ونورة وعطفا وطهرة وتعمل على إنقاذ الإنسان من البلاء وتقديس التراب والماء والهواء لأهميتهما في حياة الإنسان وبعد موت زرادشت ظهرت فرق المجوس الذين يعبدون النار ورونها إلهة ويستعملونها في شعائرهم الدينية متناسين أنها كانت فقط رمزا للضعفة حتى أصبحوا يعرفون بأنهم عبدة النار وأحيانا كهنة المجوسية ومن التقوص التي كانت موجودة من قبل زرادشت عبادة الأصنام وتقديم القرابين وبخاصة للإله ميثرا الذي أصبح أبرز الآلهة ولما غزى الإسكندر المقدوني بلاد إيران في أواخر القرن الرابع قبل الميلاد اختفت الزرادشتية ولم تظهر إلا بعد خمسة قرون عندما قامت الدولة الساسانية التي حاولت العودة إلى الزرادشتية باعتبارها جزءا من تراث إيران ولكن الزرادشتية الساسانية كانت بعيدة كل البعد عن اتجاهات زرادشت وكانت تحقق أهداف الملوك وطغيان الكهنة وفي القرن الثالث قبل الميلاد ظهر ماني بمذهبه الذي كان مزيجا من الزرادشتية والمسيحية والديصانية وعده زرادشتيون ملحدا خارجا عن الزرادشتية الدين الحق أي عدوه زنديقا لأن ديانته ثنوية صريحة إذ تقول بوجود كائن ثنائي الطبيعة وبوجود مبدأ أو كائنين يسيطران على العالم هما مبدأ النور ومبدأ ظلام الأول مصدر الخير والثاني مصدر الشر ولكل منهما قدرة على الإدراك وعند امتزاج هذين الكائنين نشأ الكون بما فيه من ظواهر وحوادث وأجسام كثيفة وكائنات حية ويرون أن كل من يساعد على إطالة أمد امتزاج النور بالظلام هو شر كله وفي مقدمة ذلك الزواج والتناسل ولذلك رأوا أن من الواجب أن يسلك الإنسان مسلك العزلة والرهبنة وأن يقطع دابر التناسل حتى يفنى العالم المادي ويتخلص النور من الظلام انتهى الشريط الثالث من كتاب السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية دراسة تحليلية وله بقية على الشريط الرابع الوجه الاول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الرابع من كتاب السيرة النبوية في ضوء المصادر الاصلية نتابع القراءة تحت عنوان جوانب من الحياة الدينية والسياسية والاجتماعية في ظل المجوسية ونوصل القراءة في الحياة الدينية نقول في القرن الثالث قبل الميلاد ظهر ماني بمذهبه الذي كان مزيجا من الزرادشتية والمسيحية والضيصانية وعده زرادشتيون ملحدا خارجا عن الزرادشتية الدين الحق اي عدوه زنديقاء لان ديانته فنوية صريحة اذ تقول بوجود كائن ثنائي الطبيعة وبوجود مبدأ او كائنين يسيطران على العالم هما مبدأ النور ومبدأ الظلام الاول مصدر الخير والثاني مصدر الشر ولكل منهما قدرة على الادراك وعند امتزاج هذين الكائنين نشأ الكون بما فيه من ظواهر وحوادث وادسام كثيفة وكائنات حية ويرون ان كل من يساعد على اطالة امد امتزاج النور بالظلام هو شر كله وفي مقدمة ذلك الزواج والتناسل ولذلك رأوا ان من الواجب ان يسلك الانسان مسلك العزلة والرهبان وان يقطع دابر التناسل حتى يفنى العالم النادي ويتخلص النور من الظلام وفي سنة ست وسبعين ومائتين ميلادية قتله الملك الايراني بهرام بن هرمز بن شابور وقال عنه ان هذا الرجل قد جاء يدعو الناس الى تدمير الكون فالواجب ان يبدأ بتدمير نفسه وعلى الرغم من هذا الاضطهاد استمرت المانوية وتحولت الى حركة سرية وبقيت كذلك في الفترة الاسلامية وظهر مزدوك في اواخر القرن الخامس الميلادي سنة ثمان وسبعين واربعمائة ميلادية وسار على تعالين مامي معلنا شوعية المال والنساء واخذ الملك الايراني القباد باعراء مزدوك وطبقها في المجتمع في السنوات العشر الاولى من حكمه وعندما وقف على بطلانها وحقيقتها تحول عنها وقتل مزدوك واوقع بانصارها سنة 29 وخمسمائة ميلادية فتحولوا الى العمل السري ايام الدولة الساسانية ثم عادت الى الظهور من جديد في العصور الاسلامية وظهرت في ايران كذلك الديانة المرقومية نسبة الى وضع اسسها ماركيون وعقدتها ثانوية لزعمهم ان النور خالق الخير والظلم خالقة الشر وتأثرت بالزرادشتية والمسيحية وكذلك ظهرت في ايران الديانة الضيصانية وهي من الديانات الثانوية وذهبت الى ما ذهبت اليه المرقومية من وجود عالم ثالث اضافة الى النور والظلمة مهمته ان يفصل بين عالم النور وعالم الظلمة ولم توضح كيفية وضيب هذا العالم الثالث وابن ديرصان الذي تنسب اليه هذه النحلة اول من نهد لفكرة الحلول حيث زعم ان نور الله قد حل قلبه ثانيا الحياة السياسية والاجتماعية في ظل المجلسية لقد شاع الفساد في ايران في ظل ديانتها الوثنية القديمة التي سبقت الزرادشتية خاصة سكان البادية فقد كان بعضهم يعتدي على بعض بالسلب والنهب وازهاق الارواح وعندما جاءت الزرادشتية حاولت القضاء على هذه المفاسد ولكن الى حين وذلك لظهور عقائد اخرى مثل المانوية والمزدوكية وفي ظل المجوسية المنبثقة عن الزرادشتية وفي ظل بقايا المانوية والمزدوكية والديانات الايرانية القديمة عاشت ايران في فوضى اخلاقية وتشتت عقدي وحروب دامية داخلية وخارجية فكثيرا ما كان مقدس النار يهزمون عبدة المسيح وينهبون اموالهم ويأسرون منهم واحيانا كانت الدائرة تدور على الفرس الايرانيين فيغلبهم الروم وكان المجوس من الفرس لا يعبدون الاله الحق ولم تتمكن الاخلاق الفاضلة في نفوسهم وكان الاكاسرة يبطهدون الفرق الدينية المخالفة لهم في العقيدة ومن الممارسات الاجتماعية البارزة استحلال الزرادشتيين زواجا محارم وقالوا الابن احرى بتسكين شهوة امه واذا مات الزوج فابنه اولى بالمرأة ولذلك تزوج ملكهم يزدجرد الثاني حكم في اواسط القرن الخامس الميلادي ابنته ثم قتلها وان بهرام جويين الذي ملك في القرن السادس الميلادي كان متزوجا باخته وحظيت الدعوة المسدكية بتأييد الشباب والاغنياء والمترفين والطبقة العاملة العام لما صرفته من هوا في نفوسهم وحظيت بتأثير الحاكم كما قلنا لفترة مما كان له اكبر الاثر في نشاطها وانغمست ايران بتأثيرها في الفوضة الخلقية وكان للايرانيين اعتقاد في البويتات الروحية والاشراف من قومهم اذ يرونهم فوق العامة في طينتهم وفوق مستوى الناس في عقولهم ونفوسهم ويمنحونهم سلطة روحية لا حد لها ويخضعون لها خضوعا كاملا وكان العامة كذلك طبقات متميزة بعضها عن بعض تميزا واضحا وكان لكل طبقة مركز محدد في المجتمع وكانوا يبالغون في تمجيد القومية الفارسية ويرون ان لها فضلا على سائر الاجناس والامن وان الله قد خصها بمواهب ومنح لم يشرك فيها احدا وكانوا ينظرون الى الامن من حولهم نظرة ازدراء وامتهان ويلقبونها بالقاب تدل على هذه النظرة ولما كانت النار لا توحي الى عبادها بشريعه ولا ترسل رسل ولا تتدخر في شؤون حياتهم ولا تعاقب العصاة المجرمين فقد اصبحت الديانة عند المجوس الذين حرفوا زرادشتية الاصلية عبارة عن طقوس وتقاليد تؤدى في امكنة خاصة وفي ساعات خاصة اما خارج المعابد وفي دورهم واماكن اعمالهم وفي الشارع وفي السياسة والاقتصاد والاجتماع وغير ذلك فقد كانوا احرارا يسيرون على هواهم شأن المشركين في كل عصر وهكذا حرمت الامة الفارسية في حياتها في ظل المجوسية دينا عميقا جامعا يكون مربيا ومهذبا على عمل الخيرات ويكون نظاما لكل انشطة الانسان والمجتمع والدولة وحائلا بين الناس وطغيان الحكام وهو ما وجدوه في ظل الاسلام وحرمت حكما رشيدا لقمع الفساد بل كان ملوكها عنصرا اساسيا من عناصر الافساد لانه انتأله عندما لم يعبد الناس الاله الحق وتنافسوا على العرش حتى ان ستة منهم تولوا العرش في اشهر قليلة وبذلك تداهورت حتى قيمة العرش واصبحت كل موارد البلاد ملكا لملوكها الذين عصر بهم الطرف والبذخ الى الحد الخرافي ومثال ذلك ان يزدجر اخر ملوكهم عندما فر امام الفتح الاسلامي كان معه الف طوهن والف مغن والف قيم على المنور والف قيم على البزاه وحاشية اخرى ومع ذلك كان يعتدر نفسه لائجا حقيرا في حالة يرثى لها من قلة الحاشية وفقدان اسباب التسليه وعاش الشعب في بؤس وشقاء تسقل كاهله الضرائب والحرب ديل جوانب من الحياة الدينية والاجتماعية في ظل الديانات الصينية اولا الحياة الدينية كانت تسود الصين في القرن السادس الميلادي ثلاث ديانات ديانة لاتسو وديانة كونفشوس والبوذية اما الاولى فقد كانت وثنية تعنى بالنظريات اكثر منها بالعمليات وعاش اتباعها زاهدين رهبانا فانفض عنها الى غيرها الذين جاءوا بعد مؤسسها وعما كونفشوس فقد كان يعنى بالامور العملية اكثر من النظريات ولكن انحصرت تعاليمه في شؤون الدنيا وكان اتباعه لا يعتقدون في بعض الازمنة بعبادة اله معين ويعبدون ما يشاءون من الاشجار والانهار واتجهوا الى كونفشوس يبنون له الهياكل ويعبدونه ويقدمون امامه تماثيره الذبائح والقرابين ويركعون لها والشاعة في الصين قبيل الاسلام عبادة الارواح وبخاصة عبادة ارواح الاباء والاجداد اذ كانوا يعتقدون ان هذه الارواح تعيش معهم بعد وفاة اصحابها واما البوذية الصينية فقد فقدت حتى القدر القليل جدا من بساطتها وابتلعتها البرهمية الثائرة الموتورة فتحولت وثنية تحمل معها الاصنام حيث سادت وتبني الهياكل وتنسب تماثيل بوذة حيث حلت وغمرت هذه التماثيل الحياة الدينية والمدنية التي ظهرت في عهد ازدهار البوذية وتسربت الى مناهج الحياة والعبادة السحر والاوهام وبدأت تتقهقر وتنحط بعد ان سادت الف سنة ثانيا الحياة الاجتماعية ليس في الديانات الصينية الكنفوشيوسية او التي سبقتها نور من يقين ولا بعث من ايمان ولا شرء سماوي يحلون به مشاكل العالم وانما هي حكم حكماء وتجارب خبراء يستفيد بها الانسان اذا شاء ويعفضها اذا شاء ونتج عن ذلك مثلا تمجيد الذكور كما كان يفعل العرب في جاهليتهم فعندما يبشر الصيني بالذكر يعلق القوس وان الشاب على الباب دليل مولد الذكر الذي يحمي العشيرة اما اذا بشر بالانثة علق على بابه مغزلا دليل الخنوع والضعف وفي ظل البوذية الصينية قامت دول تعنى بمظاهر الالهة وعبادة التماثيل وتغير محيط الروابط الاخوية البوذية وظهرت البدع والخزعبلات ولم تمنع الفلسفة الكنفوشيوسية وجود نظام طبقي اجتماعي وان كان اقل حدة من النظام الطبقي البوذي الذي ساد في الهند كما رأينا في الصفحة السابقة ها جوانب من الحياة الدينية والاجتماعية في ظل الديانات الهندية اولا الحياة الدينية سادت في الهند الديانة البرهامية التي عبد اتباعها القوى المؤثرة في الكون والتي جسدوها ثم اعتقدوا حلولها في بعض الاجسام فعبدوا الاصنام لحلولها فيها وتعددت آلهتهم ثم حل بعقائدهم التغيير والتبديل حتى انحصرت الآلهة في ثلاثة اقانيم براهما وسيفا او سيو ويشونو ومن بعد البرهامية سادت البوذية في الهند والبوذية لم تعنى بالبحث عما وراء الطبيعة بل كانت عناياتها تتجه الى الاصلاح الاجتماعي عن طريق رياضة الارادة على الحرمان وتعويضها السيطرة ورغبة في الملاذ لكي لا تشقى بطلبها ويحز فيها الحرمان وعلى رغم من ذلك وبمرور الزمن اضلت الافكار العليلة تعاليم بوذة الخلقية حتى توارت وراء التخيلات السقيمة بسبب التبديعات الكلامية والتنطعات وانحطت البوذية كما انحطت البرهامية ودخلت فيها العادات الصاقفة واصبح من العصير التمييز بينهما لقد اندمجت البوذية في البرهامية وذابت فيها وسادت الوثنية المجتمع الهندية باسره حتى عصل عدد الآلهة حدا خرافية ووجدت في كل مرفق ومن كل نوع شيئا لها فمنها اشخاص تاريخية وابطال تمثل فيهم الله حسب زعهم وجبال تجلس عليها بعض آلهتهم ومنها معادن كالذهب والفدة تجلى فيها اله ومنها نهر الكنج وآلات الحرب والكتابة وآلات التناسل وحيوانات اعظمها البقرة والاجرام الفلكية ثانيا الحياة الاجتماعية اتفقت كلمة المؤرخين على ان احط ادوارها ديانة وخلقا واجتماعا ذلك العهد الذي يبتدئ من مستهل القرن السادس الميلادي اذ انتشرت فيه المفاسد حتى في المعابد الدينية وعابد بعض رجال الفرق الدينية النساء العاريات وعابذات النساء الرجال العرع ولم تعود للمرأة قيمة او كرامة حتى ان الرجل لا يخسر امرأته في القمار ولا تتزوج بعد وفاة زوجها وانتشرت عادة احراق الايام نفوسهم على وفاة ازواجهم خاصة في الطبقات العليا وانزلت النساء في هذا المجتمع منزلة الامام وقامت فلسفتهم الدينية على تقسيم المجتمع الى اربع طبقات وهي واحد البراهما الكهنة ورجال الدين اثنان شطر رجال الحرب ثلاثة ويش رجال الزراعة والتجارة عربع شودر رجال الخدمة خدمة الطبقات الثلاثة وهذه الطبقة الاخيرة تعد نجسة لا تخالط ولا تتعلم حتى الكتب المقدسة وكفارة قتل الكلب والقطة والضبع والغراب والجومة ورجل الطبقة المنبوذة سواء اما البراهما فهم فوق القانون ويحل لهم ابادة الاخرين هذا الفساد والضياع الذي عاشه العالم في الجزيرة العربية وخارجها كان يقتضي ارسال رسول فارسل الله سبحانه محمدا صلى الله عليه وسلم للناس كافة عربهم وعجرهم ينقذهم من هذا الضياع والانحراف ويخرجهم من الظلمات الى النور الفصل الاول من المولد الى المبعث المبحث الاول نسب الرسول صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مره بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر ابن مالك بن مضر بن كنانة بن خزيمة ابن مدركة بن إلياس ابن مضر بن نزار بن معد ابن عدنان اخرج هذا القدر من نسبه البخاري في صحيحه وهو المجمع عليه بين العلماء اما ما بعده الى ادم عليه السلام فمختلف فيه كثيرا وليس فيه ما يعتمد عليه ولكن مما لا خلاف فيه ان عدنان من نسل اسماعيل بن ابن ابراهيم عليه السلام واخوارهم من بني زهرة لان امه امنة بنت وهب كانت منهم ويلتقي نسبه بنسبها في كلاب بن مره وشاء الله ان يكون من اعلى واطهر اهل الارض نسبا واشرفهم قوما وقبيلة وفخذاء وفي هذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ان الله اصطفى كنانة من ولد اسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم ويقول ان الله عز وجل يوم خلق الخلق جعلني في خيرهم ثم حين فرقهم جعلني في خير الفريقين ثم حين جعل القبائل جعلني في خير قبيلة ثم حين جعل البيوت جعلني في خير بيوتهم فانا خيرهم نسبا وخيرهم بيتا ولم يستطع ابو سفيان ان ينكر علو وسمو ونسب الرسول صلى الله عليه وسلم على الرغم مما كان له من عداء للرسول صلى الله عليه وسلم قبل اسلامه فقال هو فينا ذو نسب ذلكم هو نسب محمد صلى الله عليه وسلم الذي سماه جده عبد المطالب بهذا الاسم رغبة منه عن اسماء اهل بيته فاراد ان يحمده الله في السماء وخلقه في الارض حكم وفوائد من هذا الاصطفاء واحد ما دمت العرب لا تسمع الا لذوي الانساب العالية فيهم فقد اقتضت حكمة الله تعالى ان يكون نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من اعلاهم نسبا حتى لا يكون لاعداء الاسلام سلاح في ايديهم للصد عن سبيل الله وحتى لا يتوهم متوهم ان رسالته ما هي الا وسيلة لغاية وهي تغيير وضعه الاجتماعي اثنان ان اختيار الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم من العرب من دلائل حب الله تعالى لهم وهذا يقتضي من المسلم ان يحبهم من حيف الجنس لا من حيف الافراد لان الافراد قد ينحرفون عن الاسلام فينبغي هنا كره افعالهم المنحرفة لا كره جنسهم العربي المبحث الثاني الختان والتسمية اختلف العلماء في امر ختانه فمنهم من قال انه ولد مختونة ومنهم من قال ختنه جده عبد المطلب يوم سابعه وصنع له مأدبة وسماه محمدا والذي رجحه بعض كبار العلماء القدماء انه ولد مختونة وعندما سأله قومه عن سبب رابته عن اسماء اهل بيته اجابهم بانه يريد ان يحمده الله في السماء ويحمده خلقه في الارض اي عندما سألوا عبد المطلب وعرف الرسول صلى الله عليه وسلم باسماء اخرى فقد قال ان لي اسماء انا محمد وانا احمد وانا الماح الذي يمح الله بالكفر وانا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وانا العاقب وقال الراوي والزهري والعاقب الذي ليس بعده نبي وزاد ابنسعد والخاتم وزاد مسلم اسماء اخرى وهي المقفة ونبي الرحمة وزاد التنذي نبي الملاحم وقد وردت اخبار بان امه سمته احمد فقد روى ابنسعد باسناد حسن عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سميت احمد ولما كان والده قد توفي وهو في بطن امه فينصرف القائم بالتسمية الى الام ويشهد لذلك ما رواه ابنسعد من طريق الواقدي بسنده الى ابي جعفر محمد بن علي قال ومرت امنته وهي حامل برسول الله صلى الله عليه وسلم ان تسميه احمد ويشهد له ايضا ما رواه ابنعيم عن بريده وابن عباس قال رأت امنة في منامها فقيل لها انك قد حملت بخير البرية وسيد العالمين فاذا ولدته فسميه احمد ومحمدا الى اخره ويشهد له ما رواه ابن اسحاق ومن طريقه البيهقي في الدلائل وقال وكانت امنة تحدث انها اتيت حين حملت بمحمد صلى الله عليه وسلم فقيل لها فاذا وقع فسميه محمدا فان اسمه في التوراة والانجيل احمد يحمده اهل السماء واهل الارض وان اسمه في القرآن محمد فسمته بذلك وفي اخره انها اخبرت عبد المطالب بما امرت ان تسميه فقال شعرا وفي اخره احمد مكتوب على اللسان وقد رواه ابن عساكر ايضا وكني بابي القاسم وامر ان نسمي باسمه ولا نكمي بكنيته وكانه جبريل عليه السلام بابي ابراهيم ولكنه كره ان يحول كنيته التي عرف بها واختلف العلماء في امر التكني بكنيته وفي امر الجمع بين اسمه وكنيته فقيل انما نهى عن التكني بكنيته في حال حياته وقيل انما نهى ان يجمع بين اسمه وكنيته فقط اي واحد ولم يعرف اسم احمد قبله وصمت بعض العرب باسم محمد لما شاع قبيل وجوده ان نبيا سيبعث اسمه محمد المبحث الثالث اليتم ورعاية الجد ثم العم اختلف اهل المغازي والسير في تاريخ وفاة والده والذي قاله ابن اسحاق ورجحه ابن سعد ان ذلك كان وهو في بطن امه وهو المشهور الذي رجحه كثير من العلماء انثال الذهبي وابن كثير وهو الذي قطعت به الاية القرآنية الكريمة الم يجدك يتيما فآوى وبذلك يكون رسول صلى الله عليه وسلم قد ولد يتيما والمشهور انه ولد بمكة يتيما الاب في يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الاول في العام المشهور بعام الفيل وهو ما يراه المستشتقون مقابلا لعام سبعين وخمسمائة ميلادية ولكن الباحث محمود باشا الفلكي توصل الى انه كان التاشع من ربيع الاول الموافق للعشرين من شهر نيسان عاما واحد وسبعين وخمسمائة ميلادية وعندما مات والده كاف له جده عبد المطالب وهو تحت رعاية امه امنة بنت وهب وكانت وفاة والده بالمدينة عند اخواله بني عدي بن نجار عندما ارسله والده عبد المطالب اليها ليشتري منها تمرأ ودفن في دار النابغة تحت عتبة البيت الثاني على يسال ما يدخل دار النابغة وكانت وفاته عن خمس وعشرين سنة وظل الرسول صلى الله عليه وسلم في رعاية امه امنة وكفالة جده عبد المطالب بعد اوبته من بادية بني سعد وعندما بلغ من العمر ست سنين ترفيت والدته امنة بالابواء وهي راجعة به الى مكة من زيارة قامت بها معه الى اخوال ابيه بني عدي بن نجار بالمدينة المنورة ومحملته مولاته وحاضنته ام ايمن الى جده عبد المطالب بمكة فاخذ يحوطه بعنايته الى ان توفي وللنبي صلى الله عليه وسلم ثمان سنوات من العمر فاوصى به الى عمه ابي طالب اخي ابيه عبد الله لامه وابيه امهما فاطمة بنت عمر ابن عائد وقد رويت اخبار في مدى عناية جده عبد المطالب به من ذلك ما رواه ابو يعلى ان عبد المطالب ارسل محمدا ذات مرة في اثر ابل له ضلت فاحتبس عليه حتى حزم حزنا شديدا وعندما عاد محمد بالابل اقسم ان لا يبعثه في حاجة له ابدا ولا يفرقه بعد هذا ابدا وكان يقربه ويدنيه منه ولا يدعو احدا يدخل عليه وهو نائم وكان له مجلس لا يهرس عليه غيره وكان له فراش في ظل الكعبة يجلس حوله بنوه ويجلس النبي صلى الله عليه وسلم عليه مع جده وتروي كتب السير ان ابا طالب كان شديد لاعتناء ايضا بابن اخيه محمد صلى الله عليه وسلم فكان لا ينام الا ومحمد الى جنبه ولا يخرج الا معه ويخصه بالطوام ولا يأكل الا عندما يحضر محمد وظل يحطه بعنايته الى ان توفي قبل الهجرة بنحو ثلاث سنين اي ابو طالب حكمة يتم الرسول صلى الله عليه وسلم واحد لقد شاء الله عز وجل ان ينشأ الرسول صلى الله عليه وسلم يتيما بعيدا عن تربية ابيه وامه وجده اذ ان والده قد توفي هو في بطن امه وقضى معظم فترة طفولته الاولى ببادية بني سعد بعيدا عن اسرته كلها ثم ما لبف ان توفيت امه ولم يمكث معها سوى مدة يسيرة وبعدها بمدة يسيرة توفي جده عبد المطلب كل ذلك لحكم لعل من ابرزها ان لا يكون للمبطلين سبيل الى ادخال الريبة في القلوب او ايهام الناس بان محمدا انما رضى على بان دعوته ورسالته منذ صباه بارشاد وتوجيه ابيه وجده ليصل الى جاه الدنيا باصطناع النبوة فقد كان لجده مكانة مرموقة في قومه فلقد كانت اليه رفادة والسقاية اي اطعام الحجاج وسقايتهم اثنان ولعل في يتمه اسوة للأيتام في كل زمان ومكان ليعرف ان اليتم ليس نقمة وانه لا يجب ان يقعد بصاحبه عن بلوغ اسم المراتب المبحث الرابع من ارهاصات النبوة عند ميلاده صلى الله عليه وسلم وصاحبت ولادته بعض الارهاصات الدالة على نبوته وما ثبت منها بطرق صحيحة قوله صلى الله عليه وسلم انا دعوة ابي ابراهيم وبشرى عيسى ورأت امي حين حملت بي كأن نورا خرج منها اضاءت له قصور بصرة من ارض الشام وما لم يثبت لطرق صحيحة بنت ابي ذؤيب السعدية حين اخذته معها الى بادية قومها فقام معها نحو اربع سنين ثم ردته الى امه لقد تفرد ابن اسحاق برواية خبر ارضاء حليمها الرسول صلى الله عليه وسلم واقامته معها ببادية بني سعد وقد رواه باسناد من قطع اذ لم يصرح فيه عبدالله بن جعفر بالصماع عن حليمة وفي اسناده جهم بن ابي جهم الذي عده الذهبي من المجاهيل ورواه ابو يعلى في مسنده وابن حبان في صحيحه وليس فيهما تصريح بالتحديث بين عبدالله وحليمة كما قال الشيخ الالباني وخطأ ابن حجر لانه قال بان عبدالله قد صرح بالتحديث ورواه الطبراني كذلك ووسق الهيثمي رجال ابي يعلى والطبراني وحكم محققا سيرة ابن هشام والشيخ الالباني بضعف هذا الخبر وعلى الرغم مما قيل في اسناد هذا الخبر الا ان مما لا شك فيه ثبوت استرضاء الرسول صلى الله عليه وسلم في بادية بني سعد وذلك لان رواية الصحيح تتفق مع رواية ابن إسحاق في ان حادثة شق الصدر قد وقعت للرسول صلى الله عليه وسلم وهو صغير مستردع في بادية بني سعد وكذلك رواية الحاكم واحمد وابن إسحاق في حديث انا دعوة ابي ابراهيم واستردعت في بني سعد ابن بكر وفي الحديث الذي رواه ابن إسحاق باسناد حسن قال وفد هوازل للرسول صلى الله عليه وسلم وهو بالجئران حين منصر فيه من حنين إنما في الحضائر أي الأشر عن ماتك وخالاتك وحواضنك التي كنا يكفلنك في هذا الحديث إشاره إلى رضاعة نبي صلى الله عليه وسلم في أهل مناطق الطائف أي في هوازن التي منها بني سعد قوم حليمة بنت أبي ذؤي وروا ابن سعد بسنده إلى ابن القبطية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مسترضان في بني سعد بن بكر وفي رواية أخرى لابن سعد أن أم النبي صلى الله عليه وسلم دفعته إلى السعدية التي أرضعت وذكر ابن كثير أن آبا نعيم روا بسنده إلى عتبة ابن عبد الله أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف كان أول شأنك يا رسول الله قال كانت حاضنتي من بني سعد بن بكر الحديث ويضاف إلى هذه الآثار التي تغل على نجيء أبي الرسول صلى الله عليه وسلم من الرضاعة إليه وتعرفه على الشيماء أخته من الرضاعة التي جئ بها ضمن أسرى غزوة حني وخلال حياته في رعاية حليمة السعدية وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم إرهاصات دلت على بركته وعناية الله به وحفظه له وأشهر مارويا في ذلك حديث حليمة السعدية الطويل المشهور الذي فيه أنه بحلول محمد صلى الله عليه وسلم عليها در فجها اللبن فارتوى منه محمد وابنها الذي كانت تحمله بعد أن كان يبكي من الدوع لجفاف فج أمه ولا ينام هو وأهله وانطلع ضرع راحلتها باللبن بعد أن كان يابسا فشبعت منها مع زوجها وأضحت الراحلة ناشطة قوية تسير في مقدمة الركب بعد أن كانت عاجزة تسير في مؤخرة الركبان وحيثما حلت أغنام حليمة تجد مرعا خصبة فتشبع ولا تجد أغنام غيرها شيئا كان ينمو نموا سريعة لا يشبه نمو الغلمان حكمة الرضاعة في البادية كانت عادة الحضر من العرب أن يسترضيعوا أبناءهم في البدو ابتعادا بهم عن أمراض المدن ورغبة في تقوية أجسامهم وتعويضا وتربية لهم على الاتماد على نفسه منذ الصغر بعيدا عن تدليل أمهات والجدات وبقية الأقارب وتقويما لألسناتهم من اللحن وغيره من مفسدات اللغة المبحث السادس حادثة شق الصدر وقعت للرسول صلى الله عليه وسلم أنه هو في بادية بني سعد حادثة شق الصدر كما جاء ذلك صريحا في رواية أبي نعيم عند ابن كثير ونصها كانت حاضنتي من بني سعد بن بكر فانطلقت أنا وابن لها في بهم لنا ولم نأخذ معنا زادة فقلت يا أخي اذهب فأتنا بزاد من عند أمنا فانطلق أخي ومكثت عند البهم فأقبل طائران أبيضان كأنهما نسران فقال أحدهما لصاحبه أهوهو فقال نعم فأقبل يتدراني فأخذاني فبطحاني للقفاء فشق بطني ثم استخرج قلبي فشقاه فأخرج منه علاقتين سوداوين فقال أحدهما لصاحبه ايتني بماء ثلج فغسل به جوفي ثم قال ايتني بماء برد فغسل به قلبي ثم قال ايتني بالسكينة فذرها في قلبي ثم قال أحدهما لصاحبه خطه فخاطه وختم على قلبي بخاتم النبوة فقال أحدهما لصاحبه اجعله في كفه واجعل ألفا من أمته في كفه فإذا أنا انظر إلى الألف فوقي اشفقوا أن يخر علي بعضهم الوجه الثاني يبدأ حالا نتابع القراءة في رواية شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسترضع في بني سعد ابن بكر فقال أحدهما أي الملكين لصاحبه اجعله في كفه واجعل ألفا من أمته في كفه فإذا أنا انظر إلى الألف فوقي اشفقوا أن يخر علي بعضهم فقال لو أن أمته وزنت به لمال بهم ثم انطلق فتركاني وفرقت فرقا شديدا ثم انطلقت إلى أمي فأخبرتها بالذي لقيت فأشفقت أن يكون قد لبسبي فقالت أعيذك بالله فرحلت بعيرا لها وحملتني على الرحل وركبت خلفي حتى بلغنا إلى أمي فقالت أديت أمانتي وذمتي وحدثتها بالذي لقيت فلم يراها وقالت إني رأيت حين حملت به أنه خرج مني نور أضاءت منه قصور الشام ولو قصة هذا الشق مسلم باختصار ولم يصرح بمكانه قوائها ونصه عن أنس بضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل عليه السلام وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة فقال هذا حظ الشيطان منك ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمه ثم أعاده إلى مكانه وجاء الغلمان يصعون إلى أمه يعني أضئره مرضيعته فقالوا إن محمدا قد قتل فاستقبلوه وهو منتقع اللون قال أنس وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره لقد سكتت بعض المصادر عن تحديد سنه صلى الله عليه وسلم حين وقعت له هذه الحادثة لأول مرة أما البعض الذين حددوا سنه فلم يتفقوا على سن محددة فيفهم من رواية ابن إسحاق أن ذلك كان وعمره صلى الله عليه وسلم فوق الثانية بشهور إذ تقول حليمة فلم يبلغ سنتيه حتى كان غلاما جفرا فقدمنا به على أمه جفرا أي غليظا شديدا فقدمنا به على أمه ونحن أحرص شيء على مكثه فينا فرجعنا به فوالله إنه بعد مقدمنا به بأشهر مع أخيه لفيبهم لنا خلف بيوتنا وفي رواية ابن سعد أن القصة وقعت وللرسول صلى الله عليه وسلم أربع سنين وقال بهذا أبو نعيم من طريق ضعيفة أيضا ويذكر آخرون أنه كان في الخامسة أو بعدها ونحن نميل مع الزرقاني ونرجح رواية ابن سعد في أنه كان في الرابعة لأنها السن التي يمكن أن يمارس فيها راعي البهم ويفهم شيئا مما يدور حوله ولقد تكرر حادث شق صدر الرسول صلى الله عليه وسلم مرات أخرى غير هذه التي في بادية بني سعد فقد روى أحمد وابن عساكر وغيرهما أن شق الصدر قد وقع له وهو ابن عشر سنين وأشهر وأشهر وروا البخاري ومسلم وأحمد والحاكم والترمذي أن شق لصدره قد وقع له وقد تجاوز الخمسين من العمر خين أسر به إلى بيت المقدس وذكر الذهبي روايات الدالة على أن شق صدره كان مرتين في صغره ووقت الإسراء به وهناك من ذكر وقوعها مرة رابعة لقد ذهب بعض أصحاب المدرسة العقلية من المستشرقين والمتأثرين بهم من المسلمين إلى تأويل حادث شق الصدر فمنهم من قال إنها أسطورة ومنهم من قال إنها أمر معنوي وإلى آخره ومن أوجز ما قيل في حادثة شق الصدر قول ابن حجر إن جميع ما ورد في شق الصدر واستخراج القلب وغير ذلك من الأمور الخارقة للعادة مما يجب التسليم له دون التعرض لصرفه عن حقيقته لصلاحية القدرة فلا يستحيل شيء من ذلك وينبغي على المسلم أن يعلم بأن ميزان قبول الخبر إنما هو صحة دواية فإذا صحت فلا يجد البحث بعد هذا عن صرف الكلام إلى غير حقيقته أو تأويله تأويلا عقليا ممجودة كما يفعل أصحاب المدرسة العقلية حكمة شق الصدر واحد يبدو أن هذه الحادثة كانت إعلانا لأمر رسول صلى الله عليه وسلم والتهيئة للأصمة والوحي منذ صغره بوسائل مادية ليكون ذلك أقرب إلى إيمان الناس به وتصديقهم برسالته إنها إذن عملية تطهير معنوي ولكنها اتخذت هذا الشكل المادي الحسي ليكون فيه ذلك الإعلان الإلهي بين أبصار الناس وأسماعهم إثنان فيها بيان إعداد الله تعالى عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم لتلقي الوحي عنها ثلاثة تشير الحادثة إلى تعهد الله عز وجل نبيه عن مزالق الطبع الإنساني ووسائلس الشيطان وهي حصوانة أضفاها الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم المبحث السابع رحلته إلى الشام روى التلمذي بسنده إلى أبي موسى الأشعري أنه قال خرج أبو طالب إلى الشام ومعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشياخ من قريش فلما أشرفوا على الراهب يعني بحيرة هبطوا فحلوا رحالهم فخرج إليهم الراهب وكانوا قبل ذلك أمرون به فلا يخرج ولا يلتفت إليهم قال فنزل وهم يحلون بحالهم فجعل يتخللهم حتى جاء فأخذ بيد نبيه صلى الله عليه وسلم فقال هذا سيد العالمين بعثه الله رحمة للعالمين فقال له أشياخ من قريش وما علمك فقال إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبقى شجر ولا حجر إلا خر ساجدا ولا يسجدون إلا لنبيه وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من عدروف كتفه ثم رجع فصنع لهم طعاما فلما أتاهم به وكان هو في رائية الإبل قال أرسلوا إليه فأقبل وغمامة تظله فلما دن من القوم قال انظروا إليه عليه غمامة فلما دن من القوم وجدهم قد سبقوه إلى فيء ظل الشجرة فلما جلس مال فيء الشجرة عليه قال انظروا إلى فيء الشجرة مال عليه قال فبينما هو قائم عليهم وهو ينشدهم ألا يذهبوا به إلى الروم فإن الروم إن رأوه عرفوه بالصفة فقتلوه التفت فإذا هو بسبعة من الروم قد أقبلوا قال فاستقبلهم فقال ما جاء بكم قالوا جئنا لأن هذا النبي خارج في هذا الشهر فلم يبقى طريق إلا بعث إليه ناس وإنا أخبرنا خبره إلى طريقك هذه قال فهل خلفكم أحد هو خير منكم قالوا لا إنما أخبرنا خبره إلى طريقك هذه قال أفرأيتم أمرا أراد الله أن يقضيه هل يستطيع أحد من الناس رده فقالوا لا قال فبايعوه وفبايعوه وأقاموا عنده مدة قال فقال الراهب أنشدكم الله أيكم وليه قالوا أبو طالب فلم يزل ناشده حتى رده وبعث معه أبو بك بلال وزوده الراهب من الكعك والزيت اختلف العلماء في هذا الحديث فقد حسنه التلميذي وصححه الحاكم والألباني وعرجون وشعيب وعبد القادر أرمعوت وابن حجر وقال ابن حجر رجاله ثقات وليس فيه سوى هذه النقطة أي ذكر أبي بك وبلال فيحتمل أن تكون مدرجة فيه منقطعة من حديث آخر وهما من أحد رواته وقال ابن القيم إن هذه النقطة من الغلط الواضح وأنكره الذهبي وقال هو حديث منكر جدا وإن كان أبو بكر كان ابن عشر سنين فإنه أصغر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنتين ونصف وإن كان بلال في هذا الوقت فإن أبا بكر لم يشتره إلا بعد المبعث ولم يكن ولد بعد وأيضا فإذا كان عليه غمامة تظله كيف يتصور أن يميل فيء الشجرة لأن ظل الغمامة يعدم في فيء الشجرة التي نزل تحتها ولم نرى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أبا طالب قط بقول الراهب ولا تذاكرته القريش ولا حكته أولئك الأشياخ مع توفر هميهم ودوائيهم على حكاية مثل ذلك فلو وقع لشتهر بينهم أي مشتهار ولا بقي عنده حس من النبوة ولما أنكر مجيء الوحي إليه أولا بغار حراء وأتى خذية خائفا على عقله وأيضا فلو أثر هذا الخوف في أبي طالب ورده كيف كان التطيب نفسه أن يمكنه من السفر إلى الشام تاجرا لخديجة وفي الحديث ألفاظ منكرة تشبه ألفاظ الطرقية مع أن ابن عائذ قد روى معناه في مغازيه دون قوله وبعث معه أبو بكر بلالا وقال ابن كثير فيه من الغرائب أنه من مرسلات الصحابة فإن أبا موسى الأشعري إنما قدم في سنة خيبر سنة سبع من الهجرة وعلى كل تقديل فهو مرسل إن الغمامة لم تذكر في حديث أصحى من هذا ثم اعترض على ذكر أبي بكر وبلال بما اعترض عليه الذهبي وقال ابن سيد الناس إن في متنه نكاره وقال الذهبي في تلخيصه على المستدرك وعظله موضوعا فبعضه باطل وأنكر الشيخ عبد الرحمن الوكيل في تعليقه على الروض الأنف ذكر أبي بكر وبلال في هذا الحديث ونحن نميل مع الذين قبلوا هذا الحديث ولم يردوه أمثال الترمذي والحاكم وابن سيد الناس والجزري وابن كثير والعسقراني والسيوطي وابن حجر والألباني وغيرهم من القدماء والمحدثين إذ إنه يمكن الجمع بين أقوال النقاد فما دمت المشكلة هي خطأ لورود ذكر أبي بكر وبلال في القصة فتحمل على أنها مدرجة فيه منقطعة من حديث آخر وهما من أحد رواته كما قال ابن حجر اثنان ذكر ابن إسحاق القصة بنحو سياق التلمذي وليس فيه ذكر أبي بكر وبلال ولكنها بدون إسناد فيستأنس بروايته لإمامته في المغازي ويكاد يكون لكل رواياته غير المسندة أصل أما إعلان ابن كثير للقصة لأنها من رواية الأشعري إعلاله لها الذي قدم على الرسول صلى الله عليه وسلم بعد فتح خيبر فمع محاولة ابن كثير الإجابة عن ذلك فهناك رواية أخرى رواها رزين عن علي بن أبي طالب عن أبيه وقال ابن الأثير عنها وليس بينها وبين رواية التلمذي عن أبي موسى كبير اختلاف ولعل بها يزول الإرسال المذكور ثم إن مرسل الصحابي يحتج به عند عامة العلماء نقول أما إعلال ابن كثير للقصة لأنها من رواية الأشعري الذي قدم على الرسول صلى الله عليه وسلم بعد فتح خيبر فمع محاولة ابن كثير الإجابة عن ذلك فهناك رواية أخرى رواها رزين عن علي بن أبي طالب عن أبيه وقال ابن الأثير عنها وليس بينها وبين رواية التلمذي عن أبي موسى كبير اختلاف ولعل بها يزول الإرسال المذكور ثم إن مرسل الصحابي يحتج به عند عامة العلماء وروا الأموي أن الرسول صلى الله عليه وسلم سافر مع عمه في تجارته إلى اليمن عندما كان له من العمر بضع عشرة سنة سافر مع عمه الزبير وذكروا أنهم رأوا منه آيات في تلك الرحلة من ذلك أن فحلا من الإبل كان يقطع الطريق في واد يمرون عليه فلما رأى الفحل رسول الله صلى الله عليه وسلم برك حتى حك بكلكله الأرض فركبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه اعترضهم سيل عرم فإبسع الله تعالى حتى جاوزوا الوادي الحكمة من أقوال أهل الكتاب في صفة محمد صلى الله عليه وسلم إن في قصة الراهب بحيرة مع الرسول صلى الله عليه وسلم دليلا على معرفة أهل الكتاب صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمانة كما هي عندهم في كتبهم وهي تفسل لنا قوله تعالى في اليهود ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنطوا الله على الكافرين روى البخاري من حديث عطاء بن يسار أن عبد الله بن عمر بن العاص كان يقول إن هذه الآية التي في القرآن يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا هي في التورا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ونبشرا وحرزا للأمين أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بفض ولا غليط ولا صخاب بالأسواق ولا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح ولن أقبضه حتى نقيم به الملة العوجاء حتى يقول لا إله إلا الله فيفتح بها أعنا عميا وآذانا صمى وقلوبا غلفا ولقد كان سبب إسلام سلمان الفارسي وغيره رضي الله عنهم تتبع خبر النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته من أحبار اليهود ورهبان النصار ومن المعلوم أن أهل الكتاب حاولوا تمس هذه الحقيقة فيما بعد كما حكى ذلك القرآن فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا ولم يوافقوا في تمس كل الحقيقة كما هو واضح من عبارات وردت في بعض أناجير النصارى خاصة ببيان اسم النبي المنتظر صلى الله عليه وسلم وصفته وزمانه ومكانه وقد فصل في ذلك الدكتور محمد رواسق العجي وسيأتي المزيد كلام عن هذه المسألة في الفصل الخاص بإرهاصات النبوة عندما قارب زمان الرسول صلى الله عليه وسلم المبحث الثامن ألف رعيه الغنم في صباه والحكم والعبر من ذلك روى البخاري بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وقد رعى الغنم قالوا وأنت يا رسول الله قال نعم كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة وروا البخاري ومسلم من حديث جابر أن الرسول صلى الله عليه وسلم رعى الغنم ومن أبرز الحكم والعبر في هذا الرعي واحد قال ابن حجر قال لولما الحكمة في إلهام الأنبياء من رعي الغنم قبل النبوة أن يحصل لهم التمر برعيها على ما يكلفونهم من القيام بأمر أمتهم ولأن مخالطتها فيه ما يحصل لهم بالحلم والشفقة لأنهم إذا صبروا على رعيها وجمعيها بعد تفرقها في المرأة ونقلها من نسرح إلى مسرح ودفع عدوها من سبع وغيره كالسارق وعالم اختلاف طباعها وشدة تفرقها مع ضعفها واحتياجها إلى المعاهدة ألف من ذلك الصبر على الأمة ثم قال وفي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لذلك بعد أن علم كونه أكرم الخلق على الله ما كان عليه من عظيم التواضع لربه والتصريح بمنته عليه وعلى إخوانه من الأنبياء اثنان يتجلى لنا في رعيه الغنم الذوق الرفيع والإحساس الدقيق لذاني جمل الله بهما نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم إذ إن الرسول صلى الله عليه وسلم ما إن آنس في نفسه القدرة على الكسب حتى أقبل يكتسب لرفع بعض ما يمكن رفعه من مؤونة الإنفاق على عمه الذي وفر له وسائل العيش الكريم على الرغم من أنه كان ذا عيال كثيرين ثلاثة إن الله عز وجل لا يعجزه أن يهيئ لمحمد صلى الله عليه وسلم كل وسائل الرفاهية ويغنيه عن الكدخ سعيا وراء القوت ولكن اقتضت حكمة الله أن تعلمنا أن خير مال الإنسان ما اكتسبه بجهده وأن قيمة الإنسان هي فيما يقدمه لمجتمعه من خدمات قدر طاقته أربعة لن تكون لأصحاب الدعوات قيمة معتبرة عند الناس إذا كان كسبهم من عطايا الناس وصدقاتهم ولذا فإن صاحب الدعوة أحرى الناس بالاعتماد على نفسه وجهده الشخصي في معيشته والابتعاد عن الاستجداء حتى لا يكون لأحد عليه منة أو فضل في دنياه فيعيقه ذلك عن أن يصدع بكلمة الحق في وجهه المبحث التاسع عناية الله له وحفظه من بعض أمور الجاهلية والحكم والأبر من ذلك لقد شارك الرسول صلى الله عليه وسلم في إعادة بناء الكعبة عندما تهدمت فكان ينقل معهم الحجارة للبناء وعليه إزاره فاقترح عليه عمه العباس أن يجعل إزاره على منكبيه ليقيه الحجارة وعندما فعل ذلك سقط مرشيا عليه فما رؤيا بعد ذلك عريانا وكان يوما ينقل حجارة لبعض ما يلعب به الغلمان وذلك عندما كان صغيرا يلعب مع أترابه غلمان قريش فأخذ إزاره فجعله على رقبته ليحمل عليه الحجارة فتعرى وحينها لكمه من لم يره لكمة موجعة وقال له شد عليك إزارك فشده عليه وذلك دون غيره من الغلمان الذين كانوا معه صلى الله عليه وسلم ورؤيا أن الله عصمه مرتين عندما حاول أن يسمر كما يسمر الشباب ولكن اختلف العلماء في تصحيح هذا الخبر فبينما صححه الحاكم والذهبي وغيرهما ضعفه ابن كثير والألباني لعلن ذكروها وحججوهما قوية وخالف الرسول صلى الله عليه وسلم قومه من أهل الحرم الذين عرفوا بالحمس إذ كان يفيض مع الناس من عرفات حين كانت الحمس تفيض من مزدلفة جمع وقد تعجب جبير بن مطعم من الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الفعل وكان ذلك توفيق من الله تعالى له كما قال جبير بن مطعم بعد إسلامه وجاء الإسلام فوضع الله تعالى أمر الحمس وما كانت قد ابتدعته قريش قال تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس وروا البيهقي من حديث زيد بن حارثة أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما استلم صنما قط وكان ينهى عن ذلك في الجاهلية ورفض أن يمس صنم إساف أو نائلة عند طوافه كما كانت عادة أهل الجاهلية وروا ابن إسحاق أن بحير الراهب عندما حلف بالله والعزة متابعة لقريش في طريقة حلفهم قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تسألني بالله والعزة شيئا فوالله ما أبغبت بغضها شيئا قط وكان ذلك قبل باثته وحفظه الله عز وجل من كيد الشياطين في الجاهلية والإسلام ورفض الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعتكف عند صنم بوانة حيث كان لقريش نئيد عنده مرة كل عام فغضل منه عمه أبو طالب وعماته غضوا شديدا فعندما هم بمطاوعتهم عصمه الله من مس الأصنام حيث تمثل له رجل أبيض طويل منعه من مسها فلم يشارك في عيد لهم في حياته وروا البيهقي وأن ملكين منعه أن يشهد مع المشركين مشاهدهم فانتهى عن ذلك ومن أبرز الحكم والعبر من أخبار عناية الله وحفظه من أمور الجاهلية واحد أن في هذه الأخبار دليلا على أن رسول صلى الله عليه وسلم كان مصونا عما يستقبح من أمور الجاهلية قبل البعثة وبعدها وذلك من حماية الله تعالى له عما يسيء إلى شخصه ودعوته اثنان إن من الأمور المستقبحة عند الله تعالى التعري بحضرة الناس وقد حرم الإسلام ذلك إلا للضرورة مثل العلاج ونحوه ثلاثة إن أسمة الله تعالى له من ممارسة أفعال الجاهلية لدليل على تهيئة الله تعالى له لأمر جليل المبحث العاشر حرب الفجار سميت الحرب التي دارت بين كنانه وقريش من جهة وقيس عيلان من جهة أخرى بحرب الفجار لأنهم استحلوا المحارن بينهم وكان سببها تافهة لم يعد قتل رجل من قريش تداعى بعده الأحلاف للقتال ذكر ابن إسحاق أن هذه الحرب عندما هاجت كان لرسول إلي صلى الله عليه وسلم عشرون سنة وقال ابن هشام إنها هاجت ولرسول إلي صلى الله عليه وسلم أربع عشرة سنة أو خمس عشرة سنة وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم شهده بعض أيامهم مع أعمامه وقال كنت أنبل على أعمامي أي أرد عليهم نبل عدوهم إذا رموهم بها ولما كانت حرب الفجار قد استمرت زمنا طويلة فيمكن الجمع بين قول ابن إسحاق وابن هشام لأن عمر الرسول صلى الله عليه وسلم كان في مبتدئها نحو خمس عشرة سنة ولذا كان ينبل على أعمامه وعند انتهائها كان عمره عشرين سنة ومما يلفت النظر أنه لم يرد ذكر الاشتراك الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة في هذه الحرب وقد كان بلغ سنة القتال كما في رواية ابن إسحاق المذكورة وعلّل السهيلي ذلك لأنها كانت حرب فجار بين كفار ولم يأذن الله تعالى لمؤمن أن يقاتل إلا لتكون كلمة الله هي العليا قلت لو صحى حديث نبله على أعمامه فهو دليل على اشتراكه في الحرب اشتراكا رمزيا غير مباشرة ويمكن تفسيره بأن الرسول صلى الله عليه وسلم اشترك بهذه الكيفية في الدفاع عن المقدسات والمحارم وخاصة النقيس عيلان هي المعتدية وهذا من القيم العليا التي اهتم بها الرسل والمصلحون أي نصرة المظلوم المبحث الحادي عشر شهود حلف الفضول والحكم والعبر من ذلك روى أحمد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال شهدت حلف المطيبين مع عمومتي وأنا غلام وما أحب أن لي حمر النعم وأني أنكثه وقال في رواية البيهقي ما شهدت حلفا لقريش إلا حلف المطيبين وما أحب أن لي حمر النعم وأني كنت نقبته قال البيهقي معلقا على هذا الحديث زعم بعض أهل السير أنه أراد حلف الفضول فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدرك حلف المطيبين والراجح عن عندي قول أهل السير والبيهقي نفسه يقول في الصنع الكبرى إن رسول صلى الله عليه وسلم لم يدرك حلف المطيبين ويمكن الجمع بين رواية أحمد والبيهقي ورواية أهل السير أن حلف المطيبين قد تجدد في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وعرف باسم آخر وهو حلف الفضول والله أعلم وروا الحميدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد شهدت في دار عبد الله بن جلعان حلفا لو دعيت به في الإسلام لأجبت تحالفوا أن يردوا الفضول على أهلها وأن يعز ظالم على مظلوم أو كما قال صلى الله عليه وسلم وروا ابن إسحاق أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لقد شهدت في دار عبد الله بن جلعان حلفا ما أحب أن لي به حمرا نعم ولو أدعى به في الإسلام لأجبت لقد أخذ هذا الحلف عن طريق بني هاشم وبني عبد المطلب وبني أسد وبني زهرة وبني تيم على التناصر والأخذ المظلوم من الظالم وكان ذلك في ذي القادة قبل المبعث بعشرين سنة منصرف قريش من حرب الفجار ولرسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ عشرون سنة وكان أول من دعى إليه الزبير بن عبد المطلب عم الرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان سببه أن رجلا من زبيد قادر مكة ببضاعة الله فاشتراها منه العاص بن وائل السهمي وكان ذا شرف فحبس عنه حقه فاستعد عليه زبيدي الأحلاف عبد الدار مخزوما وجمحا وسهمة فأبوا أي أموه على العاص وزجروه فلما رأى زبيدي الشر رقع على جبل أبي قبيس عند طلوع الشمس وقريش في أنديتهم حول الكعبة فقال بأعلى صوته يا آل فهر لمظلوم بضاعته ببطن مكة ناء الدار والنفر ومحرم أشعث لم يقضي عمرته يا للرجال وبين الحجر والحجر إن الحرام لمن تمت مكارمه ولا حرام لثوب الفاجر الغدري فقام في ذلك الزبير بن عبد المطالب وقال ألي هذا مترك فاجتمعت قريش وزهرة وتين في دار عبد الله بن جدعان فتحالف وتعاهدوا في ذي القادة الحرام لا يكونون يدا واحدة مع المظلوم على الظالم حتى يؤدى إليه حقه ما بل بحر صوفة وما رسى ثبير وحراء مكانهما وعلى التأسي في المعاش فسمت قريش ذلك الحلف حلف الفضول وقالوا لقد دخل هؤلاء في فضول من الأمر ثم مشوا إلى العاص بن وائل فانتزعوا منه سلعة الزبيدي فدفعوها إليه ما بل بحر صوفة يعني إلى الأبد أي ما قام في البحر ماء ولو قطرة ومن أبرز الحكم والعبري من خبر شهوده حلف الفضول واحد إذا كان أهل الجاهلية يرفضون الظلم بدوافع فطرية فأولى بأهل الإسلام رفضه بدوافع عقدية لأن الإسلام جاء حاثا على عدم الظلم ومتمشيا مع الفطرة ومقوما لها من أي انحرار ولا غرابة أن يؤكد الرسول صلى الله عليه وسلم على أهمية ذلك الحلف لأن مضمونه هو مضمون ما دع إليه الإسلام في أمر إحقاق الحق وإبطال الظلم إثنان إن الدور الذي قام به الزبير في هذا الحلف لدليل على مرؤة رجال البيت الهاشمي وبيان فضلهم على غيرهم في مثل هذه المواطن وحسبهم فضلا وشرفا ويكفيهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان منهم المبحث الثاني عشر ألف زواجه من خديجة كانت خديجة بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العز بن قصي بن كلاب امرأة حازمة شريفة لبيبة من أوصة خريش النسبة وأعظمهم شرفة وأكثرهم مالا وكان رجال قومها يحرصون على الزواج منها وكانت تستأرجير الرجال في مالها وتضاربهم إياه بشيء تجعله لهم فلما بلغها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بلغها من صدق حديثه وعظم أمانته وكرم أخلاقه بعثت إليه فعرضت عليه أن يخرج في مالها تاجرا إلى الشام وتعطيه أفضل ما كانت تعطي غيره من التجار فوافق وخرج مع غلام لها يدعى ميسرة ومن خلال معاشرة ميسرة للرسول صلى الله عليه وسلم رأى من الآيات والمعجزات ما حكاه لسيدته خديجة فرغبت في الزواج منها ومن تلك الآيات أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قدم بصرة من الأرض الشام نزل في ظل شجرة فقال نسطورة الراهب ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبي ثم قال لميسرة أفي عينيه حمره قال نعم لا تفارق قال هو نبي وهو آخر الأنبياء وكان ميسرة يرى ملكين يظلانه إذا اشتدت الهاجر وتقول الرواية إن خديجة رأت ذلك عندما دخل محمد صلى الله عليه وسلم مكة في ساعة الظهيرة وفي القصة أنه وقع بين الرسول صلى الله عليه وسلم ورجل تلاح في الباية فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم احلف بالله والعزة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما حلفت بهما قط وإني لا أمر بهما فأعرض عنهما وقال لميسرة هذا والله نبي تجده أحبارنا منعوثا في كتبهم وفي القصة أيضا أن تجارة الرسول صلى الله عليه وسلم ربحت ضعف ما كانوا يربحون وأضعفت خديجة للنبي صلى الله عليه وسلم ضعف ما سمت له من قبل وهو أصلا ضعف ما كانت تعطي لغيره من قريش وذكرت خديجة لابن عميها ورقة ابن نوفل قول الراهب نسطورة الذي سمعه منه ميسرة وهو ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبي وما كان يرى ميسرة من إظلال الملكين له فقال ورقة لإن كان هذا حقا يا خديجة إن محمدا لنبي هذه الأمة وقد عرفت أنه كائن لهذه الأمة نبي ينتظر هذا زمانه انتهى الشريط الرابع من السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية دراسة تحليلية وله بقية على الشريط الخامس الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الخامس من كتاب السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية نتابع القراءة تحت المبحث الثاني عشر في زواجه صلى الله عليه وسلم من خديجة نقول كان هذا الذي سمعته خديجة من ميسرة ورقة تأكيدا لما كانت تعرفه من أخلاقه وعلو شأنه لذا رغبت في الزواج منه فأرسلت صديقتها نفيسة بنت منية تعرض عليه ذلك فوافق صلى الله عليه وسلم على ذلك فتم الزواج وقد أخرج البزار والطبراني عن جابر أن أختا لخديجة استكرت رسول الله صلى الله عليه وسلم وشريكا له فلما قضى السفر بقي لهما عليها شيء فجعل شريكه يأتيهم ويتقاضاهم وعندما يطلب من محمد أن يفعل مثله يعتجر بحجة أنه يستحي من ذلك فذكرت ذلك لخديجة فعجبت به وطلبت منه أن يخطبها إلى أبيها فقال أبوك رجل كثير المال وهو لا يفعل قالت انطلق فلقه وكلمه ثم أنا أكفيك وأتي عند سكره وتزوجت خديجة قبل الرسول صلى الله عليه وسلم عتيق ابن عائذ المخزومي فولدت له امرأة ومن بعده تزوجت أبا هالة ابن النباش التميمي وولدت منه ابنها هندا وامرأة ومات أبو هالة في الجاهلية وذكر ابن صند أن أول من تزوجها هو أبو هالة واسمه هند ابن النباش ابن زرعرة فولدت له رجلا يقال له هند ثم خلف عليها بعده اعتيق ابن عابد ابن عبد الله المخزومي فولدت له جارية يقال لها هند فتزوجها صيفي ابن أمية ابن عابد ابن عبد الله قلت ولمحمد ابن صيفي ترجمة في الإصابة والاستيعاب أما الرسول صلى الله عليه وسلم فكان أول من تزوجها هي ولم يتزوج عليها حتى ماتت وكان ذلك سنة 25 من مولده صلى الله عليه وسلم في قول الجمهور واختلف العلماء في الذي تولى أمر زواجها فقد ذكر البيهقي أن الذي زوجه إياها هو أبوها خويلد وهو سكران وفي نهاية الخبر يقول الراوي المؤملي عمر بن أبي بكر والمجتمع أن عمها عمر بن أسد الذي زوجها وقد ضعف الهيثمي هذا الخبر لأن فيه عمر بن أبي بكر المؤملي وهو مترك وذكر ابن إسحاق أن الذي زوجها هو أبوها خويلد وقال سهيليو بن كثير والشومي أن ابن إسحاق ذكر في السيرة أن أخاها عمر بن خويلد هو الذي زوجها ولكن لم نجد ذلك في المطبوع من سيرة ابن إسحاق وذكر الواقدي أن عمها عمر بن أسد هو الذي ولي نكاحها وخطأ من قال بغير هذا لأن والدها كما ذكر مات قبل حرب الفجار ووفقه على هذا السهيلي وابن سيد الناس وابن عبد البر والشامي وإذا ثبت هلك والدها قبل الفجار فالزم أن يكون الذي تولى نكاحها هو عمها والظاهر أن أحاديث ولاية أبيها لنكاحها أقوى لأنها جاءت من عدة طرق تعضي دو لترتقي إلى درجة الحسن لغيره وعلى أقل تقدير تدل على أن القصة أصلى والله أعلم وكان الذي ذهب مع الرسول صلى الله عليه وسلم لخطبة خديجة عمه حمزة بن عبد المطلب لقد كان لخديجة رضي الله عنها مكانة عظيمة عند الرسول صلى الله عليه وسلم ورؤية في الصحيحين وغيرهما عدة أحاديث في مناقبها الكثيرة ولا غربة في ذلك فهي ذات الخصال الحميدة التي ذكرنا طرفا منها وفوق ذلك فهي التي عرفت بين قومها بالطاهرة العفيفة وهي التي رزق منها الرسول صلى الله عليه وسلم جميع أبنائه ما عدا إبراهيم فهو من ماريا القبطية والمتفق عليه من أولاده منها القاسم وبه كان يكن ومات صغيرا قبل المبعث أو بعده وبناته الأربع زينب ثم رقية ثم أم كلثوم ثم فاطمة وقيل كانت أم كلثوم أصغر من فاطمة ثم ولده عبد الله الذي ولد بعد المبعث وكان يقال له الطاهر والطيب ويقال هما أخوان له ومات الأبناء الذكور صغارا باتفاق أما البنات فأدركنا البعثة ودخلنا في الإسلام وهاجرنا معه صلى الله عليه وسلم وماتت خديجة عن خمس وستين سنة كما هو المشهور وقيل غير ذلك وكان عمرها عندما تزواجها رسول صلى الله عليه وسلم أربعين سنة كما هو المشهور وقيل غير ذلك باء حكم وفوائد من هذا المقطع واحد إن في اضلال الملكين له وشهادة الراهب له بالنبوة دليلا على النبوة اثنان إن في رغبة خديجة الزواج منه دليلا على ما كان يتميز به الرسول صلى الله عليه وسلم من أخلاق عالية ثلاثة إن الأحاديث الصحيحة الوالدة في فضل خديجة دليل على شرفها وعلو مكانتها عند الله ورسوله والناس أربعة لا غضبة في أن تدي المرأة الصالحة رغبة الزواج من الرجل الصالح كما فعلت خديجة عندما خطبت محمدا إلى نفسها رغبة فيه لصلاحه خمسة إن أول ما يبيك الإنسان من هذا الزواج هو عدم اهتمام الرسول صلى الله عليه وسلم بأسباب المتعة الجسدية ومكمناتها فلو كان مهتما بذلك كبقية أقرانه من الشبان لطمع بمن هي أقل منه سنا أو بمن ليست أكبر منه على أقل تقدير أو بمن ليست ثيبة ويتجلى لنا أنه صلى الله عليه وسلم إنما رغب فيها لشرفها ونبلها حتى إنها كانت تلقب بالعفيفة الطاهرة ولقد ظل هذا الزواج قائما حتى توفيت خديجة عن خمسة وستين عاما وقد ناهز هو الخمسين من العمر وفي تلك الفترة من فترة الشباب إلى الخمسين تكون رغبة الرجال في النساء والميل إلى التعدد لدوافاء الشهوة ولكن رسول صلى الله عليه وسلم لم يفكر في ذلك ولو شاء لوجد الكثير من النساء الراغبات أو الإماء دون أن يخرج عن مألوف ستة إن في التقاء العفيفة الطاهرة بالصادق الأمين وإن جاب ذرية الصالحة من هذا الزواج لمكرمه أكرم الله نبيه صلى الله عليه وسلم بها ليظل في مكانة اجتماعية مرموقة لا مطعن فيها المبحث الثالث عشر ألف مشاركته في بناء الكعبة ووضعه الحجر الأسود في مكانه روى البيهقي أن الله أوحى إلى إبراهيم عليه السلام أن ابني لي بيتا في الأرض فضاق به غرعا فأرسل الله عز وجل إليه السكينة وهي ريح خجوج لها رأس اتبع أحدهما صاحبه حتى انتهت ثم تطوقت إلى موضع البيت تطوق الحية فبنى إبراهيم فكان ابني ساقا كل يوم حتى إذا بلغ مكان الحجر قال لابنه ابغني حجرا فالتمس حجرا حتى أتاه به فوجد الحجر الأسود قد ركب فقال له ابنه من أين لك هذا قال جاء به من لم يتكل على بنائك جاء به جبريل عليه السلام من السماء فأتمه وروا البيهقي من طريق آخر بمعناه وزاد فيه إنه عندما انهدم بنته العمالقة وعندما انهدم للمرة الثانية بنته جرهم وعندما انهدم للمرة الثالثة بنته قريش ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ رجل شاب وعندما أرادوا هدمه إذ هم بحية على سور البيت فروعتهم فلم يقدروا على هدمه فاجتمعت قريش عند البيت وتضرعوا إلى الله ليجيل عنهم هذا البلاء فعرسل الله طائراً فغرج مخالبه في قف الحية ثم انطلق بها يدرها حتى انتهى بها نحو أجياد فتمكن قريش من هدم الكعبة لإعادة البناء فلما عرادوا أن يرفعوا حجر الأسود إلى مكانه اختصموا فيه فقالوا نحكم بيننا أول رجل يخرج من هذه السكة فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من خرج عليهم فقضوا بينهم أن يجعلوه في مرط ثم ترفعه جميع القبائل وروا الإمام أحمد وأهل السير أن قريشاً عندما اختلفت في وضع الحجر الأسود في مكانه قالوا اجعلوا بينكم حكمة فقالوا أول رجل يطلع من الفج فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا أتاكم الأمين فقالوا له فوضعه في فود ثم جعا بطولهم فرفعوا نواحية فوضعه النبي صلى الله عليه وسلم في مكانه المطلوب ولولا حكمة الله وهداية رسوله صلى الله عليه وسلم إلى هذا الحل لسفكت الدماء فقد رؤي أن الخلافة في وضع الحجر الأسود قد وصل إلى أن قربت بن عبد الدار بجثنة مملؤة دماء ثم تعقدوهم وبن عدي على الموت وأدخلوا أيديهم في هذا الدم ومكثت قريش على ذلك أربع ليال أو خمسة دون أن يردها إلى الوفاق أي رأي أو تكبير حتى كان خمود نار الفتنة على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندما أكملوا البناء ساق الله إليهم سفينة من أرض الروم فانكسرت قريبا من جدة فخرجت قريش ليأخذوا خشبها فوجدوا روميا نبجارا عندها فأخذوا الخشب بإذنه وقد نوب الخشب والنبجار الرومي ليبني لهم به عرش الكعبة وقد جزم عبد الرزاق وابن إسحاق أن عمر النبي صلى الله عليه وسلم إذ ذاك كان خمسة وثلاثين عاما وهو المشهور وقيل كان ابنى خمس وعشرين سنة وقيل كان غلاما باء حكم وعبر من هذا المقطع واحد إن قبول قريش تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم في أمر وضع الحجر الأسود في مكانه من البيت الحرام ووصفهم له بالأمين دليل على تربية الله سبحانه لنبيه على مكارم الأخلاق التي كان من بينها الصدق والأمانة إن الاقتراح الذي توصل إليه الرسول صلى الله عليه وسلم لحل هذه الأزمة كان بتوفيق من الله تعالى ليلفت أنظار الناس إلى ما سيختاره الله له من القيام بأمر أكبر من هذا لتوحيد الناس وهو الإسلام ثلاثة جاء إسهام الرسول صلى الله عليه وسلم في القضايا الكبرى التي عاشتها مكة آنذاك متنوعا شاملا موطيا شتى مساحات العمل البشري الجماعي وكأنه أريد له أن يجرب كل شيء أن يسهم عاملا في كل اتجاه وأن يبني عبر نشاطاته المتنوعة جميعا شخصية قادرة على التصدي لكل مشكلة والإسهام الإيجابي الفعال في كل ما من شأنه أن يؤيد حقا أو يقيم عدلا وكان إسهمه في بناء الكعبة وحل مشكلة وضع الحجر الأسود التي كادت تؤدي إلى فتنة اثنين من بين عدة أنشطة متنوعة قام بها الرسول صلى الله عليه وسلم فأكسبته خبرة في مجال التعامل مع الأحداث المبحث الرابع عشر ألف من إرهاصات النبوة عند أهل الكتاب وكهان العرب عندما قارب زمن بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم أعقد ابن إسحاق فصلا عن أخبار الكهان من العرب والأحبار من اليهود والرهبان من النصارى بقرب مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وممن أروا في أمر كهان العرب بطرق صحيحة ابن عباس في حديث في رمي الجن بالنجود قطعا لمصدر كهانة العرب في الجاهلية وخبر سواد ابن قارب الكاهن مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث كان سواد يقول إن الشياطين قد سكتت ذليلة مغنوبة قبيل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وكان سبب إسلامه وما رآه من إرهاصات عن طريق ممارسته الكهانة والاستعانة بالجن في ذلك كما جاء ذلك في خبره رابو إسحاق في أخبار يهود في إخبار يهود برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهوديا كان من جيران بني عبد الأشهل حدثهم عن البعث والجزاء فاستنكروا ذلك وطالبوه بآية ذلك فقال نبي نبعوث من نحو هذه البلاد وأشار بيده جهة مكة واليمن وروا بني إسحاق أن من أسباب إسلام فعلبه ابن سعية وأسيد ابن سعية وأسد ابن عبيد من يهود بني هدل بخوة بني قريبة ما أخبرهم به يهودي يقال له ابن الهيبان قادم من الشام إلى المدينة قبيل البعثة بثني قال لهم إن سبب قدومه المدينة توقع خروج نبي فيتبعه ودع اليهود إلى اتباعه وأن لا يسبقهم إليه أحد وذكر لهم بعض صفاته فعندما تأكدوا منها يوم حصار قريبة أسلموا وفي قصة سلمان الفارسي وخروجه من بلاده بحثا عن الدين الحق وتقلبه في الرق إلى أن جاء إلى المدينة وقصة ورقة ابن نوفل وزيد بن عمر بن نفيل وخروجهما من مكة بحثا عن الدين الحق حتى انتهي إلى راهب بن نوفل قال الراهب لزيد إن الذي تلتمس يشك أن يظهر في أرضهما في هذه القصص وغيرها ما دليل على ما كان سائدا عند اليهود والنصارى في ذلك الوقت وذلك من اعتقاد بقرب ظهور النبي محمد صلى الله عليه وسلم والاستفات التي عرفت من الأحبار والرهبان على الرسول صلى الله عليه وسلم أسلم سلمان الفارسي وجاء في صحيح الأخبار أن الله تعالى لما أراد هدى زيد بن سعنة الحبر اليهودي قال إنه لم يبقى من علامات النبوة شيء إلا وقد عرفتها في وجه محمد صلى الله عليه وسلم حين نظرت إليه إلا ثنتين لم أخبرهما منه يسبق حلمه جهنة ولا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلمة فخالط الرسول صلى الله عليه وسلم حتى تأكد من هاتين الخصلتين وجاء في الأخبار أن سبب إسلام عامر بن ربيع العدوي هو ما كان يقوله زيد بن عمر بن نفيل من أنه ينتظر نبيا من ولد إسماعيل من بني عبد المطالب اسمه أحمد ولا يرى أن يدركه وكان ينعته للناس لما عرفه عنه من أهل الكتاب وكان قص بن ساعدة الإيادي يقول أقسم قص قسما برعا لا إثم فيه ما لله على عرض دين هو أحب إليه من دين أظل لكم إبانه وأدرككم أوانه طوبى لمن أدركه فاتبعه وويل لمن أدركه ففارقه وقال المفسرون وأهل السير إن الآية ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين نزلت في اليهود الذين كانوا في صراع مع الأوس والخزرج وإذا نال الأوس والخزرج منهم قالوا لهم إنه قد تقارب زمان نبي يبعث الآن نقتلكم معه قتل عاد وإرم فلما ظهر اتبعه الأوس والخزرج وكفرت به اليهود وقصته رقل مع أبي سفيان تدل على ذلك خاصة قول هرقل لأبي سفيان فإن كان ما تقول حق فسيملك موضع قدمي هاتين وجاءت الأحاديث مصرحة بأن محمد صلى الله عليه وسلم قد كتب نبيا منذ القدم فقد روى الإمام أحمد والتدميزي قول الرسول صلى الله عليه وسلم إنه كان نبيا وآدم بين الروح والجسد وعند أحمد من حديث الأرباض بن سارية وإن آدم لمنجدل في طينته وعند أبي نعيم قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم كنت أولى النبيين في الخلق وآخرهم في البعث باء حكم وعبر من هذا المبحث واحد خلصة القول إن علماء اليهود والنصارى كانوا يعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه مما يجدونه في أوصافه وزمان خروجه في التوراة والإنجيل وقد أشار القرآن إلى ذلك في عدة آيات ولذلك أسلم بعض اليهود وفي مقدمتهم عبد الله بن سلام وبعض النصارى وفي مقدمتهم النجاشي ملك الحبشة وإن ممن امتنى عن الدخول في الإسلام لأسباب مادية أو سياسية كما هو الحال في قصة حيي بن أخطب وهراقي ومقوقس مصر اثنان يضف إلى هذا ما سبق أن قلناه عند الكلام عن رحلته صلى الله عليه وسلم إلى الشام والحكم المستفادة من ذلك المبحث الخامس عشر التحنث في غار حراء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفرد إلى نفسه متقربا إلى الله عز وجل في غار معروف بغار حراء وقد حبب الله إليه ذلك لم يأمره بذلك أحد فكان يبقى في هذا الغار الأيام والليالي إلى أن أتاه الوحي فيه وكانت سنه آنذاك أربعين سنة وكان يمكث في حراء شهرا من كل سنة وكان ذلك مما تتحنث به خريش في الجاهلية كما ذكر ابن إسحاق ويطعم من جاءه من المساكين وإذا قضى جواره من شهره هذا كان أول ما يبدأ به الطوف بالكعبة وقد اختلف العلماء في تعبده عليه السلام قبل البعثة هل كان على شرع أم لا وما ذلك الشرع فقيل شرع نوح وقيل شرع إبراهيم وهو الأشبه الأقوى وقيل موسى وقيل عيسى وقيل كل ما ثبت أنه شرع عنده اتبعه وعمل به ولبث في هذه الأقوال ومناسبتها مواضع أخرى المبحث السادس عشر ألف من إرهاصات النبوة قبل البعثة قالت عائشة رضي الله عنها إن أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤية الصادقة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء فكان يخلو بغار حراء يتحنث أي يتعبد فيه اللوالية ذوات العدد قبل أن يرجع إلى أهله ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى فجأه الحق وهو في غار حراء ورؤيا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني لأعرف حجر بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث إني لأعرفه الآن ورؤيا أن ملكين أتياه وهو ببعض بطحاء مكة فقال أحدهما للآخر زنه برجل فوزنه فرجح به محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن وزنه بألف من أمته فرجحهم ثم قال له لو وزنته بأمته لرجحها ثم قال أحدهما للآخر شق بطنه فشقه ثم أخرج منه فعم الشيطان أي حظ الشيطان وعلى قدن فطرحها فقال أحدهما للآخر اغسل بطنه لغسل الإناء ففعل ثم دعا بالسكينة فأدخلت قلبه ثم قال أحدهما للآخر خط بطنه ففعل وجعل الخاتم بين كتفه ثم وليا عنه وكأنما يعاين الأمر معاينة وعلي أنه خرج من عند خليجه ثم عاد فأخبره أنه رأى بطنه قد شق ثم طهر وظسل ثم عيد كما كان فقالت هذا والله خير فأبشر وقال النبي صلى الله عليه وسلم لخديجه إني أرى ضوءا وأسمع صوتا وإني أخشى أن يكون بي جنا قالت لم يكن الله ليفعل ذلك بك يا ابن عبد الله ثم أتت ورقة ابن نوسل فذكرت ذلك له فقال إيكوا صادقا فإن هذا ناموس مثل ناموس موسى فإن بأس وان حي فسأعزره وأنصره وأؤمن به باء العبر والعذات واحد إن الآيات والمعجزات التي وقعت للرسول صلى الله عليه وسلم من قبيل الإرهاصات الدالة على تميزه عن غيره من الحنيفيين الذين عاصروه وأن الله عز وجل سيختاره هو بالذات لأمر عظيم اثنان تقرير أن الرؤية الصالحة جزء من 46 جزء من النبوة إذ إن فترة الوحي كانت 23 سنة منها 6 أشهر كانت منامة استحباب العزلة لفترات تعين المسلم على التفكير في أحوال المجتمع إذا سادت فيه الجاهلية والفساد أما الاعتزال الدائم للمجتمع والذي اتدعته جماعة من الجماعات الدينية في زمامنا هذا فهو مخالف لسنته صلى الله عليه وسلم العملية والقولية فلم يعرف عن رسول صلى الله عليه وسلم أنه اعتزل المجتمع وقال في ندف مثل هذه الاتجاهات المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أباهم أعظم أجرا من الذي لا يخالطهم ويصبر على أباهم وقال المؤمن يألف ويؤلف ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف وخير الناس أنفعهم للناس المبحث السابع عشر ألف نزول الوحي فجاء أمين الوحي الرسول صلى الله عليه وسلم لأول مرة في يوم الاثنين الحادي والعشرين من شهر رمضان من العام الأربعين لنيلاده صلى الله عليه وسلم بينما كان يتحدث بغار حراء وقال له اقرأ قال في الحديث فقلت معنا بقارئ فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت معنا بقارئ فأخذني الثانية فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت معنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق حتى بلغ إلى قوله ما لم يعلم قالت عائشة رضي الله عنها راوية الحديث فرجع بها ترجف بوادره حتى دخل على خديجة فقال زملوني فزملوه حتى ذهب عمه الروع فقال يا خديجة ما لي وأخبرها الخبر وقالت وقال قد خشيت على نفسي فقالت له كلا فوالله لا يخزيك الله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق ثم انطلقت به خديجة إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة وكان امرأة تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبراني فأكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب وكان شيخا كبيرا قد عني فقالت اسمع من ابن أخيك فقال يا ابن أخي ما ترى فأخبره فقال ورقة هذا الناموس الذي أنزل على موسى يا ليتني فيها جذع أكون حيا حين يخرجك قومك قال ومخرجيهم قال نعم لم يأتي أحد بما جئت به إلا عودي وأودي وإن يدركني يومك أنصرك مصرا مؤذرا ثم لم يلبس ورقة أن توفي أما الخبر الذي أورده ابن إسحاق عن كيفية بدء الوحي والذي قال فيه فجاءني جبريل وأن نائم بنمط من ديباج فيه كتاب فقال أقرأ فهو يخالف في الظاهر حديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري ومسلم الذي سوز التسليف بأن نجيء الوحي كان في حالة اليقظة وأن الرؤية الصادقة كانت قبل نزول الوحي ولهذا قال السهيلي وقد يمكن الجمع بين الحديثين لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل في المنام قبل أن يأتيه في اليقظة توطئة وتسيرا عليه ورفقا به لأن أمر النبوة عظيم وعبئها فقيل والبشر ضائف وقال ابن كثير بما قاله السهيلي ثم زاد وقد جاء مصرحا بهذا في مغازي موسى بن عقبة عن الزهري أنه رأى ذلك في المنام ثم جاءه الملك في اليقظة وقال في مكان آخر واحتمل أن هذا المنام كان بعدما رأه في اليقظة صبيحة ليلة إذن واحتمل أنه كان بعده بمدة والله أعلم باء العبر والعظات والدلائل واحد دل تصرف خديجة إذا أما وقع للرسول صلى الله عليه وسلم في الغار على رجاحة عقلها وحسن تصرفها وفضلها وسلامة فطرتها اثنان دل تحليل ورقة لظاهرة ما حدث لرسول صلى الله عليه وسلم بالغار على صحة علمه وفضله ثلاثة يتبين من رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم جبريل بعينيه يقظة أن ظاهرة الوحي ليست أمرا ذاتيا داخلية ما رده إلى حديث النفس المجرد أو ما شابه ذلك من التمحلات وإنما هي استقبال وتلقي لحقيقة خارجية لا علاقة لها بالنفس وداخل الذات وضم الملك إياه ثم إرساله ثلاث مرات قائلا في كل مرة نقرأ يعتبر تأكيدا لهذا التلقي الخارجي ومبالغة فيما فيما قد تصور من أن الأمر لا يعد كونه خيالا داخليا فقط أربع ألف يدل خلصه مما حدث له مع جبريل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن متوقعا الرسالة التي سيدعى إلى حملها وبثها في العالم وبذلك أتضح لكل عاقل مفكر أن ظاهرة الوحي هذه لم تأتي منسجمة أو متنممة لشيء مما قد يتصوره أو يغطر في باله وإنما طرأ طرعا على حياته وفوج أبها دون أي توقع سابق ولا شك أن هذا ليس شأن من يتدرج في التأمل والتفكير إلى أن تتكون في نفسه بطريقة الكشف التدريجي المستمر التي يزعمون عقيدة يؤمن بالدعوة إليها كما يدعي بعض المستشرقين باء الله عز وجل قادر على أن يربط على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطمئن نفسه بأن هذا الذي كلمه ليس إلا جبريل ملك من ملائكة الله جاء ليخبره أنه رسول الله إلى الناس ولكن الحكمة الإلهية الباهرة تريد إرهار الانفصال التام بين شخصية محمد صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وشخصيته بعدها وبيان أن شيئا من أركان العقيدة الإسلامية أو التشريع الإسلامي لم يكن في فيلم الرسول صلى الله عليه وسلم مسبقا ولم يتصور الدعوة إليه ثلاثا جين إن فيما ألهم الله به خديجة من الذهاب به عليه السلام إلى ورقة تأكيدا من جانب آخر بأن هذا الذي فوجئ به عليه السلام إنما هو الوحي الإلهي الذي كان قد أنزل على الأنبياء من قبله وإزاله بغاشية النبس التي كانت تحوم حول نفسه بالخوف والتصورات المختلفة عن تفسير ما رآه وسمعه دال لو كان الوحي أمرا ذاتيا لما جاءت آيات في القرآن تعتب عليه أو تلومه لبعض التصرفات ها لو كان الوحي أمرا ذاتيا لما خاطب الله تعالى نبيه بقوله فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين قرؤون الكتاب من قبل لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من المنترين الوجه الثاني يبدأ حالا نوصل القراءة في العبر والعضاة والدلائل من حادثة نزول الوحي واو لو كان الوحي أمرا ذاتيا لما كان رسول صلى الله عليه وسلم يسكت عن إجابات السائلين لفترة زمنية قد تطول وقد تقصر ولما عانى من نتائج بعض الأحداث مثل حادث الإفك الذي استمرت نحنته لشهر إلى آخره خمسة اقتضت حكمة الله تعالى أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أميهم لا يعرف القراءة ولا الكتابة وفي ذلك إبعاد لشبهة الشك في مصدر القرآن وفي ذلك يقول المولى عز وجل وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون المبحث الثامن عشر فترة انقطاع الوحي ثم تتابعه انقطع جبريل عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا فترة من الزمان اختلف الولماء في مدتها قال البوطي والراجح ما رواه البيهقي من أنها كانت ستة أشهر وقيل إن الأقرب إلى الصواب هو ما روي عن ابن عباس أن فترة انقطاع الوحي كانت أربعين يوما وقيل إنها كانت أياما لقد جزع رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا منقطع حتى قيل إنه كان يحاول أن يتردى من شواهق الجبال وقد ضاعف الشيخ الألباني هذه الجزئية من الحديث لكونها من بلاغات الزهري وأنها تتنافى مع عصمة الأنبياء بعد فترة الفتورية والانقطاع المذكورة نزل عليه الوحي مرة أخرى وفي ذلك يقول رسول صلى الله عليه وسلم بينما أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني زملوني فأنزل الله عز وجل يا أيها المدثر قم فأنزل إلى قوله والرجز فهجر فحمي الوحي وتواتر باء الحكمة من هذا منقطع واحد ليحصل لرسول صلى الله عليه وسلم التشوق إلى العود بعد أن تثبت لديه الحقيقة أنه أضحى نبيا اثنان إن في انقطاع الوحي ثم استمراره تأكيدا للحقيقة التي ذكرناها وهي أن الوحي ظاهرة منفصلة عن ذات الرسول صلى الله عليه وسلم المبحث التاسع عشر مراتب الوحي قال ابن القيم إن الله تعالى قد كمل النبيه من مراتب الوحي مراتب عديدة أحدها الرؤية الصادقة وكانت مبدأ وحي الله إليه كما في حديث عائشة رضي الله عنها أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤية الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤية إلا جاءت مثل فلق الصبح الثانية ما كان يلقيه الملك في رؤيه وقلبه من غير أن يراه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفس في رؤي إنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها فأتفتق الله وأجمله في الطلب الحديث الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم كان يتمثل له الملك رجلا فأخاطبه حتى يعي عنه ما يقول له وفي هذه المرتبة كان يراه الصحابة أحيانا الرابع أنه كان يتيه في مثل صلصلة الجرس وكان أشده عليه فيتلبس به الملك حتى إن جميله لا يتفسد عرقا في اليوم الشديد البرد وحتى إن راحلته لتبرك به إلى الأرض الخامسة أنه يرى الملك في صورته التي خلق عليها فيوحي إليه ما شاء الله أن يوحيه وهذا وقع له مرتين كما في سورة النجم السادسة ما أوحى الله هو فوق السماوات ليلة المعراج من فرض الصلاة وغيرها السابع كلام الله منه إليه بلا واصدة ملك كما كلم الله موسى بن عمران وهذه المرتبة هي ثابتة لموسى قطعا بنصر القرآن في قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما وثبوتها لنبينا صلى الله عليه وسلم هو في حديث الإسرائيل والمعراج الذي فيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم ثم عرج به حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقام المبحث العشرون مراتب الدعوة ومرحلها ألف مراتب الدعوة ذكر لها ابن القيم خمس مراتب الأولى النبوة الثانية انذار عشيرته الأقربين الثالثة انذار قومه الرابعة انذار قوم ما أتاهم من نذير من قبله وهم العرب قاطبة والخامسة انذار جميع من بلغته دعوته من الجن والإنس إلى آخر الدهر دا مراحل الدعوة خلال حياة الرسول صلى الله عليه وسلم المرحلة الأولى الدعوة سرا واستمرت ثلاث سنين المرحلة الثانية الدعوة جهرا والكف عن القتال واستمرت إلى الهجرة المرحلة الثالثة الدعوة جهرا مع قتال المبتدئين بالقتال واستمرت إلى صلح الحديبية المرحلة الرابعة الدعوة جهرا مع قتال كل من يقف في سبيل سير الدعوة وقفة عند فقه هذه المراحل ربما يتبادر سؤال إلى الذهن وهو هل يجب على دعاة قيام الدولة الإسلامية خاصة في العصر الحديث التقيد بهذه المراحل بمداها الزمني كما وقعت للرسول صلى الله عليه وسلم والجواب عن هذا السؤال هو أنه ليس عليه متقيد بهذه المراحل ولا بالمدى الزمني الذي مرت به في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك لأن المدى الزمني لتلك المراحل تقدير الغباني وليس جهدا بشريا فقط فالتقيد بهذه المراحل لا يتمشى مع مرونة الإسلام في معالجة الأمور ومواجهة الأحداث والسيرة النبوية التي تمثل حركة الإسلام تفتح أمام الدعاة نماذج للخيارات المتعددة التي يقدمها المنهج الإسلامي بحركته الفذة الفريدة وما السرية أو طرب المصرة أو الهجرة إلا وسائل اتقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنشر دعوته ضمن ظروف ومعاصفات معينة فمثلا نجد في زماننا هذا أن الدول الغربية الديمقراطية لا تحجر أي نشاط لرجال الأديان المختلفة فلا ضرورة هنا للتقييد بمرحلة السبية في الدعوة بينما نجد الدول الشيوعية لا تسمح للمسلمين بممارسة أي نشاط سياسي فاضطر أن يستغفع بدينه حتى يتمكن وهنا تصبح السرية ضرورة اقتضتها ظروف معينة وإذا اقتضت حكمة الدعوة أن يكون هناك عمل سري وآخر عالمي فلا بأس وذلك في مثل البلاد التي تسمح بنشاط المسلمين في حدود ضيقة جدا وخلصة القوم إن السرية تقدر بقدرها حسب ظروف البيئة التي يعيشها المسلم المبحث الواحد والعشرون ألف المرحلة الأولى الدعوة السرية استجاب الرسول صلى الله عليه وسلم للأوامر الإلهية التي صدرت له بالتبليغ وقد جاءت هذه الأوامر واضحة في الآيات التي نزلت بعد آيات سورة العلق يا أيها المدسر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاسبر لقد نخصت هذه الآيات الكريمات مضمون الدعوة التي أنيط به تبليغها إلى الناس ولا تكاد الآيات القرآنية التي نزلت في مكة تخرج عن إطارها العام ففي قوله تعالى له يا أيها المدسر إثارة إلى أن زمان التدثر والخلود إلى الراحة في المطجع بين الزوجة والأبناء قد ول وجاء زمان المجاهدة بكل أبعادها المادية والمعنوية وفي قوله تعالى قم فأنذر إشارة إلى تكليفه بأمر دعوة كل الناس إلى الإسلام وفي قوله تعالى وربك فكبر إشارة إلى أنه ليس في الوجود أكبر من الله تعالى خالق الوجود ولذا عليه أن يعلم الناس هذه الحقيقة ليتواضع الناس كلهم لله الكبير المتعال وهذا هو التوحيد المطلق وفي قوله تعالى وثيابك فطهر إشارة إلى أن الداعية إلى الله لا بد أن يبدأ بتطهير نفسه ظاهرا وباطنا حتى يكون المثل الأعلى لمن يدعوهم إلى الطهارة لكل معانيها وفي قوله تعالى والرجز فهجر إشارة إلى أن التوحيد الخالص يقتضي عدم تعظيم أو تقديس أي شيء ليتبارك الخالق في ربوبيته وفي قوله تعالى ولا تم تستكثر إشارة إلى أن ما خص به من منع إعطاء الشيء ابتغاء شيء أكثر منه هو أنه مأمور بأجمال الأخلاق وأشرف الآداب ليكون مثلا أعلى للبشرية وهو يدعوها إلى مكارم الأخلاق وإلقيام بهذه الأمور كان لابد من ختمها بحقيقة هامة للوصول إلى الأهداف المرجوة من هذه الأوامر هذه الحقيقة هي أن تحمل أمانة الدعوة في عناصرها المذكورة لابد له من الصبر على كل أصناف أذى المعارضين والصبر على تربية الأتباع والصبر على الابتلاء فقال تعالى ولربك فاصبر نهض الرسول صلى الله عليه وسلم من فراشه وأخذ يدعو إلى ما أنر به سرا لمدة ثلاث سنين كما ذكر ابن إسحاق ولفظه وكان بينما أخفى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره واستطر به إلى أن أمره الله تعالى بإظهار دينه ثلاث سنين فيما بلغني من مبعثه وإما يدل على السرية في الدعوة ما جاء في خبر إسلام عمر بن عبسة رضي الله عنه حيث قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول ما بعث وهو بمكة وهو حينئذ مستخفن بدأ بالدعوة إلى التوحيد ونبذ كل مظاهر الشرك وكان تحركه في هذه الفترة وسط الذين تربطهم به صلاة مثل زوجته وأبنائه ومولاه وربيبه وأصدقائه وكل من يطمئن إلى أنه يكتم الثر ولهذا يلحظ أن من أوائل الذين دخلوا في الإسلام واحد زوجه خديجة رضي الله عنها التي كانت أول من آمن بالله ورسوله كما هو مشهور وهونت عليه أمر الناس وكانت بذلك أول من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بتبشيره بالجنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أبشر خديجة ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب وقد جاءت الأحاديث الصحيحة كثيرة في فضلها وأخبارها اثنان ابن عمه علي بن أبي طالب الذي كان في حجره وهو يومئذ ابن عشر سنين على صح الأقوال ثلاثة مولاه زيد بن حارسة الذي قال له الرسول صلى الله عليه وسلم عندما جاء أبوه يطلبه إن شئت فأقم عندي وإن شئت فانطلق مع أبيك فقال بل أقيم عندك فأقام عنده وعرف بزيد بن محمد حتى نزلت آية أدعوهم لآبائهم هو أقصات عند الله أبو بكر صديق رضي الله عنه وهو أول من صدق من الرجال وفي ذي قال رسول صلى الله عليه وسلم لعمر إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدق وقال ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت له عنه كبوة وتردد من نظر إلا أبا بكر ما عتم منه حين ذكرته وما تردد فيه وقاله عن نفسه عندما اختير خليفة للمسلمين ألست أحق الناس بها ألست أول من أسلم وفي إطار هذه السرية تحرك أبو بكر وسط أقاربه ومواليه وأصدقائه ومن يفق به من قومه فاستجاب له نفر كريم منهم عثمان بن عفان والزبير بن العوان وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن مذعون وأبو عبيدة بن الجراح وأبو سلمة بن عبد الأسد والأرقم بن أبي الأرقم ومن خلال علاقات هؤلاء وغيرهم أخذ الإسلام ينتشر في مكة وخارجها ودخل فيه أناس من بطون قريش ومواليها كافة ومن من اشتغروا بين السابقين إلى الإسلام من الموالي بلال بن رباح وشهيد بن سنان وعمار بن ياسر ووالده وأمه سمية بنت خياط بل بنت خباط وفي فترة وجيزة وصل عدد الذين سبقوا إلى الإسلام من بطون القريش إلى أكثر من أربعين نفر كما عدهم ابن هشام وأكثر من خمسين كما عدهم ألي عمري وثبت أن ورقة بن نوفل كان من المسلمين الأوائل وذلك بدليل قول رسول صلى الله عليه وسلم قد رأيته فرأيت عليه ثيابا بيض فأحسبه لو كان من أهل النار لم يكن عليه ثياب بيض ثياب بيض وقال صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى قد رأيته فرأيت عليه ثياب بيض أبصرته في بطنان الجنة وعليه السندس وقال صلى الله عليه وسلم لا تسب ورقة فإني رأيت له جنة أو جنتين وقال يبعث يوم القيامة أمة وحدة ويتضح من سجل أسماء السابقين الأولين إلى الإسلام أنهم كانوا من خيرة أقوامهم ولم يكونوا كما يذكر بعض الكتاب والمسلمين وغيرهم أنهم كانوا في معظمهم خليطا من الفقراء والضعفاء والأرقاء الذين أرادوا استعادة حليتهم أو كرامتهم عزي المستمع يوجد تعليق مكتوب هنا بخط رصاص كانوا من خيرة قومهم أي في نظر أهل الجاهلية والقول السديد في هذا هو أن الذين تحملوا القصف الأكبر من التعذيب هم الأرقاء والموالي وكانت فتنتهم على ملأ من الناس ولذا انتشر أمرهم بينما امتنع الآخرون بأقوامهم ومن عذب منهم عذب ضمن قبيلته ولذا لم ينتشر أمرهم ولم يذكروا كثيرا وفي هذه المعاني رؤية عدة أحاديث منها ما رواه أحمد عن ابن مسعود قال أول من أظهر الإسلام سبعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمار وأمه سمية وصهيب وبلال والمقدات فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه وأما سائرهم فأخدهم المشتكون فألبسوهم أدرع الحديد وصهروهم في الشمس وذكر ابن إسحاق أن قريشا عدت على من أسلم ووثبت كل قبيلة على من فيها من المسلمين يعذبونهم ويفتنونهم عن دينهم وذكر أن رجالا من بني مخزوم مشوا إلى هشام بن الوليد حين أسلم أخوه الوليد يستأذنونه في اتخاذ ما يرونهم الوسائل لصده عن الدين هو من أسلم معه من فتية بني مخزوم الذين كان منهم سلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة فسمح لهم بما يريدون وحذرهم من قتله وروا ابن إسحاق في قصة هجرة عمر وقصة عياش معه أن قريشا منع تيشان بن العاص ابن وائل السهمي من الهجرة مع عمر وعياش وفتنته ففتتن واحتالوا على عياش فربيه من المدينة إلى مكة مقيدة وكان عمر بن الخطاب قبل أن يسلم يوفق سعيد بن زيد ابن عمه ويكره ليرجع عن الإسلام ولم يستطع الرسول صلى الله عليه وسلم أن يفعل لهم شيئا وحتى عندما استقر بالمدينة لم يملك لهؤلاء غير الدعاء حيث كان يقول اللهم أنجل وليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين بمكة اللهم اشدد أطأتك على مدر واجعلها عليهم سمين كسمين يوسف وقد أوضح ابن حجر معنى كلمتي الضعفاء والشرفاء التي وردت في حديث هرقل مع أبي سفيان فمعنى الأولى عنده أن أتباع الرسل في الغالب أهل الاستكانة لا أهل الاستكبار الذين عصروا على الشقاق بغيا وحسدا كأبي له جهل وأتباعه وفي معنى الثانية أن الشرف يقصد به ما يرادف التكبر وهذا هو التفسير الذي ينبغي أن نفهمه في ضوئه أن نفهم في ضوئه ما يرد من عبارات تتعلق بالشرفاء أو المستضعفين هذا ويلحظ أن من مجموع الثلاثة والستين الذين سبقوا إلى الإسلام ثلاثة عشر فقط ممن هم من الفقراء والمستضعفين والموالي والأرقاء والأخلاط من مختلف الأعاجم فهم إذن نحن الخمس من المجموع وما كان كذلك لا يقال عنه أكثرهم ولا معظمهم ولا عامتهم باء العبر والأذات في هذا المقطع واحد إن في إلهام الله تعالى لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يبدأ الدعوة سرا تعليما للدعاة في كل زمان ومكان وإرشادا لهم إلى مشروعية الأخذ بالحيطة والأسباب الظاهرة وما يقرره التفكير والعقل السليم من الوسائل التي ينبغي أن تتخذ من أجل الوصول إلى غايات الدعوة وأهدافها على أن لا يتغلب ذلك كله على الاعتماد والابتكاد على الله وحده وعلى أن لا يذهب الإنسان في التمسك بهذه الأسباب مذهبا يعطيها معنى التأثير والفعالية في تصوره وتفكيره فهذا يخدش أصل الإيمان بالله تعالى فضلا عن أنه يتنافى مع طبيعة الدعوة إلى الإسلام ومن هنا تدرك أن أصلب دعوته صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة كان من قبيل السياسة الشرعية بوصف كونه إماما وليس من أعماله التبليغية عن الله تعالى بوصف كونه نبيا إثنان أجمع جمهور الفقهاء على أن المسلمين إذا كانوا من قلة العدد أو ضعف العدة لحيث يغلب على الظن أنهم سيقتلون من غير أي مكاية في أعدائهم إذا ما أجمعوا على حربهم فنبغي أن تقدم هنا مصلحة حفظ النفس لأن المصلحة المقابلة وهي مصلحة حفظ الدين موغومة أو منثية الوقوع وهذا ما يقرره العز بن عبد السلام ويقول الدكتور البوطي في تعليقه على هذا القول إنه من حيث حقيقة الأمر ومرماه البعيد فإنها في الواقع مصلحة دين إذا المصلحة الدينية تقتضي في مثل هذه الحال أن تبقى أرواح المسلمين سليمة لكي يتقدموا ويجاهدوا في الميادين المفتوحة الأخرى وإلا فإن هلاكهم يعتبروا إضرارا بالدين ذاته وفسحا للمجال أمام الكافرين ليقتحلوا ما كان مسدودا أمامهم من السبل وهو بهذا يعني أن عدم القتال تقديم لمصلحة الدين المتقنة على مصلحة الدين المرجوحة المبحث الثاني والعشرون ألف الجهر بالدعوة روى أحمد عن علي رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم أهل بيته فاجتمع ثلاثون فأكلوا وشربوا فقال لهم من يضمن عني ديني ومواعيدي ويكون معي في الجنة ويكون خليفتي في أهلي فقال عجل يا رسول الله أنت كنت بحرا من يقوم بهذا فعرض ذلك على أهل بيته فقال علي أنا وفي رواية ابن إسحاق أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم في ذلك اللقاء يا بني عبد المطلب إني والله ما أعلم شابا من العرب جاء قومه بأفضل مما جئتكم به إني قد جئتكم بأمر الدنيا والآخرة ثم خطى الرسول صلى الله عليه وسلم خطوة أخرى لتنفيذ أمر الله تعالى فقد روى البخاري ومسلم عن ابن عباس قال لما نزلت وأنذر عشرتك الأقربين وراهتك من هم المخلصين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صائد الصفة فهتف يا صباحاه حاشيه قال النوعي الظاهر إن هذا كان قرآنا أنذل ثم نسخت تلاوته ولم تقى هذه زيادة في روايات البخاري إلى آخر تعليق نووي وما بعده انتهى فهتف يا صباحاه فقالوا من هذا فاجتمعوا إليه فقال أرأيت من أخبرتكم أن خيلا تخرج من سفح هذا الجبل أكنتم مصدقيه قالوا ما دربنا عليك كذبا قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب عظيم قال أبو لهب تبا لك ما جمعتنا إلا لهذا ثم قام فنزلت تبت يد أبي لهب وتب وروا الشيخان عن أبي هريرة قال لما أنزلت هذه الآية وأنزل عشيرتك الأقربين دع رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص فقال يا بني كعب بن رؤي أنقذوا أنفسكم من النار يا بني مره بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار يا بني هاشم يا بني عبد المطلب يا فاطمة فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحمة سأبلها ببلالها كانت هذه الصيحة العالية هي غاية البلاغ فقد فاصل الرسول صلى الله عليه وسلم قومه على دعوته وعوضح لأقرب الناس إليه أن التصديق بهذه الرسالة وحياة الصلة بينه وبينهم وأن عصبية القرابة التي يقوم عليها العرب ذابت في حرارة هذا الإنذار الآتي من عند الله باء دروس معبر من هذا المقطع واحد إن الموقف السلبية لعشيرة الرسول صلى الله عليه وسلم بصفة خاصة والعرب القرشيين بصفة عامة من الدعوة في هذه الفترة فيه الرد القاطع على من يحاولون تصوير هذا الدين لأنه ثمرة من ثمار القومية ويدعون أن محمد صلى الله عليه وسلم إنما كان يمثل بدعوته التي دعا إليها آمال العرب ومطامحهم في ذلك الحين إثنان إن في طباط الناس عن الدخول في الإسلام لدليلا على مدى قوة وتغلغ العادات والتقاليد في المجتمعات التي تعيش رضحا من الزمان في الجاهلية وفساد الفطرة وهو وضع يواجهه الدعاة في كثير من المجتمعات قديما وحديثا حتى المجتمعات الإسلامية عندما يخبو فيها صوت الدعوة المهتدية بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم تجد أسرا كبيرا للعادات والتقاليد في تسيير حركة المجتمع في المجالات المختلفة وتجد استنكارا ممن وقعوا في أسر هذه العادات والتقاليد لصوت العقل المهتد بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح في فهم الإسلام ثلاثا إن في خصوصية الأمر بإذار العشرة إشارة إلى درجات المسؤولية التي تتعلق بكل مسلم عمومة والدعاة منهم خصوصا فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتحمل المسؤولية تجاه نفسه بوصف كونه مكلفة ويتحملها تجاه أسرته وأهله بوصف كونه رب أسرة وذاء أسرة قرباء ثم كان يتحمل المسؤولية تجاه الناس كلهم بوصف كونه نبيا ورسولا من الله عز وجل ويشترك مع النبي صلى الله عليه وسلم في الأولى كل مكلف وفي الثانية كل صاحب أسرة أو كل فرد له عشيرة وفي الثالثة العلماء والحكام المبحث الثالث والعشرون أساليب المشركين في محاربة الدعوة الإسلامية عزيز مستمع مكتوب في هامشه بالقلم الرصاص هام جدا لم تزل أفضاء تلك الصيحة وأنذر عشرتك الأقربين مدوية في جنبات أم القرى حتى نزل قوله تعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين فقام رسول صلى الله عليه وسلم مشمرا عن ساعد الجد صادعا بالحق داعيا إلى هجر الأوثان مسفها عقول المؤمنين بها مبينا حقائق الإسلام دا حضن الأباطيل العقدية التي تعشعش في عقول أهل الجاهلية انتهى الشريط الخامس من السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية وله بقية على الشريط السادس اشتركوا في القناة